موسيقى ازيكم شباب عاملين ايه الاخبار ان شاء الله النهاردة نبدأ درس الدينامو وطبعا ساعدتك عارف ان درس الدينامو دا من اهم الدروس اللي في شابتر 3 وعاما هو مش صعب بس الريولز بتاعته كتيرة تعاني رجع بسرعة جدا 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 على الريولز اللي انت المفروض خدتها وحفظتها كويس وانا هستمهلك كما في الصفحة اللي انت المفروض مذاكر منها الريولز بالزبط انا مجمعلك الريولز في صفحة صح ساعدتك المفروض ذكرت الصفحة زي ما انا شرحتها لك ان الصفحة متقسمة اربعة اربع فانا ايه هرجعلك عن الريولز وانا رجع بسرعة جدا 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 عن نظري وبعدين نخش نحلل هومورك الدينامو امعلم الدينامو هي بسطى الصفحة بتاعته كنت انا مقسمها لك اربعة اربع ادي اول ربعين اللي فقدوا لهم اول حاجهو رولز الدينامو وهي اليميف مكتوب عندك على الشمال في الصفحة بتاعت الريولز الانت لفروض فتحها اليميف たج بالك ان اليميف ماكسموم كما تم اتكون مقاف otra لان ما يكون المجنيتكciones مخينة برا لل کويل لان احنا قلنا أن الانجل في الدينامو عكس المنطقة زيالتورك بالظبط 我覺得 في الانجل ما بين البي والكويل 30 تبقى seta 60 تبقى seta 60 نفقى seta 30 ولكن sẽ يتبقى zero لأن seta في الښينيكل هي الانجل ما بين البي والنورمالarakويل وكان الراجل qui اسمه Normal على الكويل في الدينامو كان يسمى direction of velocity فممكن الثيتا تكون الانجل ما بين البي والdirection of velocity برده تكون مضبوطة وصحة فكان اول قانون عندنا ان اليمف ماكسوم كنونها نبوي وتوقع ماكسوم امتى لما يكون البي بعرل للكول زي ما كتاب لك كده قانونها ايه نبوي طب اليمف انستنتينيوس ايه اللحظية يعني في اي لحظة في اي وقت اثناء دوران الدينامو اليمف انستنتينيوس كنونها ايه نبوي سين ثيتا نبوي سين ثيتا نبوي سين ثيتا وطبعا نتكلم عن الثيتا دي بعد شوية وبعدين في حزمة ايمف افكتف ايه اليمف افكتف ديجا مع اليمف اللي انا بستفيد بها في البيت او اللي انا بتحسب عليها ودفع عليها الفلوس اللي الجهاز بيشتغل بيها فاليمف افكتف قانونها هيبقى ايمف ماكسوم سين فورتي فايف ايمف ماكسوم سين فورتي فايف انه سين فورتي فايف ده ممكن يكون 0.07 صح او 1 على روت 2 صح او روت 2 على 2 برضو صح فانا هنا كتيبك أن اليمف افكتف إلى 0.07 في ايف ماكسوم او سين فورتي فايف في ايمف ماكسوم بردو عايد مما بردو سنو أعمى بعدين طابقلة ايمف افريج وانا كنت اضطي لك قانون ابني جينية لليمف أفريج لكن صح أولت لك أليس الأ composition ذهب فايف فايف روت 3 على 3 وايف في ايف مكسوم هاتف ظايف من 3 على 3 وايف مكسوم طبعا في لفة كاملة بإيه؟ بزيرو. طيب ايه عبدالله بقى قانون EMF Average ده؟ تعال بقى نكتبه لو افكرك بيه. ال EMF Average اهو ال EMF Average. الجنرال رول ليها لو انت مش عايز تحفظ دول لان رجل ممكن يقولك هاتل الأفريج في ثرد سايكل خمس سايكل تنس سايكل اي حال. طيب فالأفريج بقى قانونها إيه؟ N multiply EMF maximum على 2B. على 2B multiply sine theta 1 minus sine theta 2. خلاص يا جماعة. تعال بقى فكرك ايه الحاجة دي يا كوتش. فال EMF Average بتساوي N multiply EMF maximum على 2B multiply sine theta 1 minus sine theta 2. طيب. اول حاجة ايه هي ال N عبدالله؟ ال N جماعة كانت مقلوب ال ratio بتاعت السايكل او ratio ال periodic time. يعني ايه؟ يعني لو قلت ليه في افريج في ثرد سايكل يبال ن بثري. في تنس سايكل يبال ن بثن. في 1 over 12 سايكل يبال ن بثولف. اوكي؟ خلي بالك بقى ان ممكن في المسألة ما يدلكش ريشي و السايكل اصلا جاهزة. يقول لك والله ال periodic time بسانيتين. ال periodic time ده اصلا. يا جماعة ال periodic time ده اصلا. ال periodic time ده اصلا. ال one complete cycle خليت كم سانية. فلو انا قلت لك. ان مثلا ال periodic time بسانيتين. هاتلي ال periodic time في نص ثانية. انا عايز ال periodic time في ايه؟ في نص ثانية. فانت تقعد تفكر. تقول لي عبدالله طب ما كده مش مدين ريشي و السايكل. ما تجيبها انت اصلا. ما تجيبها انت؟ هي ريشي و السايكل هتجيبها ازاي؟ من ريشي و periodic time. ما هو ال periodic time زمن اللفة. فهو قالك ان اللفة خليت سانيتين. هو عايز ال periodic time في نص لفة. يبقى النص ده خليت قد امن من اللفة. يعني النص ثانية دي. النص second. خليت قد امن ال periodic time. ما هتعمل نص على اثنين. مش هو قالك ال periodic time في اثنين. وانا عايز الافتجيب في نص ثانية. خلاص. هات انت بقى ratio periodic time. فتطلع هي هي ايه؟ ratio cycle. فهتعمل نص على اثنين. تطلع لك مثلا نص على اثنين. تطلع لك ربع. يبقى لين ساعتها بكام؟ باربع. فبايزا يا جماعة. الان خلاصة الكلام. هي ratio. ال cycle او ratio periodic time. تاني. لو قال لي مثلا. ان ال time يا عبدالله. ال time اللي انا عايز الافتج عنده. مثلا مثلا 0.01. وال periodic time ب 0.03. خلاص. انا عايز اعرف بقى. انا عملت قد امن اللفة. ربع اللفة. خمس اللفة. عملت قد ايه؟ فخلاص. فاسم ال time على ال periodic time. لما اسم ال time العادي. لو انا عايز الافتج عنده. على ال periodic time. هيطلع لي ratio cycle. فمثلا مثلا تطلع وان على 3. يبقى دي ratio cycle. بالنسبة لي كم؟ ب3. جدع. multiply. امف ماكسوم اللي انت عارفها نبوي. على 2 باي. multiply. ساين ستا 1 ماينا ساين ستو. خلي بالك. ان سيتا 1 و سيتا 2 في الأفريج هنا يا جماعة انجل عادية. يعني ايه انجل عادية. يعني ما بين ال B و الكويل. عادي. خلي بالك. السيتا هنا في قانون الدينامو. في قانون المفين استنتينيوس. هي الانجل ما بين ال B و النورمال على الكويل. او الانجل ما بين النورمال على ال B و الكويل. يعني عكس المنطق. يعني الانجل ما بين ال B و ال direction of velocity. صح. صح. اوقتم بالله صح. يبقى اذا يا جماعة. السيتا هنا هي انجل عكس المنطق. يعني لو قال لي الغراريه ب al000 تبقى 90. بربن ديكلر 2019. صح. اه. فهلية فتا يوم نقل بالدنامو. شيء فتا يوم نقل بالدنامو امين. لكن الانجل ايه جماعة انجل عادية. يعني ما بين ال B و الكويل. يعني لو قال لي ان الانجل ما بين ال B وン central ambitious.. تبقى سيرتي مظبوطة لو قال لي ان الانجل ما بين البي والكويل بارالل تبقى زيرو الانجل عادية خالص الكلام ده في الافريج بس طيب وبعدين هي الانجل بتاعت الحركة يعني هو قال لك ايه ان انا بتاعت الحركة مثلا من البربنتيكلار تمام حلو قوي جميل يبقى البربنتيكلار تبقى الحركة من الزيرو عادي يعني اذا الانجل بزيرو عادي فالثيتا 1 دي يا جماعة انجل بزيئة الحركة طب ثيتا 2 خلي بلك بقى ان ثيتا 2 يا كوتش ثيتا 2 يا عبدالله هي ثيتا 1 زائد اللي لف بيها ثيتا 2 هي عبارة عن ثيتا 1 زائد اللي لف بيها يعني ايه؟ يعني هو ممكن يقولك ان انا ابتديت الحركة من البربنتيكلار حلو يبقى ثيتا 1 ب90 وبعدين انا عايز الافردج بعد ما لف ربع لفة هي ربع لفة دي يعني كم ديجري 90 حلو اوعى بقى تروح معوض عن ثيتا 2 ب90 لان ثيتا 2 هي ثيتا 1 زائد اللي لف بيها حلو يعني لو قلتك مثلا انا بادئ من البربنتيكلار يعني سيتا 1 ب90 لفت 30 ديجري يبقى ثيتا 2 هي ثيتا 1 ثيتا 1 زائد اللي لف بيها حلو؟ يعني لو قلتك مثلا انا بادئ من البربنتيكلار يعني سيتا 1 ب90 لفت ثيتا 2 يبقى ثيتا 2 هي 30 زائد 90 خلص انا؟ خلص انا وطبعا الراجل مش لازم يديلك اللي لف بيها مش ثيتا 2 هي ثيتا 1 زائد اللي لف بيها ثيتا 1 هيديها لك هل بقى اللي لف بيها دي لازم يديها لك؟ اقسم بالله ابدا ممكن انت تحسبها من تركات الثيتا اللي انا هفكرك بها تحت ماشي وبعدين الرابع الاولاني في الصفحة الرابع الثاني في الصفحة قواني الاي وقلت لك ايه؟ الرلايشنز الاي هي هي بزبط الرلايشنز الاي ام اف يعني ايه؟ نفس الكلام بالنسبة للاي الاي انستنتينيس فين؟ الاي انستنتينيس هي اقوى الاي ماكس سين سيتا برضك طب مش الاي افكتف هي الاي افكتف هي الاي افكتف هي الاي او 0.07 عادي 0.707 هلو طب يعني يا جماعة اللي انا عايز اقوله لك ان الرلايشنز بتاعت الام اف هي هي بزبط الرلايشنز الاي مش بس كده ده الرلايشنز الاي افكتف هي هي بزبط الرلايشنز الاي هي هي بزبط الرلايشنز الاي يعني بص يا كوتش الرلايشنز اللي احنا خدناها دي هي general relations يعني ايه؟ يعني حماسة انستنتينيوس بيسوي حماسة ماكسوم سين سيتا حماسة افكتف بيسوي حماسة ماكسوم سين فورتي فايف يبقى اي حاجة انستنتينيوس بتسوي اي حاجة ماكسموم سين ثيتا اي حاجة افكتف بتسوي اي حاجة ماكسموم سين ثيتا يعني ايه هي جنرل ريليشنز يبقى اذا لو انا عايز الاي افكتف فتبقى الاي ماكسموم سين فورتيفا كلام جميل جدا وبعدين انا كتب لك اي بقى بص بقى كوتش طبعا الجنرل رول اللي يبقى افريج مكتوب فوق حلو قوي كتب لك اي بقى ان الافريج دول اللي انت هتحفظهم الافريج في ربع ونص لفة او الافريج في 3 تربع لفة المفروض انت عايز تحفظهم ايش عايز تعاوض فين هناك عادي انا رايي رايي اعاوض فين هناك على طول ماشي بس انا كتب لك اي بقى نوت بيقولك دول محسوبين where the coil is starting from normal position دول محسوبين لو انت بدأ الحركة من البربنديكلر position بص بقواب التالي لو الراجل قال ان الكويل بدأ الحركة من البرالل position او من اي وضع تاني طبعا ساعتك هتعمل ايه انت لازم تستخدم قانون فردي اللي هو جنرل رول ده يعني لو طلب IMF average لأي حاجة تانية خلاص يا جماعة يبقى اذا ده جنرل رول تشتغل بافضل في الـ average كلام جميل وده كده اول نص في الصفحة تعالي ننزل للنص اللي تحته واردتكم الناس نقرت الـ IMF average حلو قوي تعالي بقى ننزل للنص التاني اهو هي طبعا ايه مش جايبها كلها بس هننزل تحت بس وش هنكمل الصفحة بعد شوية طيب تعالي الـ General rule بتاع تعالي IMF A Coach General rule اللي هو IMF instantaneous يعني هي عبارة عن النبوي science-يت حلو الـ N number of thirdness الـ A الـ B الماجنتic flux الماجنتي عادي الـ Omega دي جماعة ما اسمهش W يسمها Omega الـ Omega دي جماعة الـ Omega دي اسمها Angler Velocity الـ Omega دي اسمها عبدالله Angler Velocity حلو قوي زي ما انا شرحت لك بقى في الحصة ان هي صورة الجسم في ايه؟ في circle او في curve حلو الـ Angler Velocity الـ Omega دي عبدالله قولنا ايه؟ 2xF طب ما الـ F ده؟ 1 عالبريوديك تايم حلو قوي يبقى اذا الـ Omega بتسوي 2x في الـ Frequency والـ Frequency دي اصلا ايه؟ 1 عالبريوديك تايم وبالتالي ممكن تبقى الـ Omega 2xF أو 2x عالبريوديك تايم اللي هو كإن شلت الـ Frequency وحطيت 1 عالبريوديك تايم وهو 1 مالوش لازمة يبقى اذا انتو بايع الـ Frequency هل هناك مشكلة؟ لا طب عبدالله ممكن تفكرني ايه هو الـ Frequency الـ Frequency يا جماعة ده عدد اللفات في الثانية يعني اعملت مثلا 50 لفة في الثانية يبقى اسمه Frequency فالرجل ليس لازم يقولك في المسألة كلمة Frequency عامة ممكن يقولك ان انا عملت ايه؟ 50 rotation per second كلام جميل جدا طب 50 50 rotation per 2 seconds يبقى اذا الـ Frequency 25 يبقى لازم الـ Frequency عدد الـ Rotations عدد الدورانات number of rotations طب ايه هو الـ Periodic Time زي من الـ One Complete Cycle الـ Periodic Time يا جماعة هو الـ Time needed to make One Complete Cycle ده اسمه Periodic Time لفة كاملة اسم الـ Periodic Time يبقى ده اول قانون او اول قانون يبقى الـ Omega القانون التاليوته مهم جدا يا جماعة ان الـ Omega يتسوي فيه على R ماذا الـ V ده؟ Linear Velocity ماذا الـ V ده؟ linear Velocity V ده يا جماعة linear Velocity ماذا الـ R ده؟ ماذا الـ Radius؟ لا ماذا ده نصف الـ Width لان الجماعة الـ Dynamo مفهوش given radius الـ Dynamo فيه given length width الـ R ده نصف الـ رمز اسمه حماسة الحماسة يبقى عن نصف الـ Width ماذا يا جماعة؟ حلو يبقى الـ Omega قانون ده مهم جدا وفيه على R LV ده linear Velocity الـ R ده نصف الـ Width كلام جميل جدا طب الـ Omega يا عبدالله الـ Unit بتاعتها ايه؟ angular Velocity Red Per Second كلام جميل طيب كده عرفت الـ N و الـ A و الـ B و الـ Omega تعال نعرف مين بقى؟ الثيتا مين بقى هي الثيتا؟ تعال بقى هننزل بالبيجل تحت شوية عشان نجيب كل تركات الثيتا مع بعض كده هنعرفنا تركات الـ Omega تعال بقى نشوف تركات الثيتا انزل بقى تحت شوية يا عبدالله اهي ده كده كلها تركات الثيتا تعال بقى نتكلم عنها ايه؟ في السريع جدا جدا طيب طبعا يا جماعة الناس اللي مذكرة وفاكرة الكلام ده مش لازم ايه؟ تسمع لسامري كله وخش على الحل على طول طيب الثيتا يا جماعة زي ما قلت لك ان الثيتا في الدينامو هي الانجل بين الـ B والنورمال على الكويل او الانجل ما بين النورمال على الـ B والكويل لو جاب لك سيرة كلمة نورمال او بريبندكلر او الانجل مزبوطة ما جابهاش منها كسب حلو وخلي بقى لك النورمال على الكل ده اسمه ايه؟ بريكشن كلم جامل جدا دي اول تريكا للثيتا ثانية تريكا ان الثيتا الثيتا اللي هي فورتريكسة ثانية تريكا ان الثيتا اصلا لها قانون ان الثيتا بيتسويه يا كوتش فاكر اوميجا تي مش الاميجا ت 2 باي اف؟ اه طب ما الـ 2 باي ده لو الـ 2 باي ده انجل هتو بقى 360 مش نتعرف يا جماعة ان الاميجا مش نتعرف ان الاميجا تتسوي 2 باي اف؟ اه الطو باي ده يا جماعة لو انجل مش انتعرف ان الـ باي كأنجل بـ 180 اه يبقى الطو باي بقى 360 صح؟ وبما اننا نشغلي الاميجا فنعز نشيل الاميجا وحط الطو باي اف يبقى 2 باي الى 360 اف والطايم ينزل كلام؟ وطبعا انا كنت اثبت لها يا كوتش القانون ده جمنين ها؟ لو انت فاكر يعني مش فاكر مش مهم روح افتكر كده الشرح وبص في الملزمة وتفتكر فالثيات قانون ها يا كوتش اوميجا تي اللي هو 360 فت بس ده طايم عادي مش بريوديك تايم خلاص؟ لان اثناء الدوران يا جماعة اثناء الدوران ممكن رجل يقول لي هاتلي بعد سانيتين طبعا لازم اعرف بعد سانيتين الانجلة تبقى بكام بعد سانيتين الانجلة تبقى بكام فعنحسب بقى 360 فت اللي هي اوميجا تين خلاص؟ فالقانون ده استغرامه امتا يا جماعة او تريكا دي استغرامها امتا؟ لما الراجل يطلب ايمف ويدي لي time لما الراجل يطلب ايه؟ ايمف ويدي لي ايه؟ time اجيب لي ثيتا من ال time واشتغل او العكس لما الراجل يدين ايمف ويطلب time مرر اما الراجل يدين ايمف هعمل شفت صغف اجيب ثيتا واسوي بأيه بـ 360 فت وبالتالي ده اللي انا كتبو لك يا كوتش ان القانون ده او تريكا دي التريكا دي استغرامه امتا؟ لما يطلب time ويدي لي ايمف او العكس ماشي التريكا الثالثة اللي فيتا كوتش ان التريكا بتساوي 300 سيكل يعني ايه؟ يعني قلت لك هو ادينا معامل ربع سيكل الربع سيكل دي كم ديجري؟ هتقولي 90 طب النص سيكل كم ديجري؟ هتقولي 180 طب اذا قلت لك ان ادينا معامل خمس سيكل الخمس دي الانجل بكام يعني الخمس دي اه طب ما تحسابها ما تحسابها؟ التريكا الرابع ان الثتا جماعة لازم تتحسب من البربندكلر الانجل الثتا في الدينامو لازم تتحسب من البربندكلر لازم يعني ايه؟ يعني لو هو قالك ان الدينامو بدأ الحركة من البربندكلر وروتاتس 30 ديجري خليب لك اسمها انجل افروتاشن الانجل افروتاشن تبقى مظبوطة تتعاوض بها عادي خلاص فيها اسمها انجل افروتاشن تتعاوض بها عادي اللي هي ايه؟ المجتمع من البرينتيك ألقي لأن يبدأ الحركة المحركة من البرينتيك لربوزيشن و الأسئلة ترى 30 تمثق لدي ألقي متى لو قال ركس أخذها 60 لو قال لك الأنجل ما بين البي والكويل بسرتي لك الأنجل ما بين الماينتيك فيلد والكويل بسرتي أخذها 60 لكن قال لي أنجل كنف هروتوا 30 يجب أن تحسب من البرينتيك لربوزيشن من ال Brady connicler position نعم لو قال لي انا rotates 30 خلاص اخطى صحيح 30권 لكن ممكن بيقول لك النار روتاتس 30 انت gerçektenoy لازم نحسان بيحظب الى incomamaan ما هو مدينة من الدينة يجب ان تحسب الانجل في الدينامو لازم تحسبت من وضع بداية الحركة ان تحسب الدينامو هو البربنديكلار كم الدينامو لو قочку انها من الانجل حسن لو قمتك لفت 50 ولكن بعدما بقى بره مدينة بعدما بقى بره مدينة نزل 30 انا لازم احسبها من هنا يبقى الف 90 وبعدين 30 يبقى كلها كام 120 يبقى سيتي يا جماعة لازم تتحسب من النورمال او البربنديكلر بوزيشن خلي بقى لك ان النورمال او البربنديكلر بوزيشن ده في الدينامو ليه اسم اسمه ايه عبدالله اسمه زيرو بوزيشن زيرو ليه لان بربنديكلر لسه من الراجل متحركش لسه الراجل متحركش يعني ايه يعني ايه بفلسه بزيرو خلاص يا معا كلم جميل جدا وعشان التختل في العقل ايه فانأ كتب لك ايه لازم ايه البرميال او بوس بوس كتب لك ايه بقى بس يعني لو قال في المسألة القيلل ستارتنج في روم زيرو بوزيشن او نورمال بوزيشن هتبقى الانجل عادية خالص بص 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 بصط لكن لو القيلate ستارتنج في روم زيرو بوزيشن هتعمل الانجل ستبقى بلس نايتي يعني ناينتي بلس سيرتي مثلاً لو قال لك لفيت 30 من البارلات فتقول 90 بلس إيه بلس 30 فلو قال لنا لفيت اوداني أنجل أوف روتاشن لو داني أنجل أوف روتاشن فروم بارل البوزيشن اعمل 90 زاد إيه اللي لف بيه خلاص يمع؟ كلام جميل جداً طيب بعدين دي جاءتركات إيه؟ السيتا ودي تركات مهمة جداً طيب وبعدين تعال بقى نشوف التركات للناحية التانية بس نطلع فوق تانية عشان نجيب إيه؟ التركات اللي فوق دي خلاص؟ هلو اطلع فوق كده؟ أهو يلا يا كوتش دي بقى شوية نوتس مهمة جداً وده الرابع الأخير في الصفحة اللي قدام سيادتك أو اللي انت المفروض عندك في الملزمة قوانين باور طبعاً ساعتك عارف ان الباور كده كده من زمان زمان من شابتر 1 I2R أو V2R أو IV بس خلي بالك أنا أنت عندك 500 YMF YMF Maximum YMF Instantaneous YMF Effective YMF Average وال I نفس الكلام عندك Y Maximum Y Instantaneous Y Effective I Average وأنا بجيب قوانين الباور أو قوانين الانرجي هستخدم ايه عبدالله؟ L Effective سواء قالك أو ما قالكش دايماً دايماً في باور الدينامو بشتغل بالإفكتف دايماً دايماً في الباور أو الانرجي بتاع قوانين الدينامو بشتغل بالإفكتف خلاص يبقى إذن وأنا اشتغل في الباور هذه النوطة أصلاً إن أنا استخدم مثلاً IV Effective Effective من غير ما الراجل يقول لي أو I score R Effective أو V score R Effective ما تنساش إنه لازم اشتغل بالإفكتف ماشي؟ طبعاً طب لو الانرجي ما تتعرف عن الإنرجي بتسويه؟ الباور في التايم خلاص الباور اللي هو بالإفكتف برضو في التايم ماشي التاني تركة والتاني تركة دايماعة في غاية الأهمية من أهم التركة دي بص معلم السيتا والتايم داركتو الانفرس بين هنا؟ بين اه بص مش السيتا equal 360F اه تركة اللي هي التانية للسيتا يعني السيتا والتايم داركتو الانفرس فنقدر نقول هنا بقى ايه ان ثيتا 1 على ثيتا 2 equal T1 على T2 ratio ما بين الثيتا والتايم دي استخدمها امتى؟ لما الراجل يطلب تايم ويدي لي تايم تاني في المسألة استخدمها امتى؟ لما الراجل يطلب تايم ويدي لي تايم لما الراجل يطلب تايم ويدي لي تايم استخدم القانون ده يعني ايه عبدالله؟ يعني مثال في ثلاث ثواني بالزبط راجل يقولك ايه؟ ان if the time needed to reach the maximum value is 3 seconds يعني انا خد ثلاث ثواني عشان اوصل الى maximum value خلاص ثلاث ثواني يبقى تايم الاولان يبقى ثلاث ثواني ثلاث ثواني عشان اوصل الى maximum value هي الانجل بتايم المكسموم بكام؟ اه ب90 لازم في انجل لازم تبقى حافظها اهيه كتبها لك على جنب الانجل بتايم المكسموم بكام ب90 في ساعتها يبقى انا وصلت او خد ثلاث ثواني حتى نوصل الى maximum يبقى الثلاث ثواني يبقى الثلاث ثواني وصلت بتايم الاولان يبقى ثلاث ثواني وصلت بتايم المكسموم يعني 90 هذا التايم بتاع الـ effective الانجل بتايم المكسموم كام؟ اهيه 45 فساعتها يبقى دي 90 بتايم المكسموم ودي 45 وهو قالك ان انا خد ثلاث ثواني في الاول وعايس دي 2 تعمل كورش مال تبقائش نوع يبقى اذا الانجلس اللي يجب علي تحفظها الـ maximum 90 effective 45 نصف الـ maximum 30 ليه عبدالله نصف الـ maximum 30 لأن sign 30 بالـ half فالانجلس اللي يجب علي تحفظها ويستخدمها امتها لما يطلب time ويديلي time يبقى التركة يا جماعة ratio الانجل مع time لما الراجل يطلب مني في المسألة time ويديلي time تاني زي ما نعقى ايه شرح طيب طيب التركة اللي بعدها طبعا هي سهلة ما فيهاش حاجة بس تعال نقولها كده في السريع ايه هي ان لو نلتلك ان انا وصلت لـ maximum value في ثلاث ثواني يبقى الـ periodic time بكام بالمنطق يعني مش الثلاث ثواني معنى كده عشان اوصل لـ maximum خد ثلاث ثواني معنى كده من الربع لفة ده اخد كم سرية ثلاث ثواني طب هو الربع ده ثلاث ثواني طب هو ده ثلاث ثواني طب هو ده ثلاث ثواني تكلم جميل وبعدين التركة اللي بعدها كنتش كنت قلتلك ايه اي ايم اف في الخليقة ما عادة ما عادة الـ maximum value اي ايم اف في الخليقة ما عادة دول ما عادة الـ maximum value اي ايم اف غير دول بتتكرر اربع مرات في الـ one complete cycle يعني مثلا لو انا في النص هنا كده فهتليها هنا وهنا وزيهم بالـ negative تحت هنا وهنا فالـ aيم اف ممكن يبقى لها four values او مش four values sorry الـ value تتكرر اربع مرات ممكن ايف تتكرر كم مرة الـ value والوحد تتكرر كم مرة اربع مرات مرتين positive ومرتين negative فلو الراجل قالك يعني الحاتف فيك يبقى ايه كده بيبقى راجل ايه لها فالـ voltage ممكن يبقى بال positive بس ممكن يبقى first positive او second positive هنا او هنا هتفرق معايا في ايه هتفرق معايا يا كوتش لو انا هاحسب الانجل دي يعني لو الراجل مديني مف ومديني الـ n وال-a وال-b وال-omega وانا هاحسب الانجل دي هعمل shift solve عادي حلو لو ساعدتك عملت shift solve وطلعت الانجل وهو قالك ان انت first positive او ما قالش اصلا ايه حاجة فانت في first positive اوكي ال first positive دي لو ما قالكش ايه حاجة انت دايما first positive حلو قوي فلو انت في first positive فى يبقى الانجل اللي انت حسبتها هي a theta عادية لكن لو الانجل اللي انت حسبتها دي هو الراجل ايه لكن انت في second positive ده معنى ان الانجل اللي انت حسبتها بتسوي 180 minus theta يعني ايه يعني هو مديك الـ n وال-a وال-b وال-omega وانت عملت shift solve وجبت الانجل ب30 حلو 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 لو انت في first positive يبقى سيتا بسرتي عادية طيب لو انت في second positive يبقى السرتي اللي انت حسبتها دي بتسوي 180 minus theta يبقى اذا 180 minus theta يبقى اذا 180 minus theta shift solve تجيب السيتا بقول بك مثلا يعني اوكي جماعة طيب لو انت في negative negative voltage لو انت في first negative يبقى السرتي اللي انت حسبتها من shift solve هتساوي 180 plus theta الآن سرتي جماعة مثال ها مثال بس فتعمل shift solve تجيب السيتا طيب لو انت في second negative يبقى الرقم اللي انت حسبته من shift solve من هنا ولو مثلا يعني 30 هيسوي 360 minus theta shift solve تجيب السيتا فهمنا حاجة جماعة؟ يبقى لو انت في first positive سيتا عادية انت عمل shift solve وده سيتا عادية لو انت في second positive 180 minus theta في first negative 180 plus theta في second negative 360 minus theta تكلم جميل وبعدين تعالى بقى ننزل تحت عشان نشوف بالتركس يلا اهو كده احنا جبنا التركس كله يلا يا كوتش لو قال لك الكويل starting its motion from zero position ايش zero position ده يا عبدالله؟ zero position ده جماعة اللي هو normal position وضع بداية الحركة وضع بداية الحركة اسمه zero position اللي هو البربندكلر position حلو قوي والراجل عايز number of times to reach maximum value عدد مرات الوصول للمكسيم وقته F طب النمبر zero value عدد مرات الوصول zero to F plus one عدد المرات اللي current هيغير اتجاه فيهم reverse the current direction to F minus one طبعا التركات دي كان لها اثباتات كده وشرح شرحناها في الحصة دلوقتي بقى مش مهم خالص احفظهم لي طيب لو الراجل بدأ الحركة من البعرة للبوزيشن وطلب نفس الحاجات خلي بالك اللي فوق ده كان من البعرة للبوزيشن أو zero position طب لو بدأ الحركة من البعرة للبوزيشن ده معنان النمر زي مستريدش الماكسمم value عدد المرات بتاعت الوصول الماكسمم يباتوا F plus one عدد المرات الوصول الزيرو هيباتوا F عدد المرات اللي current هيغير اتجاه فيهم برضو F كلام جميل جدا وبعدين كان في حاجة نظر يا جماعة اسمها ان انا بحول من AC current لDC current او من AC dynamo لDC dynamo كان اسمه DC dynamo انا بحول من AC لDC عشان نحول من AC لDC كنت بمر بمر مرحلتين الاول بثبت ال direction وخطوة تثبيت ال direction كان اسمها rectification عشان نحول من AC current لDC current كنا بنمر بمر مرحلة في النص كده اسمها yoney directional current يبقى اذا عشان نحول من AC لDC ده انا بقولك الملخص انت مفروض مذاكر لازم نحول من AC الى yoney directional current وبعدين نحول ال yoney directional current الى DC current عشان نحول من AC current الى yoney directional current كان خطوة اسمها rectification كنا بنعمل F rectification ده جماعة كنا بنشيل التورينجز ونحط مخلنهم two rectifiers او two commutators two rectifiers او two commutators اللي هي نصين سيلندر بينهم مادة عزلة two inserted halves of cylinder اسمهم rectifiers او commutators والخطوة اسمها rectification وساعتها بيبقى ال current اسمه yoney directional current يعني الرسمة عاملة كده ليه اتجاه واحد بس ده اسمه ايه yoney directional current الخطوة دي او الشكل ده بيطلع امتا لما ساعتك تستخدم ايه rectifiers او تعمل rectification او commutators اللي هما تشيل تورينجز اللي هما كانوا عاملين كده وتحط الماكينهم من الصين سيلندر بينهم مادة عزلة خلاص حلو ايه كان تحولت من AC current الى yoney direction current ممكن أن تحول من yoney direction current الى DC current عن طريق استخدام ايه several coils and small angles between them coils كتير اوى بينهم انجليز صغيرة اوى سعيت انت خليتوا ايه بال maximum value دايما خلاص يبقى اثن عشان نحول من AC لDC لازم احوالي من AC الى yoney direction current عن طريق rectifiers وبعدين احوالي من yoney direction current الى DC current خلاص طيب كان فيه بقى two rules في النوتس دي لحتى النظر دي كان فيها قانونين اول حاجة ان كل كويل يا جماعة بيحتاج two rectifiers كل كويل طالع منه سلكين كل كويل بيبقى طالع منه سلكين فبنحتاج لكل كويل كام rectifier اتنين ايه كان ايه الركتفير دي نصين يعني كل كويل بيحتاج نصين سيلندر اوكي وبالتالي الكويل بيحتاج two rectifiers يبقى لو عندي خمسة كويل هبقى عايز عشرة rectifiers صح؟ يبقى number of rectifiers او number of commutators double number of coils ايه number of commutators double number of coils طيب تاني حاجة عشان احول من new direction current ل DC current مش كنا بنعمل كوتش several coils or the small angles between them اوه عايزين نحسى بقى الangles اللي بين الكويلز دي كانت الangles بين الكويلز بتسوي ايه؟ 360 على two multiply number of coils 360 على two multiply number of coils كلام جميل جدا طيب كده الحمد لله شكلا الروز خلصت ولكن حتى نظر كده انا راجع بس عن نظر عشان ساعاتك عارف كل حاجة انت كده عندك كم نوع من current coach 3 انواع AC current, Unidirection current, DC current الانواع دي يا جماعة بره الدينامو لو انت بره الدينامو يعني بره الكويل يعني بعد ما تعدي على الحاجة اللي هتنقل الكهرباء لكن انت جوا الكويل بتاعد دينامو انت كده كده AC جوا الكويل بتاعد دينامو انت كده كده AC الفكرة بقى بعد ما تعدي على الحاجة الموجودة هتبقى ايه؟ يعني انت جوا الدينامو AC عدت على rings يبقى بره AC جوا الدينامو AC عدت عليك rectifiers يبقى بره الدينامو بره في الـ external circuit Unidirectional current جوا الدينامو AC وبعدين AC current يعني AC current وبعدين مستخدم صفر الكويل ومستخدم rectifiers يبقى انت بره في الـ external circuit DC current يبقى ازا يا كوتش الانواع اللي هتلك دي كلها انت بره الدينامو في الـ external circuit في الـ external circuit لكن جوا الدينامو انت كده AC current كلام جميل جدا وبعدين كان فيه نوت نظري في غاية الاهمية كانت ايه هي؟ كنا بنقولك ان دايما دايما Elemive induced في الدينامو عكس الفلكس اللي بتخبط في الكويل لكنها زي اللي تشينج الفلكس نفسه وقعدت اشرح الحيث دي في الحصة جماعة مليون مرة عشان التخلف العقلي ركز معايا لو انا قلتلك ان انا بربنديكلار position انا دينامو ها؟ دينامو ان انا بربنديكلار position يبقى الـ setup كام؟ ايه واحد تقولي ينامو متخلف احنا في الدينامو عكس المنطقة ها؟ بربنديكلار يبقى الـ setup كام؟ بزيرو طلعا ما الـ setup بزيرو طب هلا انا تحركت؟ لا حصل الـ changing flux؟ لا يبقى الـ changing flux برضو بايه؟ بزيرو يبقى كده كده الـ emf زي الـ change flux اشته؟ لكن لو انا سألتك على الـ flux اللي بتخبط نفسها الخطوط اللي بتخبط هتقولي الخطوط كتيرة كتيرة يبقى الـ phi نفسها ايه؟ maximum value يبقى الـ if induced في الدينامو جماعة عكس الـ phi لكنها زي delta phi على delta t ما تطلق بطش الـ if induced زي الـ change in flux ده الطبيعي لكنها عكس الـ flux اللي بتخبط نفسها خلاص يا جماعة؟ ودي كانت نوت نظري في غاية الأهمين طيب كلام جميل جدا 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 وطبعا كان فيه شوية نظر كمان يريد ساعدتك تذكرهم وتعالا بقى نخش على الـ homework طبعا يا جماعة كان فيه solve problems ما ينفعش ساعدتك تحل الواجب قبل ما تحل الـ solve problems اللي في الملزمة نفسها وتبص انت عليها تعالا بقى نخش على حل الواجب يلا يا كوتش انزل بقى كده في السريع دي solve problems اللي انا عمل اقلبها دي يا جماعة بقى حلها خلي عندك ضمير يعني بالراحلة يلا صلي بقى النبي عليها افضل الصلاة والسلام خش يا كوتش اول سؤال اول كم سؤال دول بي يا جماعة بقى وتسخين في اللذيذ منه يلا حل يا كوتش يقولك the direction of current produced in the dynamo's coil can be determined by using direction الـ induced current في الدينامو direction induced current في الدينامو direction induced current في الدينامو كنا بنعمله بقى اسمها ايه؟ لماذا؟ لان احنا يا جماعة كنا اعتبرنا ان الدينامو ركز كده معايا كانت الرسمة عاملة كده دي 2 bulls N و S صح؟ فكنا اعتبرنا يا جماعة ان الدينامو ان الدينامو اعتبرنا ان الدينامو اعتبرنا ان الدينامو اعتبرنا ان الدينامو عبارة عن 2 wires وترجمة الكبات يبقى اذن الديناموية لان الدينامو ستريت ويرات مالا ان الديناموة Horparn لما يكون الانجل between القيلي والمجنيتك فيلد النينامو ركز الكبات الديناموة تاني ثاني ال�دلمو بيوصل لماكسيمام الأوليو لما تكون الانجل بين الكل والفلكس كام؟ zero ها ليه؟ ليه؟ ليس الانجل تكون 90؟ عشر الانجل تكون 90 لازم يكون ايه؟ parallel يبقى الانجل بين الكل والمتر في اللي parallel ماشي، السؤال الذي بيقولك ايه؟ The time rate of cutting the magnetic flux lines by the dynamos coil during its rotation becomes zero. When the plane of the coil becomes a key perpendicular to the magnetic field. هو أصلاً عبدالله أنا مش فهم السؤال والله. ممكن تشرف علي السؤال ده؟ يا جماعة بمطالب بساطة. أولاً time rate يعني time تحت. time rate يعني time تحت. of cutting the magnetic flux اللي هي phi. يبقى delta phi على delta t. بتكون zero. صح. طالما delta phi على delta t بزيرو. ده معناه انه مف انديوزد. انه مف انديوزد برضو بايه؟ بزيرو. ما هو إليك بزيرو وهي؟ تاني. the time rate of cutting the magnetic flux lines. time rate يعني time تحت. flux يعني phi. يبقى هو بيقول ان delta phi على delta t بزيرو. delta phi يعني بزيرو يعني المف انديوزد برضو بايه؟ بزيرو. المف انديوزد بتبقى بزيرو. و لما يكون parallel او البربندكلر. بربندكلر يا جماعة لان احنا عكس المنطق. اوكي. طبعا جماعة عكس المنطق دي فهم الناس اللي بتاخد معي يعني. عكس المنطق يعني ايه؟ لو parallel تبقى 90. لو parallel تبقى 90. لو parallel تبقى 0. و هكذا. طيب. بيقول لك. when the ac dynamo. coil. becomes the parallel to magnetic field. يبقى الدينامو دريواتي بقى ايه؟ الدينامو دريواتي بقى barallel magnetic field. حلو قوي. parallel يبقى الانجل بكام؟ بالنوعين تي. حلو. طيب. 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 الدينامو دريواتي بقى barallel to the direction of the magnetic field. ذا. الفايل نفسها. بتبقى بايه؟ و الانديوز دي مف بتكون بايه؟ طيب. الفايل نفسها. هو بسألكش على change. بسألك على مجنو دريواتي نفسها. هو قالك parallel صح؟ اه. ركز معي اياه. الكويل parallel للمجنطيك فيلد. لازلت اقوم بتخيلها. ادي الكويل. و ادي المجنطيك فيلد. parallel لبعض. parallel. المجنطيك فيلد اللي بتقبط بايه؟ بزيرو. يبقى المجنطيك فيلد نفسها اللي بتقبط بزيرو. طيب الانديوز دي مف. لا. الانديوز دي مف بماكسوم فاليو. لين? لانا barallel. يعني. تيتاب 90. تيتاب 90 يبقى ينف انديوز بالايه؟ يبقى إذا أن تبقى zero وماكسموم يعني choice b اوكي؟ وبعدين يا جماعة احنا قلنا اساسا احنا قلنا النوت النظري فاكر النوت النظري اللي انت حافظها اه الف induced دي في الدينامو عكس الفي صح؟ اه طب مش هو وقال لك ان هو براليل؟ هنحله بطلقة ثانية مش هو وقال لك ان هو براليل؟ اه يبقى سيتا بكام؟ بره يبقى سيتا ب90 في الدينامو بره يبقى سيتا في الدينامو بكام؟ ب90 يبقى المليش في الدينامو بكام؟ بل ماكسموم تومي و المليش في الدينامو بكام؟ بزيرو تختار الفي بظيرو و الى ماكسموم لو ليست دوبلا ماذا الدينامو بكام؟ الكثير... اجد المليش في الدينامو بكامuxe اليميف مكيفام؟ قانون نبيناد حلو قوي تقبيل مليش في الدينامو بكام doet اضع اثنين ما اجاب لك سيسرة ال a ولا ال b طيب الانجل الفروسي حصلها ايه الانجل الفروسي دي كريستو كورتر يبقى اشيل الامجة و اضع ايه كورتر تطلع لك كام نص بس خلاص دي كريستو هاف اهي في حاجة دي جميلة و سهلة و صريفة و لطيفة اللي بعد سؤال 6 بيقولك ايه علقه من اليميف مكسيمم و ثيتا لو انت متسرع او متخلف العلاقة من اليميف او ثيتا و و لطيفة اما بين اليميف يقونة والثيتا كل هو مؤكدا ماذا هكذا قانونه ايه؟ برضو نبوي N A B اوميجا صح؟ هل دقالك قانون ده في R؟ لأ! يبقى العلاق من YMF نكسبو من R ايه؟ برضك كانستان! عبدالله! لأ! بس نعرف ان كل لما R تزيد I تقل فالعلاقة inverse العلاقة inverse ما بين R وال I مش ال Iم F خلي بلك هو اسألك على ايه؟ ما اسألكش على I لو قالك I و R تقول لي inverse اه تختار اللي هناك خالص دي بس هو اسألك على IMF اليمف INDIUS دي كله نبوي امممي في اسألك خلصة او ماشي اللي بعده طب اليميف IN instantaneous والثي تا طبعا او إيميف IN instantaneous والثي تا فالناقه بقى Direct ايها إذاً اليميف IN instantaneous والثي تا وللقي Direct choice B اليدنمو أجمع طبعا الدينامو يا جماعة بيليف فيطلع كهرباء اليدنمو بيكونفرد الميكانية الأنر جي تا الهيالكترية الأنر جي تا بقى اليدنمو أجمع ماشي اللي بعده خشيلي بقى في المسائل يلا برضو المسائل في الاول سهلة احنا بنسخل لسه خش يا كوتش طبعا الهومورك يا جماعة 142 سؤال خلاص لازم تحلهم كلهم بعد اذنك عشان تعدى على كل الافكار باذن الله يلا بيقولك بيقولك 200 فولت يبقى ديمف ماكسموم بكام يا عبدالله 200 حلو ده مدهالي مش هحسب يعني اه طب ده كلام جميل جدا احناSw و سيلris مرتباعي ييلي عندما اجدت مني ال مرتباعي مرتباعي شكرا يا عبدالله ان son اها مرتباعي سيلة انتظنا الامر الا den بمتين ساين بص يا جماعة السؤال ده بيضربك على تركات السيتا ها ساين تعال نجيب بقى السيتا هو قالك السيتا ان انا عملته 1 over 12 cycle صح؟ اه طب مش السيتا كان لها تركة اللي هي 360 multiply ratio of cycle اه ratio of cycle هنا كام؟ ratio of cycle هنا 1 على 12 يبس ان 360 multiply 1 على 12 1 على 12 تطلع لك كام؟ الفكي الجميلة يلا 360 multiply 1 على 12 طلعت لي كام؟ طلعت لي 30 يبقى اذا ايه ما في ماكسموم اللي هي 200 sign 30 اعمل 200 sign 30 تطلع كام؟ 100 choice b اللي بعده المطلوب اللي بعده بيقولك the angle between the perpendicular ركزي اه the angle between the perpendicular to the plane of the coil اه جايب لي سيرة كلمة normal تبقى الانجيل مزبوطة ماشي يبقى الانجيل بين between normal او ال perpendicular والمجنية تكفلت ب 30 خلاص دي كده 30 مزبوطة يبقى ايه ما في استنتينيوس هتبقى الماكسموم اللي هي 200 sign 30 مزبوطة الحمد لله تطلع برضو 100 كلام جميل المطلوب اللي بعده the plane of the coil inclined by angle خلي بالك هنا قالك coil the plane of the coil inclined by angle 60 to the field جاب لي سيرة كلمة نورونا لا نعكسها ارم دي لك الانجيل ما بين بي والكويل بال60 يبقى برضو المطلوب مزبوطة المطلوب مزبوطة المطلوب 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 لديك الانجيل ما بين المطلوب و الانجيل ب60 تبقى ب30 تطلع برضو 100 حلو قوي بنتربك بس على تركاته الاستنتينيج اللي بعده ايه the average in the using during 1 complete cycle انت ساعدتك عارف طبعا المطلوب ب zero يقول لك وين كويل روتات انزل مجنيتك فيلد ابدأ من زيرو بوزيشن ايه زيرو بوزيشن ده جماعا البربنتيك لاربوزيشن ها واضح بداية الحركة الطبيعي بتاع سعبك يقول لك وين كويل روتات انزل مجنيتك فيلد استارتنج فروم زيرو بوزيشن ماشي The direction of the generated induced dmf It changes every يقول لك يا كوتش هي direction ال current بتاع الدينامو تغير كل نص لفة جماعة لان رسمة الدينامو اصلا عامل ازاي رسمة الدينامو عامل كده فال direction بتغير كل نص لفة من البوزيشن ال negative إذن اختارها اللي بعده سؤال 13 يقول لك When the induced the electromotive force When the induced the electromotive force which is obtained from ac وصلت الدينامو وصلت الى maximum value يقول لك Then the plane of the coil with respect to the magnetic field الانجل ما بين الكويل والمجنيتك فيلد بكام هو انت مش وصلت ركز معي ركز معي عشان مش عايز تخله في عقلي مش انت وصلت الى maximum value يعني التفكير سهل قوي اصلا وصلت الى maximum value يبقى الـ طالما الـ يبقى الانجل ما بين الـ الـ صح؟ بارالل مش لما الـ هو النعمة لما الـ هو قال لك انه وصلت الى maximum value يعني الـ يبقى الـ عشان احنا عكس المنطق في الدينامو كلام جميل اللي بعده بيقول لك ايه هو عايز ايه دلوقتي؟ عايز القانون بتاع الـ periodic time طب مش انت عارف يا كوتش ان الـ يلا مش انت عارف ان الـ طب من الـ طب من الـ وانا على الـ صح؟ اعمل الـ يبقى لو انا عايز اعمل طبعا انا شطر في المس فهنعمل كده يا جماعة برفوع عليك يبقى الـ يبقى الـ صح؟ يبقى دا على دا دا على دا حلو قوي يبقى الـ طبعا اعمل مالتبلا اعمل يبقى طبعا اعمل يبقى طبعا اعمل تختارها لتشوائس بي اللي بعده بيقول لك ايه سؤال 15 سؤال 15 يا كوتش بيقول لك ايه بيقول لك وشوف The following EMF values That is generated in the dynamo skyle during its rotation doesn't equal 0 عايز انهي واحدة في ذول مش بتساوي 0 تعال نشوف اول حاجة The average through one complete cycle طبعا اعمل one complete cycle بزيرو المف average through half cycle from the parallel position وزرز بكتوز ماكننتك فيل طبعا بالراحة بقى اللي تشويس دا تعالى بالراحة نفكر فيه لو انت متسرع ومتخلف هتقول لي عبدالله المف average دي في النص لفة احنا كنا وخدنا لها قانون لا تعال نحل بـ general rule المف average هو general rule المف average ليس المف average المف average تعال اكتبه فوق عشان نعوض هنا المف average المف average general rule المف maximum على المف maximum على المف maximum على 2π multiply sin theta1 minus sin theta2 صح اه واقع تنسى ان في الـ average theta1 و theta2 انجل زادية يعني هي الانجل ما بين البي والكويل نفسه طيب وأن theta2 هي theta1 زادية اللي نلف بها صح اه theta2 هي theta1 زادية اللي نلف بها طيب تعال كنا نعوض ونشوف اللي يحصل تعال نجيب هنا المف average هو قال لك المف average during half cycle يبقى لين بـ 2 multiply المف maximum المف maximum المف maximum على 2π ملناش دعودي ارقام حلو multiply تعال نشوف sin theta1 منس 2 سين theta1 minus sin theta2 تعال نشوف قال لك ايه through half cycle from parallel position parallel position يبقى انت بادئ parallel يبقى بدئ الانجل بكام خلي بالك theta1 و theta2 انجل عادية مش عكس المنطقة انجل عادية فلما يقول لك parallel يبقى theta1 بـ 0 عادي ماشي وبعدنا لفت نص لفة لفت نص لفة يبقى لفت كم دجري 180 فخلي بالك ان theta2 هي theta1 زاد اللي لف بها theta1 أصلا بكام بـ 0 لفت نص لفة 180 يبقى 180 زاد 0 بـ 180 يبقى 180 بـ 180 يبقى 180 لما تحط sin 0 minus sin وانه اندرد ايتي على الآلة تطلع 0 يبقى كل الـ value سعيتها بكام سعيتها كل الـ value بايه بـ 0 فيها حاجة دي؟ لا يبقى D0 وD0 انا عايز اللي مش بـ 0 اللي بعدها الإنستنتينيس EMF وانت بلينة الـ وانت بلينة الـ طبعاً بـ يبقى الـ بـ 90 عبدالله احنا هنا بقى عكسنا ليه؟ ما هو دا ما قالكش average يا جماعة الـ angle عادية ما بين الـ B و الـ في الـ average بس غير كده في الدينمو بنعكس خلاص؟ يعني طالما بـ طالما هو مدهالي ما بين الـ B و الـ للـ هذا ما قالك الاستنتينيس EMF الاستنتينيس EMF الاستنتينيس EMF بلينة الـ άλيل الاسمleading فسائلруDRĨ تأكد انها betasino الاستنتينيس EMF الاستنتنيس بعدك او بس لما يكونوا رباندكلر رباندكلر يبقى السيتا بكم ؟ بزيرو مش يبقى هذا كمان زيرو يبقى السيئة يبقى سيئة اللي بعده يا جمال الموضوع سهل قوي ارى اني واحدة فيهم مش بزيرو هي الفكرة كلها في تاني واحدة اول واحدة كاك يبزيرو الاخيرة برضو بزيرو لان اقل لك ايه قالك رباندكلر يبقى سيتا بزيرو فليمف بزيرو التالتة اكيد مش بزيرو وانا شرحتها لك طبعا هي choice B بزيرو ولكن انا كنت قلت ايه اشرحها لك خش اكتش على ايه المسائل برضو لسه سهلة و بنسخن يلا كنتش حل بيقول لك اكل الدينامو consistence of الدينامو consistence of 80 turns يبقى الان ب80 800 يبقى الان 0.25 متر دي مش هنحولها خلاص عشان بالمتر يبقى ده الريقونسي بس لازم نجيبه يبقى ده الريقونسي بس لازم نجيبه يا جماعة الريقونسي عدد اللفات في الثانية هو قالك 600 لفة في الايه في الدقيقة يبقى 600 على 60 تطلع كم؟ تطلع عشرة يبقى الريقونسي بعشرة خلاص يا جماعة؟ فاهمين يا جماعة انا بعمل ايه؟ اه طب تعالى ممكن معلش نمسحة ونكتبها على جنب يبقى الريقونسي يبقى الريقونسي يا جماعة هنا عدد اللفات في الثانية قالك انا عملت 600 لفة في الدقيقة يبقى 600 على 60 يبقى الريقونسي بتطلع عشرة يبقى الريقونسي بتنه والمغنيتك في الريقونسي بكام؟ والبي بالرقم ده طبعه علمت كثيرا مزبوطة الحمد لله خلاص طاعنا ما اجاب لي هيستيرة كلمة normal تبقى العاملها مزبوطة تعال عاوزة كوتش هو عايز 100 فينستنتينيس صح اه طالح ماهما ادنيني انجلي بقى 100 فينستنتينيس اللي هي نبيو سين ثيتا أميجا سين ثيتا تعالنا نعاوز بقى على طوله على البي هل الأن بكام الأن بكام الاري بكام 0.25 البي بكام 0.001 الأميجا الأميجا عمره ما يدى لك جيفن لانه امجا القنون هايلي انت حافظه 2 by F تعال نكتب بقى 2 by انا بعود على طول في القنون يا جماعة 2 by F 10 multiply sine cam 30 عشان مزبوطة يبقى 100 multiply 0.25 multiply 0.001 multiply 2 by في الفريكنسي multiply sine 30 equal cam 6.28 كلام جميل اللي بعده بيقولك ايه بيقولك ان قانونها نبوي اهو قانونها نبوي sine theta بيقولك بقى ايه which of the following statements doesn't correctly describe the the relationship okay relationship بتاع القانون هاي جماعة مش relationship مش التانية ها انا عارف يكون متخلفين السيتا يا جماعة السيتا مين فيهم مش الجمل انسه 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 مين غير ثانية ثانية becomes نبوي ثانية ايه ثانية ثانية هي الانجل بين البيتنى الانجل بين الANS من البيتج الانجل بين الهاتف العمنال Hidden App قد اعلم.. طيب في وصيف ان الثيتا هي الانجل بين الانجل بين الهاتف العالم ، الذاتيان ل screen renewal دائم التي اعتقد الاستشعر في هذا الجهاز فهذه كمان صحة أي اخير بعضيوز من الاتشوائزهاee اكيد ا constellations طيب تعال لحنت نرى �ärzt الثيتا هي الانجل بين الانجل بين الانجل بين الركتج الانجل بين الانجل بين ال leukeiens والنورمال resident فقط سؤال في ثلاث مطاليب يقولك ايفين هو ذات عندك دينامو ما له الدينمو ما له الدينمو عبدالله الان بوان هندرد الاريا بزيرو بوينت زيرو تونتي فايف ميتر خلاص بشي تتحول روتات 700 روتاتيشن برمينت تعال نجيب الفريكنسي على جنب يبقى الفريكنسي عدد اللفات في الثانية يبقى 700 على 60 تطلع كم 700 على 60 يا عبدالله 700 على 60 طلقت لي الرقم الغريب ده هنسيبها زي ما هي ماتش هنعملها طيب وبعدين بيقولك المجنيتك فيلد بكذا يبقى ده البي ثان ديوز ديم اف وين تلات مطاليب وين ابقى بنو بنوب بي اللفات في الثانية يبقى الانجل ابقى . دست��가 العدوات بالنق distinguish هو بداء الانجل ابقى الانجل واطفالد مكان الانجل ابقى . من الب هنجل ابقى من کلمه زي ما هو ديوان الانجل بلا ما هو دائره jo birange between the strokes ndip co is 0 لا بقتع اخ Loch freshman in the Argentina jo peng 비 mik co ang fに Çünkü mif mau tab ou ni na, b omega sinon сeta وهو seinen أقدم بكام ب~~90 صح ؟ Да, خلالك نكتبها مذيء بكام بانتراه الأرياء بتبيع بكام 0.025 البي بكام بالـ father الأمجة 2π في الهدف الأمجة تبارى الخصور Mondi الأمجة 2π حالة İ 476 بكام 700 pública الاستخ�적 on 70 przed الآking ليس خلالك يبقى 100 ai? 025 ψ 0.3 2 5 في الهدف اللي هو كام 700 على مش عارف كام طلقت لي هي طالت يا جماعة 54.9 اللي هي 55 المطلوب اللي بعد وزا افكتف الافكتف متحورش الافكتف بتساوي ام افماكس الافكتف يا جماعة ملاجر قانون واحد بس ماكسموم سين فورتي فايف الماكسموم بكام خلي بالك ان انتك بتاع في المطلوب الابلودة الماكسموم أصلا لان الانجل كان بكام بس لما الانجل تبقى 90 تبقى الابلودة الماكسموم اه فانتكبت الماكسموم 55 صح يبقى 55 ملتبلاي سين 45 equal يبقى 55 ملتبلاي سين طلقت لي 38.8 اهي كلام جميل جدا اللي بعده بيقول لك ايه بيقول لك يا ترى حجمه و Jun حجم جدا و و حجم جدا و و تم اح Gir نحن بديك غلي و سين هو جميع إذا ترى اليمف تبقى بكام بمطالبساطة مشانعرف يا عبدالله أن ايمف نستنتينيوس عبارة عن ايمف ماكس ساين ثيتا آه ليه ساين ثيرتي آه ساين ثيرتي على الآلة بكام بنص يبقى إذن ايمف نستنتينيوس نص ايمف ماكسموم بس نص ايمف ماكسموم بس نص ايمف ماكسموم شوز بيه سهلا فاش حاجة السؤال اللي بعده بيقولك إيه إذن ايمف ماكسموم يعني خلي بقى لك إذن ايمف ماكسموم وهي ايمف ماكسموم وكتب لك إيمف ماكسموم بميه وكتب لك إيمف ماكسموم By 100V يبقى إيمف ماكسموم بوناهندرد فولت الحمدلله ماشي When the frequency of the dynama was F ماشي يبقى إيمف ماكسموم بميه وفيكوينسي اسمه حماسه And when the frequency increases by 25 خلي بالك قلناها مليون مرة النوتة دي. في فرق ما بين increase the 2 و increase the boy. increase the 2 يعني زاد الى 25. يعني frequency بقى 25. لكن increase the boy 25 يعني زاد ب 25. يعني تشوف هو كام كام وتجمع عليه كام 25. هو كان F. increase the boy 25 يعني frequency دلوقتي يبقى F plus 25. فساعتها increase the two 150. زادت إلى 150. يبقى المف بكام. increase the 2 يعني زاد إلى 150 يبقى المف بكام نو. increase the 2 يعني زاد إلى 150 يبقى المف باقى 150 خلاص. عايز F بكام. طب خلاص. هي ايه يا جماعة العلاقة من المف و بالله العظيم العلاقة direct. ليه? القانون اصلى يا جماعة كله direct. مش هتعرف أن المف maximum. ايه? قال نابوي? N. A. B. فك الأميجة وحط 2B F. فهتلاقي العلاقة يعني اقدر اقول يعني ايه الى علاقة يعني اقدر اقول امف ماكسموم 1 على امف ماكسموم 2 equal Frequency 1 على Frequency 2 تعال نعوض يلا باللون الازرق يلا اهو السهمهم تعال نعوض بقى امف ماكسموم 1 بكام ب100 امف ماكسموم 2 بكام ب150 الفريكونس الاولين اسمه ايه اسمه F الفريكونس التاني اسمه ايه 25 plus F او F plus 25 Shift Sol تجيبلي الف فتطلع Shift Sol فتطلع الف بكام يا كوتش تطلعلك الف ب50 كلام جميل جدا 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 اللي بعده Graph تعود مباشر تقريبا يلا نحل تعود مباشر يا عبدالله في السريع يلا احنا لسه بنسخن سؤال 21 وبنسخن لسه 142 سؤال يلا خش يا كوتش امف هم بديني علاقه من ايه و ايه بس عشان نقرأ كتاب بسرعة ماكسموم يبقى نكتب قانون امف ماكسموم نبوي N A B فكل اميجا فكل اميجا فكل اميجا فكل اميجا خطها اميجا وبعدين نشوف الجيفن يلا تعالنا بس نطلع الجيفن من الرسمة الاول هم بدين امف ماكسموم صح او امف ماكسموم هي خد اي رقم 150 مثلا يبقى امف ماكسموم باو 50 equal مديني مين هناك ال N ال N بتاعتها بكام ب30 تعال بان شوف ايه الجيفن من الكلام يلا انسا ديناموس كويل number of thernes ماشي if the angular speed اه ده مديني الاميجا يا ابن الله مديني الاميجا بكام بكام يهو بون هندرد راد برساكند بص انا وردتي اليوم عش اتاكد ان هي اميجا ماشي بون هندرد يبقى الاميجا دي بون هندرد طب قول ايه ال B بقى فين بقى بيقولك ال B ب 0.4 اصلا ماشي انا مستش مكان طب خلاص نكتب ال B نحية دي هه ال B ب 0.4 طب ال area عايزين ال area ماشي خلاص عوض يا كوتش وتعوض مباشر وعمل shift solve 150 30 multiply ال area اللي احنا عايزينها multiply 100 multiply 0.4 طلقت لي الرقم 0.125 اللي هو choice D اللي بعده من غير ما ننزل يعني هي كده حلوة هي يلا بيقولك ايه بيقولك the coil of an ACD rotates about longitudinal axis at the angular speed of الرقم ده يبقى عندي الأوميجا ماشي ثم الفريكنسي ايه هابل ده مش الأوميجا بتساوي 2BF بدأت تعوض مباشر الأوميجا 377.2 اهي equal 2B في الفريكنسي شفت solve هات الفريكنسي شفت solve هات الفريكنسي مش مستهلة اصلا يعني خلاص يا جماعة فهميني جماعة بعمل ايه على 2B طبعا البي هنا دي جماعة باي عادية خالص محدش يفكر يقول لي عبدالله ليه البي دي مش 180 البي جماعة بتققى 180 فين في الانجل بس خلاص يبطلقات لي 60 فين 60 60 هرتز اللي بعده بنسخن شفت كل ده بنسخن الله لازم المسائل لسه مصابتش اصلا يا جماعة دينامو مش صعبة اصلا دينامو مؤسسن في اللولاند خل شاكتش بيقولك ايه بيقولك المرادين اللي بديلك relation between الانجل 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 يبقى دي IMF انستنتينيوس عادية طالما بقى ما الانجل المهم الانجل ثتا بين نورمال الانجل الانجل مزبوطة يعني الانجل اللي هنا دي انجل مزبوطة حلوة ماشي اعيز الانجل لو بصنا على الراس مجمع هتلاقي مديلك هنا مديلك IMF صح اه ماشي بس انا لازم اشوف اشوف وعرف الانجل بتاعتها بكام خش كده خش واغبط وينزل الانجل بتاعتها 45 ايه لما الانجل ب45 عبدالله بتقوليني اسمها IMF ايه 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 يبقى اذا الجيفن اللي هو من دولي ده يا جماع ايه وانا حافظ ان الـ ملاشر قانون واحد بس عشان ما تحورش على نفسك الافكتف قانونه ايه عبدالله IMF maximum sin 45 جدع الافكتف هو من دولك بكام بعشرة الماكسموم عايزين هان صح اه sin 45 هو اصلا لك ايه بس كده يلا يا معلم تطلع لك كام تطلع لك تطلع لك تطلع لك تن روت 2 ايه تن روت 2 ايه 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 بيقول لك ايه 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 ديناموز كايل الف 100 turn يبقى دي الان الان ب100 turn و الاريا مش عارف بقى ايه بس سنتيمتر سكوار لازم نحولها ملتبلاي 10 باور نيجاتف 4 عشان سنتيمتر سكوار روتاتس ايه 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 يبقى الperiodic time ب 0.8 اقسم باللم هفكر الperiodic time يجب منه frequency وان على الperiodic time على طول يعني وان على 0.8 وان على 0.8 وان على 0.8 تطلع كم وان على 0.8 يبقى الfrequency بكم يا عبدالله ب 1.25 هرتز حلو وده ال given اللي انا المفروض اشتغل بيه يبقى اذا هو قددني الperiodic time طب انا عرفت انها periodic time منين عشان قال لي one revolution حلو يبقى اذا جبت منه frequency وخلاص ماشي بعدين and the average اه تقرى السؤال كلمة كلمة عشان ما تطلعش جفن غلط the average induced the electromagnetic force became during the group cycle the average during the group cycle from zero position by 0.4 volt then the magnetic flux dynasty عايز ال b طعب بص باكك صالب علينا والله انت ممكن الامة تشتغل بالقانون بتاع الربع لفة لامة تشتغل ب general rule انا هنحلها بالاثنين الاول نشتغل بالقانون بتاع الربع لفة عشان قلتلك احفظه عشان هو اصلا بيجي كتير الف average في الربع لفة الف الربع لفة الف الربع لفة كان قانونها ايه 2 على buy emf maximum صح اه المف average اصلا بكام المفرج هم ادالك 0.4 يا جماعة 0.4 بيساوي 2 على buy ده رقم ما لكش دعوة بي emf maximum بتتفك ايه الف maximum اصلا قانونها نبوي n a b اوميجا فك الاميجا 2 بي f حلو تعالوا نعود تانية تحتها باللون الازرق يبقى 0.4 بتساوي 2 على buy رقم ما لكش دعوة بي ال n بكام بمية ال area بكام 25 اه سوري ال area بمتين ال area بمتين بس اللي هي تحويلة ال area بمتين بس ملتبلاي 10 باور negative 4 حلو ملتبلاي ال b عايزينها ملتبلاي 2 باي في الفريقونسي الفريقونسي اللي هوب كام يبني 1.25 خلاص يا جماعة فاهمين طبعا الكلام ايه مفقوش ايه حاجه هنحله هو بسرعه عشان ايه الناس اللي بتحبين اطلع الارقام وانا هطلعها لك عشان اراج المحترم ملتبلاي 10 باور negative 4 ملتبلاي 2 باي وهدي الفريقونسي اللي هوب كام 1.25 طلعت يا كوتش طلعت 0.04 ايه خلاص طيب عايزين بقى يا عبدالله نحل بالايه بالجنرال الرول بتاع الافريج بس متنساش عشان اهمسح هه منساش الان فريقونسي 1.25 اهمسح تعال بقى الجنرال الرول بتاع ايه الجنرال الرول بتاع الافريج الجنرال الرول بتاع الافريج اصلا يا عبدالله كان ايه كان اليمف افريج بتساوي n multiply mf maximum على 2 باي multiply sin theta 1 minus sin theta 2 بس مش عايزك تنسى حاجات مهمة جدا ايه هي ان الان مقلوب الرشي و ان theta 1 و theta 2 انجل عادية جدا ما بين البي والكويل و ان theta 2 هي theta 1 زيادة اللي اللف بيها ما تنساش النوتس دي تعال نعوض الافريج بزيرو بوينت فور الان هو قالك قد ايه روبع لفة روبع لفة يبقى الان باربعة ما هي مقلوب الرشي ماشي mf maximum نابوي صح؟ اه تفكر اللي نابوي دي تفكر اللي mf maximum دي نابوي الان تعال نعوض على طول بقى هي n نابوي صح n a b فك الامجا 2 by f ده القانون هنعوض تحت بقى وطول يلا بالورنج الان بكام؟ النمبر افترنس بمية الاريا بكام؟ 200 multiply 10 power negative 4 البي عايز انها multiply 2 by الفريكونسي كان كام لو انت فاكر 1.25 على 2 by امين multiply لسه في انجلاتها sin theta 1 minus sin theta 2 تعال نفكر في الانجل مع بعض هو قالك ان انا بدك من ايه وضع قالك starting from zero position zero position يا جماعة معنى كده ان انا بربندكلر position zero position ده قلتلك في الحصة تبقى لك في الملزمة ان zero يعني normal position يبقى الانجل بكام؟ عادية 90 الانجل عادية الانجل عادية ولفت ربع لفة ومشهو قالك ان انا لفت ربع لفة ربع لفة يبقى كم ديجري؟ 90 ديجري بس بس هي سيتا 1 زادل اللف بيها يبقى هي سيتا 1 كانت 90 وانا لفت 90 يبقى كلها بقت كام؟ 180 خلاص؟ كانت 90 وانا لفت كمان ربع لفة يعني كمان 90 كلها بقت كام؟ 180 لان سيتا 1 الانجل عادية زادل اللف بيها الانجل عادية بقى 180 خط كلها على الوان من shift surf تطلع لك بردو البيب 0.04 كلام جميل اللي بعده؟ سؤال 25 في مطلوبين ماشي يلا مديلك ايا كوتش مديلك الدينامو سكايل ومديلك الاريا بتاعته بالرقم ده كلام جميل بقى ده الاريا ومش هتتحول عشان بالمتر وده الان 70 turns rotates with speed of لازم بقى بص 3600 cycle per minute اوه cycle per minute اوكس المريب ده الفريكونسي بس الفريكونسي عبدالله عدد اللفات في الثانية يبقى اذا نعمل 3600 على 60 لاننا عايز عدد اللفات في الثانية هو مديني عدد اللفات في الدقيقة خلاص 3600 على 60 تطلع 60 خلاص يبقى ده الريكونسي بستين هرتز كلام جميل وبعدين وقالك الى magnetic field of يبقى ده كلام جميل 0.5 F starts its motion from the plane perpendicular to the magnetic field وده عادي جدا ده الوضع الطبيعي لاننا ببدأ من الـ أو 0 اول حاجة عايزة الراجل يمي في ماكسموم طب يلا اعود بقى على طول يمي في ماكسموم قانونها ايه يمي في ماكسموم قانونها نبوي انا عمل اكتب لك القانونها عشان تحول تفاوزها معايا اعود بقى عبدالله بالورنج يمي في ماكسموم عايزنا امين الان بكمية الان بسبعين الان بسبعين الان بسبعين ايه خلاص بقى واكتب يلا الان بسبعين multiply الاري عندك فوق four multiply ten power negative two البي عندك بنص الامجا فكها two by f two by والفريكونسي بستين حطهم على الالة يا كوتش تطلع سبعين ستين four multiply four multiply ten power negative two ودي ودي نص ودي two by هوبا على الالة طلعت five hundred twenty eight ايشتو؟ اللي بعدها عايز المف after one over seven hundred twenty second آه عايز ام اف وما يديلي تايم اول مراجل اللي يطلب من ساعة تاكيمف ويديلك تايم يبقى انت هتستخدم قانون المف instantaneous اللي هي بتساوي ام اف ماكسموم ساين سيتا هتستخدم قانون تركة بقى للسيتا ايه ابن اللعيبة 360 ft يبقى سيتا بتساوي ايه؟ 360 ft اول ما يطلب ام اف ويديلك time او يطلب time ويديلك ام اف يبقى على طول تركة سيتا لازم تستخدمها 360 ft يبقى سيتا بتساوي 360 ده رقم الفريكونسي اصلا ب60 الTIME بكام هو يلهلك 1 على 720 يبقى 1 على 720 هبقى تطلع لي السيتا بعد اذنك يا عبدالله يبقى 360 multiply 60 1 على 720 طلعتلي 30 ديجري 30 ديجري خلاص دي جميلة قوي اعود بقى خلاص مظبوطه يبقى 100 في الستنتين السيلي احنا عايزينها بتساوي يبقى الماكسموم احنا دستا بتطلعنا فوق الماكسموم 725 مرحب 528 528 sign 30 تطلع لك 528 multiply sign 30 264 اهي كلام جميل جدا اللي بعده يلا برضو 3 مطاليب لا ولا مطلوبين مطلوبين عادي خش ديناموس كويل دي الان 420 تورنس ودي الاريا ومش هتتحول عشان بالميتر ماشي rotate magnetic flux كلام جميل the coil is starting its rotation from brebindicler when the plane of the coil ماشي عادي يعني الوضع الطبيعي ركز بقى حشان الجيفن الجاي انا سكت اهو ركز بقى ركز بقى and reached to the maximum induced EMF reached to the maximum induced EMF after time 1-200 seconds ايه الTIME ده بقى عبد الله بقى ده الTIME to reach maximum value الTIME to reach maximum value كان ليه نوتة واحدة بس صفحة القوانين تحت على اليمين تحت الربع اللي تحت على اليمين التركة اللي تحت فاكر ريسطة ريشو وستا مع time وستا وانا 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 اللي تحتها بقى كان في قانون بيقولك ان periodic time بيساوي for multiply time to reach maximum value ده القانون دي التركة الوحيدة اللي فيها time maximum value خلاص يبقى اذا نقدر اجيب ال periodic time اللي هو for multiply time الوصول maximum value بكام 1 على 200 هو ايه لكن انا وصلت الى maximum value بعد ال time ده يبقى وصلت ال maximum value بعد ال time ده يبقى ال periodic time بكام for multiply 1 على 200 يطلع لك ال periodic time 1 على 50 طب احنا عايزين بقى ال frequency صح ال periodic time بجيب منه frequency frequency 1 على periodic time يعني 1 على 1 على 50 يطلع لك ال frequency بكام 50 هرتز الله جبت ال frequency الحمد لله طيب تعال بقى نشوف اول مطلوب ايه اخلي بالك انا جبت ال given ده جبت ال given ده لان انا جلقيتك فيه جفن غريب فانا لازم اجيب منه ايه الحاجة اللي اعرف اجيبها النقطة بتاعته يبقى الجفن الغريب نوته جبت منها frequency وتعال بقى نشتغل يالا اول حاجة رجل لازم ايمي في ماكسموم يالا اليمي في ماكسموم يالا اليمي في ماكسموم نابوي n a b اوميجا فك الاميجا 2 باي f عشان ننجز عوض امي في ماكسموم ال n بكم يبني 420 ال aria بكم يبني 3 multiply 2 3 multiply 10 power negative 3 3 multiply 10 ال b بكم يبني بنص multiply 2 by ال frequency بكم يبني بخمسين حطوهم على الالة 420 multiply 3 multiply 10 power negative 3 multiply نص multiply 2 by في ال frequency اللي هو بخمسين طلعتلي على الالة 100 اه 198 حلو اوي المطلوب التاني بقى the time of reaching half the maximum اوبا عايز time ومديني time عايز time ومديني time نوت واحدة بس a z1 z2 equal t1 ده انا كاتب لك تحتها ده النوت دي انا كاتب لك تحتها باللون الاحمر لو عايز time ومديني time عايز time ومديني time عايز time ومديني time يبقى sita1 على s2 equal t1 على t2 عوض يا كوتش عوض يلا اهو sita1 بكم يوهو خلي بالك هو بيقولك ايه ان ال time الاولاني ده هو مش ده time الاولاني الجيفن ام 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 يبقى t1 بالرقم ده حطه 1 على 200 t2 انا عايزينه هلنشوف الانجلات بقى ال time ده the time needed to reach the maximum value ها هو لك وصولة maximum هي الانجل بتاعت الماكسموم كام؟ 90 عايز time بتاعه نص الماكسموم وده كانت انجل مكتوبة كان لازم تحفظها جنب القانون ده بالزبط في النوت في النوتس فوق اه ال time sorry الانجل بتاعت نص الماكسموم value ب30 لان sign 30 بهاف اوكي الانجل بتاعت نص الماكسموم value كام؟ ب30 اتفضل بقى اعمل shift solve تفهمين يا جماعة؟ اعتقد الموضوع بسيط اقسم بالله مفوش اي حاجة multiply انا بقى اعمل cross multiplication انت عمله shift solve انت حر طلقت لي 1 على 600 seconds اللي هو choice b فيهمنا يا جماعة؟ فهذا سؤال لزيز و بي راجع لك على النوتس اللي بعده يلا سؤال 27 لسه اسخل معايا مثل scientific idea of simple generator الدينامو يا جماعة الدينامو بتاعته ايه؟ electro magnetic induction choice b اللي بعده يلا مسألة فيها مطلوبات خش بيقول لك ايه؟ بيقول لك عندك دينامو ال N بتاعته 800 ال area بتاعته 7 على 11 multiply 2 خلاص بس بالمتر مش هنحولها يعني كان المزبوط it moves in a uniform magnetic field of flux density يبقى دي ال b ماشي if the maximum induced electromotive force it can generated is يبقى هو منديك دي ال mf ايه يا جماعة mf maximum ولازم تقرر السؤال كويسة اللي يرضى عليك يبقى mf maximum بكم؟ ب 48 الراجل عايز من سيادتك ايه؟ عايز ال frequency طب يلا ال mf maximum قنونها ايه؟ نبوي n a b omega فك الأومجا 2 by f عوض في السريع وينجز mf maximum ب 48 n بكم؟ 800 area بكم؟ 7 على 11 multiply 10 power negative 2 b بكم؟ 0.03 multiply 2 by ال frequency هو عايزه شفت solveat frequency يلا يا كوتش على الالة يبقى 48 over 800 multiply 7 على 11 multiply 10 power negative 2 multiply 0.03 multiply 2 by هبه طلعت لك على الالة 50 50 كلام موزون اللي بعده المطلوب التاني بيقول لك ايه؟ the value of the maximum the value of the maximum induced mf عايز maximum induced mf when the periodic time becomes 0.01 اه هنا الراجل غير ال periodic time يبقى الراجل هيغير frequency طالما ال periodic time تغير يبقى ال frequency تغير يبقى ال maximum تغيرت طب خلاص هو مديد ال periodic time الجديد بكذا خلاص اللي لازم نجيب ال frequency الجديد 1 على 0.01 مش هتعرف ان ال frequency 1 على ال periodic time؟ اه هاتي ال frequency تغيرت بمية الجديدة طالما جبت ال frequency الجديدة طالما انا عوض يلا اللي مف مكسيم القانون هاي؟ نابوي نابوميجا نابوميجا فك الامجا 2 by f عشان ننجز يلا الاركام نفسه هي ال N بيت هندرد ال area 7 على 11 ملتوبلاي 10 باور نيجاتف 2 ولا 3 ملتوبلاي 10 باور نيجاتف ملتوبلاي 10 باور نيجاتف كامل ال beep كامياء ب 0.03 ملتوبلاي 2 باي ال frequency بقى بكام المرة دي بقى بمية بس هتليمي في انديوز الجديدة بقى كوتش هتليمي في انديوز الجديدة تطلع لك كام تطلع لك تطلع لك الرقم ده 96 كلام جميل جدا 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 السؤال اللي بعده سؤال 29 ده في مطارب كتير قوي سؤال 29 ده يلا جماعة يلا 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 جماعة محدش كاروت الواجب محدش كاروت اي سؤال عشان الدنمو يسبط عشان قوانينه كتير بس هيو الراسل قوانينه كتير يلا يلا اقوال اي سي دينمو ديمشنز 5 سنتيمتر و 10 سنتيمتر نجيب الاريا على جنب يلا يبقى الاريا 5 ملتوبلاي 10 يعني 50 ملتوبلاي 10 بقى ر نيكاتف 4 ليه عبدالله نيكاتف 4 عشان سنتي و سنتي 5 10 بقى 50 بس ملتوبلاي 10 بقى ر نيكاتف 4 عشان سنتي و سنتي ساتجي تقاتز بلين و ساكويل و سبربين ديكلر ده عادي يعني بيقولك انه باده من الوضع الطبيعي ريت اوفروتاشن بيقولك النمبر اوفروتاشن زي يعني يعني الفريكونسي الف سايكل بس بير منت يبقى الفريكونسي يا جماعة الف بير منت يعني الف على كم؟ منتسبة هاي مهي حتى مش هنحولها او مش هنجب الرجل لايس ايه الافرجة الانديوزي الكترومتف فورس في ربع لفة طيب خلاص يالله الف افرج في ربع لفة اشتغل بقى بيقولك انت حافظه اسهل اسرع يعني الف افرج في ربع سايكل خلي بقى لك ان القوانين بتاع الافرجة في ربع لفة اللي يتوع علي بي في ماكسمم او في 3 ربع لفة اللي يتوع علي ثري باي في ماكسمم دي مظبوطة طالما الراجل بادئ الحركة من البرمينيكل الربوزيشن وهو فعلا هنا بادئ الحركة من البرمينيكل الربوزيشن ينفع استخدامه عادي لو طو على باي في ام اف ماكسموم عوض يبقى بتساوي طو على باي ام اف ماكسموم دي ليه قانونها ايه نابوي صح ان اي بي اوميجا فك الاميجا تو باي اف عوض الان بكمية من هناك الان بربع مئة وعشرين ملتبلاي الاريا 50 ملتبلاي 10 بار نيجا تو باي الفريكنسي نزله زي ما هو كده وخلاص حطهم على الالة 1000 على 60 يبقى التو على باي ملتبلاي ملتبلاي 420 ملتبلاي 50 ملتبلاي 10 بار نيجا تو باي ملتبلاي 0.4 و 2 باي في الفريكنسي اللي هو ابو كام 1000 على 60 طلعت لك 56 المطلوب اللي بعده the induced electromotor force in each of the following positions دا في كذا position كمان ماشي افضل رجع لفة from first position يبقى يمف instantaneous بقى المرة دي طالما ما بديني بقى inducing مف عادية يبقى ديني instantaneous ال instantaneous يجمعها بتسوي مف ماكسموم صح sin طب يلا تعالى نعوض مف ماكسموم القنونها نبوي 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 جمعها n a b omega وفك omega 2 by f يلا ال n بكام 420 area 50 multiply 10 bar negative 4 b by 0.4 multiply omega 2 by 2 by frequency بكام 1000 على 60 صح multiply sine هوا لك لفة رو بعلفة رو بعلفة رو بعلفة دي كم دجري 90 خلاص sine 90 اوكي تطلع لك بكام بقى طلعت لي ب 88 فين 88 اهي المطلوب اللي بعده after 150 of the position خلي بالك دي اسمها angle of rotation صح ال angle of rotation يبقى قدر اقول in the name of instantaneous equal mf max sine 150 خلي بالك يا كوتش ان المطلوب اللي فوق اللي انت جبته دي اسمها كان mf max صح والله غلط اه طبعا ليه لانت حطيت sine 90 sine 90 لما الانجل تقوم ب90 تقوم بمف انديوز دي بالمكسمم value يبقى اذا mf maximum بكام بنفس الرقم اللي انت جبته فوق 88 يبقى 88 sine 150 تطلع لك كام 44 اللي هو choice b خلصانا اللي بعد في مطلوب تاني خلاص خلاص السؤال اللي بعد في ثلاث مطاليب يلا يا جماعة طبعا انتوا زمنكم طبعا وانتوا بتحيلوا الواجب عملين تدعوا علي عشان تركوا الواجب 142 سؤال يعني 142 سؤال وطبعا كل سؤال في مطلوبين ثلاثة فانت طبعا ايه زمنك عملت ولول دلوقتي وتدعوا عليها بس تدير مصلحتك اخصم بالله يلا يا كوتش منديك الكويل ومنديك النمبر بتاعته بمية والاريا بتاعته بزيرو بون ثلاثة اول حاجة رجالة عايزها الانجل الفلوسي اللي هي الامجا خلاص عوض في خانون الف ماكسمم وتعود مباشر الف ماكسمم عبدالله خانونها ايه نبوي ما تفكهاش بعشان هو عزي الامجا نفسها الف ماكسمم الف ماكسمم الان بكم يبني بمية الاريا بكم يبني بزيرو بون زيرو فايف البي بكم يبني بزيرو بون توان ملتوبلاي اومجا حطي الامجا بعد اذنك يلا على مية ملتوبلاي زيرو بون زيرو فايف ملتوبلاي زيرو بون توان هبه طلعت تلتمية واربع عشر اهي زي فريكنسي اوف زي مش عارف ايه طب ما الامجا بتساوي 2 باي اف يلا الفريكنسي لسه جابه سوري الامجا لسه جابه كام 314 equal 2 باي في الفريكنسي يبقى انسر على 2 باي طلعت لي 50 اللي بعده The average enthusiasm through quarter cycle from position of maximum value يلا ربع لفة اتفضل نشتغل بالقانوني F maximum المرة تعالى نشتغل العام بال general rule عشان نبقى بالنوع يعني مرة القانون العادي ومرة general rule عشان نشتغل ال general rule القانونه ايه n multiply aim F maximum على 2 باي multiply sin theta 1 minus sin theta 2 بس وانت بتعوض ما تنساش النوتس اللي احنا قلناها في الأفرج ايه اللي انا كتبه ده لم تنساش النوتس اللي احنا قلناه في الأفرج ايه هي ان ال n دي مقلوب ال ratio ون theta 2 ون theta 2 ون theta 2 هي theta 1 زي اللي يلف بيها طب تعال انا عوض يلا ال n بكامه هو قالك ربع لفة يبقى ال n باربعة المف maximum هو مدالك فوق 157 على 2 باي ما لكش دعو بي ترقم multiply يلا السينات بقى سين هو بدأ منين قالك starting from a cycle from the position of maximum value هو انت لما بتبقى بالماكسموم يا كوتش هو انت لما بتبقى بالماكسموم ده معناه ان الثيتاب كام ب90 ده معناه طالما الثيتاب ب90 ان الانجل ما بين البي والكويل باي بزيرو ان خلبي لك الدينامو الدينامو العاية عكس المنطقة صح؟ طالما ماكسموم فاليو ماكسموم فاليو يعني سيتاب 90 سيتاب 90 بانجل ما بين البي والكويل البي والكويل بي كان بزيرو يبقى سيتاب 1 بزيرو لانه قالك انا بادئ من الوضع ده مينس سين ربع لفة ربع لفة يبقى الانجل بكام ب90 بس خلي بالك ان السيتاب 2 هي سيتاب 1 زادة اللي اللفة بيها طب ما سيتاب 1 بزيرو زيرو بلاص نينتي بنينتي عادي shift solve بقى على الالة تطلع كام تطلع كام تطلع 100 volt d 100 كلام جميل السؤال اللي بعد ولا في مطلوب تاني لا خلاص كامل يلا السؤال اللي بعد 31 بيقولك نقط transfer the current from the coil to external circuit الحاجة اللي بتجد الكهرباء من الكل external circuit مكتوب في اول صفحة في الدينامو two brushes transfer the electricity from the coil to external circuit choice A اللي بعد بيقولك ايا كوتش بيقولك ان عايز انهي graph الجرافات دي يعبر عن ال induced current هي طبعا ال induced current كرسمة ماشي starting اهم حاجة عندي بقى بدء من اين بص قالك starting from the position at which the plane of the coil is parallel to the magnetic field يعني بيقولك ان ال coil parallel magnetic field ال coil parallel magnetic field يبقى ال set up كام ب90 جدعا احنا بقى دينامو اكس المنطق يبقى ال set up كام يبقى هنا يا جماعة هنا ال set up 90 ال set up 90 يبقى ال imf induced بال maximum value يبقى current induced بال maximum value يبقى انا عايز الرسمة ال imf او current بدق بال maximum value هتلاقي رسمتين الحقيقة بدقين بال maximum value دي بدقى بال maximum value ودى بدقى بال maximum value طيب ايه الطبيعية هتختار ديه صح هتختار ديه ال try c ماشي امتي بقى اختار بيه لو انا مستخدم rectifier ااه النظر يا متخلف يا جماعة ال rectifier او كمولتل سبقى بتعمل ايه بتحول ال cr current الayuni directional current فلو انت حطت rectifiers هيبقى كل الفوق مفيش حاجة تنزل تحت لو انت حطت rectifiers كنت تختار ايه؟ بي يبقى بي ده لو هو قالك في السؤال ان انا حطت ايه؟ rectifiers أو commutators خلاص حولنا اليون يدركش current بس طبعا هنا ما قالشي يبقى ايزا choice c اللي بعده بيقول لك عندك دينة مبادئ من هذا الوضع عايز مني ايه يعني؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه فزاق اول بوت فولتج في الشكل ده 10 فولت ماشي عايز مني ايه بقى؟ هي ب 10 فولت when the dynamo's position was as in the figure زي ما انت شايف طبعا الفكر ده هنا كويل بارل للمجنيتك فيلد صح؟ اه لان المجنيتك فيلد يا جماعة ماشي من ال N لل S صح؟ فكده كويل بارل للمجنيتك فيلد خلاص؟ بارل الكويل بارل للفيلد يبقى سيته بكام؟ ب90 ماشي فقال لك هي ب 10 فولت بيقول لك بقى so it becomes negative 10 فولت اه لما الراجل يلف لما الراجل يلف قد ايه؟ لما الراجل يرف يلف انجل كام؟ بمنطقة البساطة يا جماعة هو انت كنت بتغير الفاليو من البوزاتف للنجل لما تلف 180 صح؟ لا اوه النعمة تاني فاكر ياس تجاد ولا انا كنت عملته لك 0 لما سيته ب0 كنت نقيم في 0 90 كانت ب1 180 0 270 كانت نجل 1 فانت كنت بتغير من البوزاتف للنجل فين؟ بوزاتف لو انت 90 سيدي بقى بوزاتف 10 طب علشان تبقى نيجاتف لازم تكون 270 هو بقى عايق ما هو مدقوة تختار 270 270 غلط هو عايزها يلف كام هي مش كانت 90 انا عايزها 270 يبقى لف كام 180 موضوع بسيط جدا يعني اقسم بالله صح؟ هي برالل برالل يبقى ثيتاب 90 ثيتاب 90 فهنيمف انديوزي بالماكسيم فاليوب 10 انا عايزها تبقى نيجاتف 10 يبقى لازم تبقى كام 270 يبقى لف كام ألف 180 ماشي اللي بعده من غير ما ننزل لتحت اللي بعدها كتش راجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانجلر فلوسي بـ 281 يبقى دير اوميجا برساكن تبقى مظبوطة يبقى دير اوميجا يبقى دير اوميجا يبقى دير اوميجا خلصانة ب120 بحس ان الانجلر فلوسي بحيث ان الماكسيمون فاليو بـ 480 يبقى دير اوميجا طب علقهم من اوميجا اكيد دايركت يبقى ديركت ان ايم امكسيمون 1 على ايم اف مكسيمون 2 بتساوي اوميجا 1 على اوميجا 2 عوض يسطى باللودن الاذرق يلا اهم ايم اف مكسيمون 1 بكامياء 120 ايم اف مكسيمون تو بكامياء ربو 180 اوميجا 1 بكامياء 281 هتلي اوميجا 2 بعد اذنك يلا شفت سولف بقى وكروسم التبليكيشن ايش حياتك ايوه ايوه انا طبعا نتبقى بعمل كروسم التبليكيشن عشان ايه ننجز يعني 1124 اي بيقولك ايه يا كوتش هه سؤال 35 بيقولك عندك دينامو ماشي الاريا بتاعتك 200 ماشي ايه سوري سوري ايه معلش يا جماعة متأسفين تحبت ولا ايه مش عارف يالا نكمل تاني بيقولك كول وهذه الان ماشي و الاريا بالرقم ده بس مترسكورة بشان تحول والمجنيتك فيلد والفريقونسي بيقولك انه 1800 سيكل برمانتي بقى الفريقونسي يا جماعة برساكند يعني 1800 على ستين 1800 على ستين تطلع تلاتين ماشي وده البي زين البي يكون البي 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 نورمال على البي يبقى سيدي بكام؟ بزيرو يبقى الانجل بكام؟ بني بني يبقى ايه في فداعته ايه يبقى ايه في ماكسموم طرح ما الانجل بنيه يبقى ايه الانجل بني امجا فك الامجا 2 باي ايه عشان ننجز يلا اعوض الان بكم يبني؟ الان ب 200 الاريا 6 ملتوبلاي 10 بور نكتف 2 البي ب 0.1 الامجا 2 باي والفريقونسي بكام اصلا ب30 خطوهم على القلب تطلع لك كام؟ تطلع لك كام؟ 6 ملتوبلاي 2 بور نكتف 2 ملتوبلاي 0.1 ملتوبلاي 2 باي والفريقونسي بكام ب30 خش تطلع 226 صح كده 2029 ماشي المطلوب اللي بعده The plane of the coil The plane of the coil is inclined by angle 60 to the direction of the field يعني الانجل ما بين الكويل والبي 6 تبقى السيطة بتاعتي بكام؟ 30 يبقى الامف الانستنتينيس بقى عادية خالص equal امف ماكسموم قانون امف ماكسموم sin سيتا تعال نعوض يلا اللي انت كبتها فوق ليس دي امف ماكسموم اصلا با 226 0.29 ملتوبلاي هو قال لك كام؟ الانجل ما بين البي والكويل بال6 تبقى السيطة ب30 حطها على القلب تطلع لك تطلع لك 113 113.15 خلاص الانجل ايه ماشي السؤال او المطلوب اللي بعده خلي بالك السؤال ده يا جماعة سؤال 35 ده فيه تقريبا ست مطاليب فطول بالك علينا بقى المطلوب اللي بعده عايز الافريج انديوز ديم اف تركز بقى هنا عايز الافريج يعني كل المطالب اللي جادي افريج بدربك ماشي سترك وارترا سايكل من البربنديكلا ربوزيشن من البربنديكلا ربوزيشن يبدأ استخدم قوانين الافريج بتاعت الربع والنص لفة اللي انت حافظها عشان اسرع خلاص طالما بدء من البربنديكلا ربوزيشن يبقى يمف افريج بتاعت الربع لفة قانونها ايه طو على باي امف ماكس اسرع من الجنرال رول يعني ماشي يبقى طو على باي الامف ماكس ما كنت متلاحب كم كنت متلاحب 226.29 بس تطلع كم بقى تطلع كم ثواني يبقى طو على باي ملتب لاي تطلع 144 اشتر اللي بعده خلي بالك ان الامف افريج في ربع ونص لفة كانوا زي بعض اه يعني برضى تطلع نفس الناتج ماشي وان كومبليس سايكل بزير وما تفكرش خلصانة اللي بعده بالراحة ثلاثة وثلاثة وثلاثة افزأ 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 أرد افزأ 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 ساي رقم ثابت افزأ 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 اف�� افزأ 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 الثاني مطلوب الانستنتينيوزد كارنت يبقى عايز الاي انستنتينيوز طب خلاص الاي انستنتينيوز ايقوال اي ماكس ساين ثيتا صح موضو الاي انستنتينيوز يبقى الاي انستنتينيوز ايقوال الاي ماكس دلسته جابه بفور تعال نشوف ساين تعال نشوف الانجل بقى بكم when the confined the angle between the direction of the velocity آآآ the direction of the coil velocity آآآ طب مالكويل ال velocity دي جماعة هي normal to the coil يعني ديتو بانجل مزبوطة ماشي بصيرتي خلاص يا بصين سيرتي خلاص يا جماعة لان احنا قلنا ان ال normal عالكويل اسمه direction of velocity بقى اذا الانجل بصيرتي عادي تطلعت وامبر ماشي السؤالي اللي بعده سيرتي سيفن برضو مطلوبين يلا بيقولك ايه بيقولك افزا ال effective value بتاع الكارنت برضو دي اي افكتف ماشي ما تفكرش بقى طب مال اي افكتف قانونها ايه عبدالله الاي افكتف equal اي ماكس سين سيتا الايفكتف اي ماكس الايفكتف بكام 3.535 الاي ماكس عايزينها ماشي سين 45 حلو حتلي اي ماكس حتلي اي ماكس يا يبقى 3.535 على سين 45 طلعت 5 يبقى اذا الماكس من 5 امبير خلي بالك تعال نشوف ايه ايه اصلا معنى والfrequency بخمسين ماشى زي instantaneous هو عايز ان instantaneous current ماشى طب ما نعرف ان الاي instantaneous equal i max sin theta صح خلي بالك يا جماعة انه هو طالما كده كده مدين الاي effective انت كده كده اي ماكس حتى لو مش طالبها لازم تجيبها ماشى لان الاي effective مالهوش قرون اصلا غري ماكس حلو جبنا الاي ماكس 5 وبعد نعرف ان الاي instantaneous when the angle when the coil makes an angle with the flux makes an angle 60 mix an angle 60 with the flux يعني الانجل ما بين البي والكويل ب6 ستبقى theta 30 خلاص يبقى درقل 5 multiply sine 30 اوكي يا جماعة فانا لازم الاول اجيب من الاي effective اجيب الماكسموم وبعدنا اجيب الان instantaneous الذي هو عايزه هو عايز لما الانجل ما بين البي والكويل ب6 ستبقى theta 30 يبقى 5 sine 30 ليه 2.5 المطلوب اللي بعده the instantaneous current after 1 over 200 خلاص مديني time اوه يبقى لازم اجيب الستة 360 ft وهو كده عايز instantaneous يعني الماكسموم sine مديني time يبقى اني تركة من تركات الستة ومن تركات الستة اربعة اني تركة اللي فيها time ليه 360 ft يبقى 360 frequency كان من الدولك بخمسين والtime بكام بمتين الطايم يا جماعة ب200 طلع بعد اذنك الستة يبقى 360 multiply 50 multiply وانا على 200 طلعت لي 1 طلعت لي كام طلعت 90 بكام بخمسة بخمسة خلصان موطل اما الانجل ب90 بكام بخمسة موطل اما الانجل ب90 بكام بخمسة 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 دا سؤال جميل وظريف ولطيف ولذيذ وكل حاجة وتحلف ثلاث ثواني الراجل عايز يا جماعة ratio between هو عايز بص او the ratio between induced electromagnetic force في position x على position y خلاص يبقى عايز mf instantaneous position x على mf instantaneous بص position y طيب خلي بالك انه ما قالك في السؤال ان كل حاجة ثابتة يعني هو نفس الكويل اصلا حلو يبقى اذا لما اقول يا جماعة نبوي سين ثيتا على نبوي سين ثيتا بالمنطقة ستجد علي كل شيء طارد معدد سيتا سابقى ترقى راحت مع نبوي معدد سين ثيتا pół meeting على هي سين ثيتا في position x أو حلو من الملك أنت فK وعند الفئات ما ديل انجل بين ال Rand الجrar الباصرت هه الانجل ما بين البي بال 30 بس أنا واستخدرش الانجل ما بين البي و الكون من صوية التبريطي الانجل ما بين البي بال 30 이상ي horas hesة البي بال 60 يبقى سيته بثيرتي يبقى أحط ساين ثيرتي اعمل ساين ثيرتي على ساين ثيرتي تطلع روت 2 أسوري روت 3 تطلع روت 3 اللي بعده دي ايم اف ماكسموم تعالى بحلها في السريع الراجل عايز النامبر افترنس اساسا طب يلا هو عايز النامبر افترنس احتها يا جماعة لا تحدش قول انت عرفت من هنا يعني طب يلا امف هدي امف ماكسموم؟ دي امف ماكسموم هو كتبها هو قانون هاي عبدالله الف ماكسم القانون هنبوي N, A, B, ω نفك الامجا بلا حاجة؟ اه نفك الامجا عشان أخذي Frequency يا جماعة هفك الامجا وحط ايه؟ هفك الامجا وحط To, By في Frequency يلا تعال نعود بالون الأزرق الف ماكسم نخذها بقى هي الرقم انا خدها ب800 مسلا الان نحن عايزنا دور بقى على الاريا الاريا في ان يبقى؟ اهي الاريا هي فور على باي خلاص يكتب فور على باي ملتب لاي البيب كم يبني؟ البيب 10 بار نكتف سري يا جماعة 10 بار نكتف سري فك الامجة 2 باي في الفريقونسي بقى انت خدت من مية يبقى لازم تاخد الفريقونسي بكام؟ بمية بس شفت صول بعد اذنك هاتلي number of turns تطلع كام؟ تطلع كام؟ هقولك اهو هتطلع لحظة واحدة 10 بار نكتف سري multiply 2 باي 100 سوري طلعت لي كام بقى عبدالله ب1000 1000 يا جماعة اللي هي 10 بار 3 10 بار 3 turn السؤال جميل اللي بعده في مطلوبين يلا السؤال الاربعين بقى كوتش بيقولك ايه؟ منذكر على الاقام المية في instantaneous و time بس تخلي بالك ان ال time ده بالميلي ساكند فمنساش انه هتحول ملتقى 10 بار نكتف سري لما تجيب تشتغل بيها طيب في الكلام هنا هل في given؟ بيقولك between the instantaneous and the time consists of area بيقولك turnips الاريات كام؟ ب 0.125 و number of turnips بتاعته بمتين يعني رجل المدينة او ال N اول حاجة ايه؟ اذا مجنيتك فلكس of the coil ماشي عايز ال B طيب تعال نشوف بقى تعال نشتغل بقى IMF من عبدالله من دولا عندي IMF 500 واحدة اسهل حاجة تشتغل بيها IMF ماكسمام ركز يام ركز يام متخلف عقليا اسه حاجة تشتغل بين IMF ماكسمام IMF ماكسمام بكام يوم؟ 30 طب يلا عشان خلونا سهل يا جماعة IMF ماكسم خلونا ايه؟ نابوي N A B F عشان تحلي بسرعة يلا IMF ماكسمام بكام؟ 30 30 ماشي ال N بكام؟ ال N جي في نها جماعة بمئتين ال Area بكام؟ 0.125 ال B عايزينها multiply 2 by Frequency خلا بلاك ان انت بقى Frequency مش عندك بس انت عارف ان Frequency كده كده 1 على ال Periodic Time يعني كده كده 1 على شوفي ال Periodic Time بكام؟ ال Periodic Time تجمع له زمن اللفة طب ما هيدي لفة؟ زمن اللفة كام ثانية؟ 20 ثانية يبقى 20 بس دي ملي ساكن يبقى multiply 10 power negative 3 خلاص يماعة يبقى لازم تجيب ال Frequency وانا على ال Periodic Time يعني وانا على 20 ملتبلاي 10 power negative 3 عشان تجيب الملي خلاص يبقى وانا على 20 ملتبلاي 10 power negative 3 بتطلع لي 50 يبقى Frequency 50 يبقى Frequency 50 احط ال Frequency هنا بعد اذنك هاتلي ال B بقى Shift Solve يبقى سرتي على انا بطبعنا جماعة بعملها A Mathematical اسرع سرتي على A وانا كدهو multiply 2 by في Frequency طلعتلي 3.8 multiply 10 power negative 3 choice C المطلوب اللي بعده When the plane of the coil makes angle 60 with direction of the magnetic field بسيطة بكام بثيرتي طب خلاص مش انت عارف عن MF instantaneous equal MF max صح MF max sin A sin Theta طب يلا المف maximum بكام اصلا المف maximum بثيرتي من الرسمة sin الانجل بكام هو قالك الانجل ما بين B والكويل ب6 تبقى Theta بثيرتي هو قالك الكويل والبي ب6 تبقى Theta بثيرتي يطلع لك 15 ايه دا مفيش 15 لما اخذ يا جماعة تطلع 15 خلاص ماشي 15 فولت كلام في منتهى الجمال ماشي اللي بعضه بيقولك when the angle between the plane of coil and direction of the magnetic flux 45 بس خلي بالك انا ماخدش الانجل ما بين B والكويل انا باخد الانجل ما بين B والنورمال على الكويل خلاص هو الانجل ما بين B والكويل ب45 يبقى الانجل ما بين B والنورمال على الكويل 90-45 برضه ب45 يبقى السيتا برضه ب45 الله لما الانجل تبقى 45 يبقى الانجل ما بين ايه effective يبقى اذا effective value ماشي اللي هي كام يعني فين effective ماشي ماشي في حاجة دي 45 ماشي يبقى الانجل ما بين يبقى الانجل ما بين يبقى الانجل ما بين اللي بعده مديك الان فوق خالص اهي لكن ما يبقى الانجل ما بين فكرة حلوة قوي 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 ومهمة جدا يلا مديك الان ب600 و الاريا ب25 بس سنتيمتر سكوير هتحولها ملتوبلاي 10 بور نيكاتف 4 عشان سنتيمتر سكوير بس و بيقولك بقى كلام ملوش اي لازمة خالص بالب والانجل ما بين فلوسطي اوميجا ومديك ايه بقى بص an induced a electromotive force is generated given by the relation مديك relation للامف هتهلي بره بقى عشان نتكلم عنها ال given يا جماعة بيقولك ان ال im if equal 12.5 multiply sign 100 pi t حلو لما الراجل يمعلمي يديلك given على صورة equation تعمل ايه تكتب ال equation اللي شبهها تحتها وتقارن اول ما الراجل يديلك given على صورة equation تعمل ايه تكتب الاكوشن اللي شبهها تحتها الاكوشن الوحيدة للدينامو اللي فيها ساين ثيتا ال imf instantaneous يبقى نقدر اقول ان ال imf instantaneous equal imf max imf max sine ثيتا تعالى بقى نقارن ال imf instantaneous هي دي يبقى ال imf maximum بكم يا كوتش؟ باثنشر ونص يبقى ده اول given ممكن اطلعه على جنب يبقى ساعتها ال imf maximum بكم يا عبدالله باثنشر ونص كامل الساين هي الساين يبقى السيتا بالرقم ده يبقى ثاني given ممكن اطلعه على جنب كده برده بلون مختلف ان السيتا بيتساوي 100 by t اه بس لو نعاس اشغل دماغي ايه قانون السيتا اللي فيه time ياه هو قانونه بس للسيتا اللي جواه time يا جماعة اللي هو ايه السيتا بتساوي omega t فاكروا ايه يبقى السيتا ممكن اشغل احط omega t فاكروا 100 by t اعوضت بقانون الامجا يعنى اه سوري اعوضت بقانون السيتا omega t طب مطلقائيا ايه اللي هيحصل هتلاقي تي راحت مع تي يبقى دلوقتي الامجا بتساوي يا جماعة يبقى دلوقتي الامجا بتساوي 100 by طب مش الامجا دي يا جماعة قانونها 2 by في الفريكنسي اه يبقى ان اكده ممكن اشير الامجا وحط مكانها ايه قانونها يعني 2 by في الفريكنسي يبقى 2 by في الفريكنسي يكوال ايه 100 by اوعه تطير by مع by عشان دل انت بتعملو دلوقتي حالا ايه ده وركز معا كده اللي يرضى عليك هي البي دي يا لا البي دي البي دي يا جماعة مش البي دي كانت given هنا يعنى كانت given جوه انجل اه يبقى البي دي ب180 فلما تيجي يا كوتش تعود عن البي دي تعود عنها ب180 لما تيجي تعود عن البي دي تعود عنها بكام ب180 ليه لانها كانت given اصلا باي جوه انجل باي جوه انجل ب180 فاقعد طير الباي مع الباي مش عايز غباوة الباي دي ب180 اوكي عشان جوه كانت جوه انجل لكن دي باي عادية بتاعتنا عادي خلص حلو احسب بقى الفريكنسي يطلع لك الفريكنسي بكام يا عبدالله يبقى 100 ملتبلاي 180 على 2 باي عادية خلص احسبها لي بعد اذنك تطلع كام لحظة حده جماعة لا سوري يا جماعة سوري 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 و اه دي ب180 صح؟ خلاص؟ و ما تساوش برضو معلش؟ و ما تساوش برضو ان باي دي كمان ب180 عشان سيت اقولها لك يبقى اذن الامجا بتساوي 100 باي طبعا انا ممكن نعود بها على طول بس انا كنت عايز اقول لك الفكرة بتاعت ان البي جوه السيت ايه؟ ب180 يبقى اذن البي دي انشاء نحط 180 والبي دي انشاء لون نحط 180 و نحسب ايه؟ البي دي كمان انشاء لون نحط 180 يا جماعة و نحسب الفريكنسي يطلع لك الفريكنسي بخمسين هرتز خلاص؟ خلاص تعال بقى نحف هو عايز ايه اصلا هو عايز البي طبعا بقى كان اممكن اصلا بدل الكلام اللي لاهبا لينا نحن الجده كله نعوض على طول هو عايز البي طب مش انتعرف ان الامجا اقرنا نباي امجا اعقب بقى خلاص يلا يلا الامجا ماكسموم بكم انت تطلعتها في الـ الان عندك فوق ب600 الاري عندك فوق بخمسة وعشرين ملتب ليتين بور نكتب فور اللي احنا عايزينها الامجا بقى بدل كل الهبل ده مش احنا كنا نجبنا من الاول يا جماعة ان الامجا بتسوي 100 باي اه خلاص شيل الامجا وحط 100 باي وخلاص يعني شيل الامجا دي وحط 100 باي بس خلاص باي عادية باي عادية خالص مفيهاش حاجة لان انت هنا مش كاتبها جوه انجل طالما مش كاتبها جوه انجل يبقى تلعها ايه باي عادية خالص طالما تطلع لك بقى البيب كام يلا 12 ونص طبعا انت هتعملش في تصولف ها 600 multiply 25 multiply 24 multiply 100 باي طلعتلي طلعتلي كده يا جماعة على الامجا بص عشان بس انت ايه عشان عارف فيه ناس بعافية في الماس طلعتلي بيب الرقم ده 0.0 20 7 يعني هتطلع 0.0 27 طيب عايزين بقى نجيب الكومة بعد 2 فالكومة تنطر رقمين عشان تجيب بعد 2 اللي هي 2.0 multiply 10 bar negative 2 اللي هو choice c ماشي اللي بعده تهجراف هم دهجراف ما بين الامف والفريكنسي تمام وعايز برضو الامف والفريكنسي ولكن في عالي حالة بقى انا بس عايزة اجيب التشويس كلاته قابينها يلا بص بيقولك ايه او او و فريكنسي او فريكنسي فريكنسي يا جماعة فو طيب فريكنسي كان اسم إيه فريكنسي عايز لما الفريكنسي يتسام لديهم اخطر اني رسمة انا اريد ان اتشغل مع ارد عليك اخلي بالك انه وقال لك انه لما كان اسمه F خلي بالك ان اركز مع ارد عليك ساح فاليم اف اصلا بكم ؟ ب 2 لما يزيد للدبل بجمع بالمنطق ليس لما فريكوني للدبل اليم ف انديوز يزيد للدبل اه طبعا لان اليم اف مكسمم اصلا دايره مع القانون كله يعني اليم اف مكسمم دايره مع الان و الابي والامجا و كله صح وبالتالي العلاقة ما من الام ف والفريكنسي ديريكت يبقى لما جهز الو يبقى لذيب الام ف كم تزيل الو تبقى كم هكاية توي تبقى فور ايه نفس الزed فيها فور ده وده وده يبقى هذا كده لم يكن ماشي بس خلي مالك برضا كوتش ان لما الفريكنسي تزيل الو لازم عدد اللفات النومبر الفريكنسي في نفس الوقت تزيل الو موه ايه هو الفريكنسي لماذا البريقونسي number of rotations per second؟ اه لما البريقونسي يزيد للدبل ده معناه number of rotations زر للدبل بس في نفس الوقت number of rotations زر للدبل بس في نفس الوقت طب هو الطيام هنا كان كام يوه الطيام كان 4 يبقى طالما الطيام هيفضل 4 زي ما ههم الدولي في الـ-choices الطي مهيفضل 4 ههو طالما الطيام هيفضل 4 لا الطيام استثنين طالما الطيام هيفضل 4 لازم عدد اللفات يزيد للدبل تاني لما الـ frequency doubled يبقى الـ number of rotations هيزيد للـ double بس في نفس الوقت هو الـ time كان 4 يبقى لو الـ time هيبضل 4 لازم عدد اللفات يزيد للـ double هنا كان الـ time كان لدينا معامل كم لفة هنا عمل لفة واحدة يبقى لازم يعمل لو الـ time برضو 4 seconds يبقى لازم يعمل كم لفة بقى لفتين عشان الـ frequency doubled فين بقى الشكل عمل لفتين ده عمل لفة واحدة برضو يبقى ده غلط طب ده بص اهو ادي لفة بص ادي لفة يبقى كده عمل لفتين يعني الـ frequency يزل الـ double في نفس الوقت يبدل الـ لان هنا اصلا الـ time ايه؟ اتغير خلي بالك ان كان ممكن كان ممكن يدي لك رسمة تانية صح ايه هي؟ كده بص يقول لك الـ i مفهزين للـ double يعني تبقى 4 ماشي؟ ماشي بس هرسم لك لفة واحدة طب ما دي غلط ليه؟ لو انا اديت لك تنكز بقى معايا لو انا اديت لك الـ time هنا يبقى برضو طبعا المسألة غلط او الرسمة غلط زي دي بالظبط ايوة الـ double بس الـ frequency فوض العدد اللفات لفة واحدة في نفس الوقت انا عايز الـ frequency double دي بقى عدد اللفات double حلو فكانت ممكن بقى رسمة ديتو بقى صح امتا لو انا خليت لك الـ time ده بـ 2 خد ثانيتين بس ليه بقى يا عبدالله لان هنا يا جماعة طرم الـ frequency زاد للـ double لازم عدد اللفات يزيد للـ double الـ number of rotation زي double بس الـ number of rotation زي double في نفس الوقت طب انا ممكن اخليلك الوقت هو اللي يقل اه ماهل لو الـ frequency زاد مرتين مش كده الـ periodic time يقل مرتين اقسم بالله صح لو الـ frequency زاد مرتين الـ periodic time يقل ايه مرتين فلو الـ periodic time هنا بـ 4 ممكن تخليني الـ periodic time بكام بـ 2 بس طبعا نييف هـ double يعني كده كده الـ emf هـ double ماناكش دعوه بيه انا بتكلم دلوقتي على حوار الـ frequency و الـ time والله لو انت سيبت الوقت زي ما هو زي الـ choice ده الوقت زي ما هو بـ 4 لفات بقى بـ 4 seconds الوقت زي ما هو بـ 4 seconds يبقى لازم الـ frequency زي الـ double يعني بدل ما هو لفة يبقى اثنين او تخليلي عدد اللفات زي ما هو لفة واحدة بس ترمى الـ frequency double يبقى لازم الـ periodic time إلى الـ الـ نص هو كان 4 ثواني يبقى كم ثانية يبقى ثانيتين يبقى اذا كانت ممكن لو لديك الـ choice ده كمان يبقى صح انه ياخد ثانيتين بس اللفة تاخد ثانيتين يعني الـ periodic time لالنص كلم جميل السؤال اللي بعده بيقولك ايه؟ بيقولك the opposite figure represents 4 rectangular shapes او areas يعني their number of thurnes and areas labeled يعني منديك الـ number of thurnes تحت كل واحدة فيهم ومنديك الـ area بتحت كل واحدة فيهم كمان عايز من فيهم يطلع اكبر inducing f او ترتيب بيقولك arrangement الترتيب بتاع الـ IMFات طب بالمنطقة بتاع الـ maximum inducing f يعني طب شو تعرف ان الـ IMF maximum قانونها النبوي N A B omega طيب خلاص يبقى إذن تعال ان اعود كده بسرعة طبعا هم تقريبا نفس الـ B اه نفس الـ B يبقى الـ B كده مش تفرق معي ركز معي كده نفس الـ B الماغنيات كفيلة التعام بكلهم زي بعض يبقى الـ B هي هي الـ omega ما جابلكش سريتها يبقى الفكرة N و A بس يبقى انا هعمل الـ N و A بتاعت كل واحدة فيهم ونشوف الإجابات طب بيننا الـ N بكام؟ بعشرة والـ Area بـ 2 يبقى 10 ملتبلاي 2 بـ 2N T N ملتبلاي A بـ 40 N ملتبلاي A بـ 30 اللي هي 30 فون طب هي 10 فون بتن بس خلاص رتب يا معلم أكبر واحدة B وبعدين C وبعدين A وبعدين D يبقى إذن B C A D يبقى تشويس C ماشي اللي بعته يلا كوتش بيقولك انها هزي راسي بتليمي في انديوز بس لما يبدأ ركز بها معي الانجل ما بين الـ B والكايل بـ 60 لما الانجل تبقى بين الـ B والكايل بـ 60 تبقى سيتا بـ 30 يعني انا عايز الرسمة للدينامو بادئ فيها والسيتا بكام؟ بـ 30 ساين 30 بكام؟ بنص يبقى انا عايز الرسمة اللي الدينامو يبدأ الحركة والـ E مف تبقى نص ليه عبدالله مشانا عارف ان الـ E مف listening equival- E مف ساين سيتا او سيتا بـ 30 يبقى ساين سيرتي يبقى قضرة اقول ان الـ انا عايز الرسمة الـ E مف listening هتبدأ بالفاليو اللي تبقى نص أني يا راسي ما بدأ بنص ً دي بدأ بـ 0 غلط دي أصلا ثابتة غلط دي بدقة بزيرو غلط دي بدقة بنص المكسيمم فاليو بص اهي هناك نص المكسيمم فاليو اه يعني يعني بدقة برقم وبعدين طلعت للمكسيمم ونزلت تاني يبقى نص المكسيمم فاليو وطلعت ونزلت وهكذا يبقى هو ده التشويس الصحيح اللي هو التشويس بيه عشته اللي بعده نفس المسألة اللي كانت فوق بتاعت الريليشن الجيفن يلا اسرع بقى شوية بما ان احنا شرحناها قبل كده يلا كان فيه بردو نكتب الريليشن الجيفن بيقولك ان الريليم ف equal 100 by multiply sine 100 بردو by t طلع بقى الجيفن في السريع بعد ازمن اول ما يديلك اكوشن الجيفن اكتب الاكوشن اللي شبهها تحتها الاكوشن اللي شبهها اللي هي بتاعت الانستنتينيوس عشان هي الوحدة اللي فيها ساين يبقى دروا نريم فانستنتينيوس equal ايم اف ماكس sine ثيتا طلع بقى وقارن يلا الافنستنتينيوس هي هي دي يبقى الماكسيمم بكام 100 باي بدي كده ايم اف ماكسيمم والسين هي السين يبقى الثيتا بالهبل ده يبقى دروا ان الثيتا بتساوي 100 باي t فك الثيتا للقنون اللي فيه time القنون الثيتا اللي فيه time اوميجا تي بتساوي 100 باي تي طيّر تي مع تي طيّر تي مع تي يبقى الاميجا بكام بون هندرد باي حلوة قوي دي كده الجفنز يا جماعة تعال بقى نشوف الراجل عايزة الراجل عايزة المجنيتك فلاكس اساسا اميجينتك فلاكس انا كاي قاعدت كيف ينقى الاميجا في ماكسمم صح؟ اه نكتب بقى قرونها نكتب قرونها يلا باللون الورنج نمش الاميجا في ماكسمم قرونها ايه ايه نبوي الن بي اوميجا خلصانة اعاود بقى يلا الف ماكسمم اصلن بكامل ف ماكسمم انحنا متخدنا بون هندرد باي صح؟ اه كتب بون هندرد باي عادي جدا الان بكام النمبر قفتر جيز بكام اهي الان يبقى 100 طبعا دي باي عادية جدا بس خلاص اتفضل يضا طبعا انت مواطف القنون الماكسما يا جماعة ماشي يبقى ازل 100 باي اوفر انا بعمل اوفر ها انت تعملش في تصولف عادي 100 باي تطلع لك 0.01 بص يا جماعة هتطلع كده ها هتطلع الفاي equal 0.01 اللي هي equal 1 multiple 10 power negative 2 اهي خلاص ماشي اللي بعده generator coil وي rotate ومن ديك الامجا هي الامجا هاي سوانين يلا 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 هبا دي الامجا والإنديوز ديمف بيين وعشرين يعني ايمف ماكس هو اي لك ايه maximum INDIوز ديمف وبعدين عايز الامجا تبقى بكام عشرين ايمف ماكسموم تبقى بروبواني وتبقى بيين ايمف ماكسموم 2 طيب هي اليمف ماكسموم والامجا مجمع مش direct اه طيب بقدر اقولين ايمف ماكسموم 1 على ايمف ماكسموم 2 انا حاس ان انا حللت السؤال ده قبل كده مش عارف ليه ايه قول اوميجا 1 على اوميجا 2 تقريبا حلته فوق تقريبا ده سؤال متكرر حل مش مشكلة ايمف ماكسموم 1 بكام يا كوتش مية وعشرين ايمف ماكسموم 2 بروبو مية وثمانين اوميجا 1 بتنو واحد وثمانين على اوميجا 2 اعمل cross multiplication تطلع كام لما تعمل cross multiplication يا معلم تطلع لك الاميجا ب1124 خلاص سؤال 47 خش على سؤال 48 بيقولك يا معلم بيقولك عندك دينامو ومديك الرسمة زي ما انت شايف يقولك يا جماعة سؤال 48 بيقول السابتك ايه بيقولك عندك figure بالمواظر ده بيقولك figure 2 ما له بقى figure 2 ده بتاع ايمف ايمف انديوزد ما عمين ما عمين ما عمين ليجعل السابة بالميلوس distance ان بيقولك اين هنا قوض الجال الابداء من الصب проч Instead of the Bar akutche الراجل بدئ الحركه من البرال فوزيشن على الرجل الاصاب 90 انا انت شايف في الف stronger ايه بي أمي الماضح مالهم بقى شو west的话 يعني هو عايز العلاقة او سوري هو عايز اني نقطة من دول تعبر عن كويل بربندكول على المغنيتك فيلد الكويل يا جماعة ركز معي يا الكويل بربندكول على المغنيتك فيلد معانا كده ان ثي تاب كام بزيرو معانا عكس المنطق ثي تاب زيرو بالإيمي في نيوز بزيرو فين هنا الإيمي في نيوز بزيرو في النقطة دي بان نقطة ثي خلصانا المطلوب اللي بعده المطلوب اللي بعده من 45 فولت لحد 22.5 فولت من 45 فولت من 22.5 فولت من المطلوب الحوار ده بقى صلي عن نبي على الصلاة والسلام هي 45 فولت دي بصلي كده في الجراف الخمسة واربين فولت اللي هي المف ماكسموم خلاص يبقى انا اذا ممكن اقول ان هو كده عايز المف انستنتينيوس مف ماكس سين سيتا صح؟ اه خلاص بك انه عايز تايم عايز تايم ومديني ايم اف يبقى هو القانون ده لان خلاص بك لما يبقى عايز تايم هم في تركةن في الصفحة اللي فيها النوت لما عايز تايم ومديني ايم اف فستايم قانون مف انستنتينيوس ما اقول المف ماكسموم سين سيتا واجب السيتا وسبوي به كام سين سين سيتا او لو عايز تايم ومديني تايم يبقى ثيتا وانا على ثيتا اقول ايه تي وانا على تي تو يلا حل يا كوتش المف انستنتينيوس المف انستنتينيوس هو عايزها بكام هو عايزها ب22.5 لما اعز تايم ان تايم افك بقى الثيتا 360FT 360FT صح هو كده كده الراجل أصلاً عايز التايم يبقى نفرض عاوض عن مين؟ عن الفريقونسي تعالى نجيب الفريقونسي من الرأس ما كوتش يالله الفريقونسي بيساوي يا عبدالله وانا على البريريوديك تايم بيساوي وانا على تعالى نشوف البريريوديك تايم بقى خلي بالك ان الربع لفة خليت وقت تبقى ايه؟ 0.75 يبقى اللفة كلها تاخد كم؟ 0.75 x A 4 يبقى البريريوديك تايم بيساوي 4 x 0.75 تطلع لك كام؟ 3 بس خليوك 3 ms يبقى اذا 3 x 10 power negative 3 عشان لازم احول تطلع لك الفريقونسي بكام يا عبدالله؟ تطلع لك تطلع لك 1000 على 3 خلاص يبقى زي ما هي مش لازم تجيبها بكام 1000 على 3 حلو قوي يبقى اذا ممكن يا كوتش اشيل الفريقونسي من هنا بالازرق اشيل الفريقونسي وحط ايه؟ 1000 على 3 بس shift solve يلا هعملها زيك بزبط shift solve عشان ايه؟ محدش يقولي يا عبدالله ما بتطلعش اشتخله في العقلي sin 360 والفريقونسي 1000 على 3 multiply time وهعمل shift solve equal طلعت لي time بكام طلعت لي time يلا يا كوتش 2.5 2.5 ايه؟ طلعت time انا كاتب ايه اضغلطي ايه؟ 360 ودي الفريقونسي ماشي ماشي هه shift calc equal طلعت لي بالرقم ده طلعلي time يا كوتش بكام طلعلي time 2.5 multiply 10 power negative 4 2.5 multiply 10 power negative 4 multiply 10 power negative 4 اوكي؟ فاكيد يا جماعة بس اول اكيد في choice هنا اكيد في choice غلط برضو يعني لان 5 multiply 10 power negative 4 مراتين في مفروض في واحد فيهم 2.5 فايه؟ فالاجابة هتقول 2.5 multiply 10 power negative 4 امين؟ في مطلوب 3 بس ده سهل دي الفريقونسي يا جماعة if the speed of rotation increases لما الفريقونسي يزيد اليميف maximum يحصل لها ايه؟ اكيد تزيد يعني increase عشان اليميف اصلا maximum ضايرت مع قانون كله سؤال 49 بيقولك ايه معلم؟ بيقولك if the maximum value of current current الدينامو و الـ maximum value بتاعته بكام بتاني وهذا i max then the angle والنقط between ركز بقى هو عايز الانجل بين ايه و ايه؟ ركز يالا the angle والنقط between the coil and the magnetic field خلي بالك هو عايز الانجل ما بين الـ B والكايل عشان الـ i تبقى بالرقم ده طب خلاص مش دي i instantaneous اه يبقى i instantaneous equal هانا ايش عرفني عبد الله ان هي i instantaneous انت عندكش تغير instantaneous و effective و maximum و average صح؟ اه maximum فوق given دي قالك عليها effective لا قالك عليها average لا يبقى instantaneous بس يبقى i instantaneous equal i max sin theta i instantaneous ب9.8 i maximum بكام يابني؟ 10 multiply sin theta shift solve تجيب الثيتا تطلع يلا كوتش طلعت لي بكام؟ طلعت لي ب78.52 ف لو انت متسرع و متخلف هتتchtلع خلص يابد الله غلط خلى به german الانجل المفيد three him الانجل الفدور لكنه عديد الانجل الفدور الانجل بين الانجل بين الموقع قد يكون ناينتي ماينس الرقم الانت جبته سيفينتي ايت بوا انت مش عارف كام بس خلاص يبقى اذا تطلع لك كام بقى ناينتي ماينس انسر طلعت لك كام 11.48 طلعت للشويس ايه وكي يا جماعة فما تتصعر عشي مش اي حاجه تجيبها تختارها ايه ده وشوف هو عايز ايه انت جبت الثيتا اللي هي الانجل ما بين البي والنور ما على الكايل لكن هو عايز الانجل ما بين البي والكايل النفس سؤال 50 The value of instantaneous electromagnetic force which is generated in the dynamo's coil and rotating in magnetic field equals half the maximum value حلو امتا؟ تركز له هو عايز الـ instantaneous هو عايز الـ instantaneous تساوي الـ maximum لا تساوي نص الماكسمم يعني الـ maximum بالنص يبقى أن من ماكسمم الدعون انه يبقى تساوي النص يبقى نص يستخدم انه ينبقى نص ساين يبقى النص ما تساوي الـ نص نص يبقى الأيام الدعون يبقى أنه نص يبقى النص يبقى أنه كانت الـ maximum لأ طبعا يصفي السابقة ηدي يصفي السابق 2 لا يصفي السابق. فانت من السرع و امتعال تغيب السابق 1 ماذا間ian ايه ده aced? الانجليOT بالصباح كم؟ خالصنا الي بعده عالقه من المأور، أما الناس الفيديوه اي مف ماكس سين فورتي فايف مش الناس بقى قانونه اريا يعني جوه اريا نبوي فلمان اريا يزيد الافيكتف ارضو هي ايه هيزيد اي بقى العلاقة قدارك تلوات شويس بي الي بعده الفيديوه اي كرانت بقل اللي جاي معاد حاجه واحده اول شيء نرى When темпер発 rate speed of rotation عندما تزود البركاتر اليميف فتزد Replace two metallic rings With communicators That two insulated The obs of cylinder عندما تشرى 2 rings و نعطى كممتتر عندما نشيل على two rings و نضع تيتروز نحول الاسي current الى yoni directional current اللي هي رسميته كلها بتقبل ال positive صح اسمه yoni directional current يبقى دي مش هتفرق في ال value بتاعت ال effective ك value مش هتفرق في ال value انا مالي يبقى هي choice C طبعا ال choice D يقول لك using stronger magnate يبقى بها تزيد يبقى ال واحدة اللي مش هتأثر على effective ان انا اغير ال rings سؤال للبعد بيقول لك ايه كوتش بيقول لك دينامو بيعمل 20 لفة بس في 0.4 second يبقى الى كوتش انا عايز ال frequency عشان عارف اشتغل طيب هو قالك ان انا عملت 20 rotation في 0.4 second frequency يا جماعة هو number of rotations انا عايز اعرف هو هم الكم لفة في ثانية صح؟ مش frequency يا جماعة هو number of rotations اه فانا عايز اعرف هو عمل كم لفة في الثانية هو قالك ان اعملت 20 لفة في 0.4 يبقى كم لفة في الثانية اعمل لي اكلش cross multiplication بعد اذنك يلا كده تطلع كم بقى cross multiplication ده يطلع ان انا عايز ال N يبقى ده فده على ده يعني 20 ملتبلاي 1 مش مهم على 0.4 تطلع كم؟ 20 ملتبلاي 1 على 0.4 4 طلعت لي 50 يبقى كده ال frequency بكام يا عبدالله ب 50 ما هو ال frequency جماعة عدد اللفات في الثانية يبقى كده ال frequency ب 50 هرتز الحمد لله جبناها وبعدين نكمل بقى the given بيقول لك ان ال maximum current intensity 5 أمبري وهده ال i max و ال time بكذا اعمل ال time بالرقم ده عايز ال instantaneous current طب مشان عارف يا جماعة ان ال i instantaneous equal i max sin theta طب يلا ال i instantaneous احنا عايزينها ال i max 5 multiply sine الثانية تركب تحت الثانية اللي جواها 360 ft 360 ft تعال نعوض يلا يبقى ممكن نقول sign افتح بقى bracket 360 frequency اللي انت لسا جابه ب 50 و ال time عندك فوقه 5 multiply 10 bar negative 3 5 multiply 2 bar negative 3 3 حبه حطه على الائلات 5 multiply sine فتحنا bracket 360 frequency و ال time 5 multiply 10 bar negative 3 حبه طلقات لي الإجابة 5 برضه ampere عادي اللي بعده in denim the iron core made of insulated circular discus to reduce بقولك اياه كنا بندفايد the iron core to thin insulated sheets ليه to minimize the effect of AD current ما يا جماعة طالما في change in magnetic flux وفي iron core هيحصل AD current يا متخلف فانا عشان ال AD current كنت بعمل ايه بقطع ال iron core يبدو reduce the effect of AD current او AD current خلاص كلام جميل اللي بعده عندك graph وراجل مديك i بس خلي بالك ان i اللي في الجراف دي قبل ما نقرأ السؤال يعني اصلا ان ال i في الجراف دي ايه i max ليه عشان عندي اكبر حتة هي ومديك time بتاع الماكس من برضه بكم ثانية بثلاث ثواني و النص لفة دي خدت ست ثواني ماشي يعني انا قبل ما اقرأ ممكن اقول ان بكام ثانية بثناشر بس بالك ديملي second يعني اثناشر celi خلاص لان النص لفة خدت ستة ثواني يبقى اللفة كلها اكيد اثناشر ثانية بث اثناشر هاتلي بقى ال frequency نفسه مش frequency one على ال periodic time اه يبقى اذا لان على اثناشر بauer negatif 3 تطلع كام اثناشر مالتبلاي تين باور negatif 3 اهو طلعت لي سيبها زي ما هي طلعت رقم غريب فانت هتطلعت لك 1000 على 12 سيبها 1000 على 12 زي ما هي ماشي يملك ال Frequency اول حاجة هو الراجل اللي عايزي جبناها ال Frequency جبناها ال Frequency 1000 على 12 دي بكام 83.3 اللي بعده زي Effective Value of Current طبعا ساعتك عارف ان I Effective equal I Max Sin 45 طب ما ال I Max بكام 12 Sin 45 طلعت لي بكام 8.48 مش بينا هنا بس انزل شوي كده 8.48 السؤالين اللي بعده بيقولك ايه كوتش بيقولك ال I Em F Max بي 100 فولت مiable لذي عادي ايران أريد بيقولك انت قريبك ايران طبعا أيران من ال Brebindicular فانت حفظ لها قانونين ربع و نص لفه و 3.4 لفه ايه طبعا لو ساعتك جاكسي تشتغل بجنرا لول ما ففيش مشكلة بس هنا الاسرع انك تشتغل ان اليمف افريج في النص اللفها equal 2 على باي ايمف ماكس ليه؟ لان انت بادئ من البربنتيكلار بوزيشن فالدنيا حلوة يبقى 2 على باي ملتبلاي 100 تطلع لك كام؟ 2 على باي ملتبلاي 100 تلاقيت لي عبدالله 63.6 اه ماشي طيب عبدالله ممكن اشتغل بجنرالي والنبي فكرني به كده يلا ليه باي افريج؟ بقولك اللي مش هفكرك بي ليه؟ لان كده كده بعد شوية هنستخدمه 500 مره في المسألة اللي تحت ماشي السؤال اللي بعده بيقولك بقى if the periodic time by the alternating current if the periodic if the period required by the alternating current to rise from zero to half the maximum value from zero to half the maximum value الله اهو يعني خلي بلاك انت وصلت النص maximum value معلش يا كدش عشان انا ناسي هي نص maximum value سيت بتاعته بكم؟ نص maximum value سيت بتاعته ب30 ماشي و time اللي خدنا كام T عايز ال time required to reach the maximum value لا طالب ال time بتاع الماكسموم ومديني time بتاع نص الماكسموم طالب time ومديني time قانون واحد بس سيتا وانا على سيتا 2 equal T وانا على T2 عوض كدش دلوقتي هو قال لك ال time الاولاني بايه؟ بT بواحد يعني ال time التاني عايزينه بس خلي بلاك ال time الاولاني عشان اوصل لنص الماكسموم value اللي هي الانجل بتاعته بكم؟ ب30 هو عايز ال time بتاع الماكسموم value اللي هي بتاع الكام؟ 90 اعملك risk multiplication او shift solve بتطلع لك 3 يعني 3T كلام جميل جدا اللي بعده if the time required by the AC current of the dynamo to reach from zero to its effective value effective ياكوتش بس عشان انا بانسه ال effective ده الانجل بتاعته بكم؟ الانجل بتاعته بكام؟ الانجل بتاعته effective 45 في عبدالله خلصانه خد time قدي بقى خد time الاولاني هو بتسعة يبقى time بكم؟ بتسعة عشان اوصل ال effective عايز time required to reach half the maximum value طالب time ومديني time طايم يبقى cta 1 على cta 2 equal t 1 على t 2 عوض يا كوتش الطايم الاولاني ب90 بانسوري ب9 الطايم الاولاني ب9 الانجل بتاعته خلا بلك الانجل بتاعته بكام؟ 45 هو عايز time بتاع نص ال maximum value يعني لما الانجل بكام؟ نص ال maximum value الانجل بتاعته ب30 عشان sign 30 به half وانا يلهالك تحفظها cross multiplication تطلع كام يا أستاذ عبدالله تطلع يا كوتش تطلع يا كوتش حبا 6 دي خلصانه اللي بعده بيقولك ايه؟ بيقولك when the effective generated EMF of the dynamo is يبقى من ديك ال EMF effective عايز ال average يعني مليش دعوة بص يا كوتش عشان ما يحورش بس على نفسي عشان ما يحورش عبدالله عشان ما يحبش التحويل والنب effective مليش القانون واحد بس هو maximum sign 45 فلازم الاول استخدم القانون ده خلاص ف ال EMF effective equal EMF max صح sign 45 حلوة ال effective بكام يا بخمسين المكسموم عايزينه المكسموم عايزينها sign 45 هاتلي بعد يزنك EMF maximum هتطلع من هنا EMF maximum بكام سواني 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 تطلع EMF maximum تطلع عليك EMF maximum بكام ب70.71 70.71 اوعي تجري تختار اهدى عشان هو مش عايز ال effective هو عايز ايه عبدالله هو عايز ال average في ربع لفة بس مينين من ال parallel position طالما مش بادئ من ال parallel position عايز average طالما عايز average ومش بادئ من ال parallel position لازم تشتغل ب general rule average تعاله ايه general rule average عشان ايه مش مكان تحت EMF average بتساوي N multiply EMF max اللي انت لسه حاسبها حالا على 2 by صح؟ اه multiply sin theta 1 minus sin theta 2 اشتغل اعود بقى طالما العود دي اصلا باللون ال orange ال EMF average احنا عايزينها اساسا هو قال لك قدمن ال cycle ربع cycle اللي بقى ال N باربعة مهل ال N دي يا جماعة مقلوب ratio اوعي تنسى multiply 70.71 على 2 by multiply افتح بقى bracket sin theta 1 minus sin theta 2 اوعي تنسى اوعي تنسى ان في general rule بتاع ال average theta 1 و theta 2 عادية و بالاضافة الى theta 2 اصلا هي theta 1 زائد اللي لف بها طيب تعال نشوف بقى theta 1 بكام؟ هو قال لك ايه؟ from parallel position parallel اه يبقى theta 1 ب zero خلي بالك ال average angle عادية يعني angle عادية يعني اللي بارالي تبقى zero عادي بربن دي كلر تبقى 90 يعاني في ال average theta هي ال angle ما بين ال B وال coil عادي ده في ال average بس فبيقولك ان ال coil بارالي الماغنيتك فيلد يبقى theta 1 بزيرو theta 1 بزيرو لفت ربع لفة ربع لفة دي نونتي ديجري بس تخليبك ان theta 2 هي theta 1 زائد اللي يلف بها هي theta 1 اصلا بكام؟ ما theta 1 اصلا بزيرو زائد 90 بها هي كام؟ 90 حطها على الاعلى كوتش تطلع كام يا عبدالله 70.7 تطلع تطلع 45 5 ايه يبقى اذا طلعت لي ال average اللي هو عايزها 45 وانا جماعة عملنا ايه؟ معايا ال effective جبت الماكسيمة ومعاقدت في القانون general rule بتاع ال average خلصانا اللي بعده سؤال 60 هيدا بالراحة بالراحة سؤال 60 يلا سؤال 60 هنا قبل ما نقرأ كده ال given اصلا هو مدين علاقة ما بين phi وال theta عادي بس الفايل اللي هوم ده عند انجل كام؟ هوم شاور لي عند انجل 45 وهي phi effective هي في حاجة عبدالله اسمها phi effective؟ اه في حماسة effective عادي يبقى phi effective قانونها ايه؟ نفس relation phi max sin 45 عاود بعد ازنك phi effective 0.015 equal phi max احنا عايزينها sin 45 هات لي phi max يا عبدالله انت ما عارتش اصلا هو عايزينه مش لازم ما هو يا جماعة ال effective ما لا هاشغل قانون واحد بس لازم استخدمه الاول واجب منه الماكسمم وبعدين اشوفه وعايزة ايه؟ ماشي هات لي بقى phi maximum طلعت بكم؟ 0.015 على انا عاملها مازي يا جماعة sin 45 طلعت لي طلعت لي 0.0212 حلو قوي دي كده phi max تعال بقى نشوفه وعايزة هنا اصلا هوا في السؤال بيقولك ايه؟ بيقولك ماشي مديك النمبر افترنس ب 100 وبيقولك انه هو عمل 1800 cycle per minute اوه يبقى انا عايزة ال frequency بقى ال frequency جماعة ايه هو؟ عدد اللفات في الثانية هو قالك انا عملت 1800 cycle في الدقيقة يبقى اعمل 1800 على 60 تطلع لك ال frequency ب30 امين جبنا ال frequency كامل then the maximum E M F خلاص انا عايز نقيم F max ال E F max عبدال لقونه ايه؟ نبوي N A B اوميجا صح؟ هنفك الاميجا 2 B F يلا عشان نعاوه بقى ال E M F max ما عايزينها ال N بكام بمية عبدالله انا ولا معي ايه ولا معي بيه؟ ما انت معاك الفي يا ابن اللاعيبة وبمعنات اتجبت الفي ماكس ليه؟ ما هو ال E M F max ما انا ممكن اشيل A B وحط فاي بس طالما دي M F max لازم احط فاي ايه؟ لازم احط فاي ماكس الفاي ماكس التجابة بكام بقى فوق هناك كده اهي 0.0212 خلاص multiply الاميجا اللي هي 2B F 2B والfrequency انتجابه ب30 خلص انا خطهم بقى كلهم على الالاء عبدالله يلا ادي 100 وده 2B وهدي الfrequency طلعت لك طلعت لك ربعمية هي طلعت بالزبط 399.9 اللي هي ربعمية ماشي وبعدين اللي بعده بيقولك ايه كوتش بيقولك في المنظر ده منذيك العلاقة برده ما بين ال current وال time بس تعال انطلع اي given من الرسمة الاول بعد اسمك كده؟ يلا ممكن اطلع ان ال I max ب20 ماشي ممكن اطلع ان ال periodic time لو انت متسرع او متخلف هترد دلوقتي وتقولي ال periodic time يا عبدالله برباين ده تخلوه في عقلي ال periodic time يا جماعة زمن اللفة هي اللفة خدت كم ثانية اللفة من هنا زين وصلت هنا اللفة خدت 20 ثانية يبقى قادر اقول ان ال periodic time بيسوي 20 بس ده ميلي ساكند يعني multiply 10 power negative 3 يبقى الفريكنسي يطلع 1000 على 20 يعني اعملها طبعا على الالة جماعة الفريكنسي 1 على ال periodic time هتعملها على الالة 1 على 20 multiply 10 power negative 3 تطلع لك 50 يبقى الفريكنسي بخمسين هرتز ماشي كده انا طلعت اي given من على الرسمة طلعت الاي ماكس وطلعت ال periodic time وطلعت الفريكنسي ماشي هتعلم عن شوفه عايزة اول حاجة الراجل عايزها the angular speed عايز الangular speed اللي هي الاميجا طبعا الاميجا تو باي فيه الفريكنسي امين يعني تو باي اف صح يعني تو باي والفريكنسي بخمسين اشتر تطلع لك كم تطلع لك تطلع لك 314 يبقى اذا لده لده ماشي وبعد كده عايز ما عايز اي افكتف اه طب ما لاي افكتف اي اكوال اي ماكس لاي افكتف اي اي اكوال اي ماكس سين 45 صح اه الاي ماكس اصلا بي كان با 20 ملتبولاي سين 45 تطلع لك كم سين 45 تطلع لك تطلع لك كم ياه طلعت لي يا جماعة 14.14 اللي هي كم يعني 10 root 2 هيبقى فين اه هي 10 root 2 خلصان طلعت لي كده يا جماعة 10 root 2 ما هذا؟ اللي بعد. 62 بيقول لك ايا كوتش. بيقول لك The effective value of EMF from the dynamo is يبقى أدك ال-EMF effective! بانا مليش دعوة واللهي! يبقى بديني effective لديك قانون واحد بس! ان ال-EMF effective equal EMf max sin45 هكيب ال-EMF max و بعد نشوفه عايزة! ما عالش يعني يا عبد الله! ليه? لان ال-Effective ما نجد القانون واحد! هو max sin45 أعوض! ال-Effective B Cam B 100 ال-max عايز الها ساين فورتي فايف ده رقم ثابت في الافكتف هاتلي بعد اذنك عبدالله اليمف ماكس هتطلع لك اليمف ماكس بكام يا كوتش طلعت لك طلعت لك طلعت لك طلعت لك مية واحد واربعين وان هندرد فورتي وون بوينت فورتي تو فولت حلو قوي هو عايز يبقى هو عايز عايز اليمف افريج في نص لفة فروم زيرو بوزيشن الزيرو بوزيشن ده يا جماعة اللي هو البربن ديكلار بوزيشن اللي هو الوضع الطبيعي جداية الحركة يبقى ينفع تستخدم القانون ان انت حافظه لليمف افريج في نص سايكل اليمف افريج في نص سايكل قانون هاي طو على باي في ايمف ماكس الله ينور عليك يا عبدالله يبقى طو على باي اليمف ماكس بكامل استجاب بينها وان هندرد فورتي وون بوينت فورتي تو يالله يكوتش على الالة يبقى ازا طو على باي ملتبلاي الله يا جدعي في ايه ملتبلاي الكلام ده تلات لي ان انت فولت خلصانه اللي بعد اطلع كده بيقولك ايه عندك جراف انا مليش دعوة تعال نشوف ايه الجفن الليين فيطلع من الجراف بعد ازنة سيارتك اول حاجة والله ممكن نبقى عندي الفاي ماكس بص الفاي ماكس هي باربعة ماشي بس طبعا اربعة وفيه تحويلة ملتبلاي تين باور ناجتف 5 ماشي البريوديك تايم زمن اللفة اللفة خدت من هنا زينو لحد هنا يبقى ازا البريوديك تايم بكام بتين ملي ساكنت يعني تين ملتبلاي تين باور ناجتف سريه يبقى قدر قولن الفريكنسي وان على البريوديك تايم وان على البريوديك تايم يعني بميت هيرتز ده الفريكنسي تعال بقى نشوف الجيفن و المطلوب الراجل بيقول لك ايه معلم الراجل بيقول لك consistence of 150 turns يبقى دي ال N connected to close the circuit و resistance بكذا ماشي التقنقى with constant speed اللي هي الاميجا وما عادي خالص then the average then the average intensity of the induced current passing through the coil during the time interval انتظرك ال time interval لو اعيزها من 2.5 ميلي ساكند ل 5 ميلي ساكند خلي بالك هو اعيز تابعا نبص ال average ربع لفة لو اصب الو نص لفة من 2.5 ميلي ساكند من 2.5 لحد 5 طب ما دي كده مف عادية ربع سايكل صح؟ اه مش دي كده يا جماعة ربع سايكل من 2.5 ساكند لفايف ساكند تب عملت كم لفة؟ ربع سايكل طب ما انت كنت حافظ ان في قانون اصلا يعني محفوظ على طول مف عادية في ربع سايكل اه القانون السريع اللي انت حافظه طو على باي مف ماكس صح؟ اه عود كده يبقى يلا طو على باي الفكرة بقى انت ما عندكش اصلا ايم اف ماكس طب ما تيجي نجيبها تعالى يلا ايم فاكس قانونها ايه؟ نبوي بس خلي بالك انت معاك الان بمية وخمسين ايش طب ما معاكش ولا ايه ولا بي اه ما انا ممكن اشيل الابي عبدالله وحط الفاي ماكس عندك فاي ماكس؟ اه بكامي اه فور ملتبلاي تنبار يبقى الفاي ماكس بكم؟ فور مالتبلاي تنبار نيجاتيف فايف ملتبلاي الامجا بس الامجا مش عندي مانا فكاها 2 باي ف يبقى 2 باي وفريكونسيب كام بمية يلا يلا فهمين يا جماعة؟ الموضوع بس محتاج حفظ رولز كويس قوي قادي الان وهنشيل الاب ونحط الفي ماكس اللي هي فور ملتبلاي 10 باور نيجاتف 5 ملتبلاي الاميجا اللي هي 2 باي والفريكونسي بكام بمية اهم حاجة لما يبقى عندك رسمة تطلع اي جيفن ممكن يطلع من الرسمة طلعتلي الامي في افريدج بكام 2.4 فولت خلاص طبعا هتجري تختارها مش هتلاقيها هو مش عايز الامي اف اصلا هو عايز الاي طب مش هتعرف بقى ان الاي بيتساوي في على ار او الاي بيتساوي في على ار او الاي بيتساوي بس خلي بالك انت تحط ايمي في افريدج اللي هي بكام 2.4 والار بكام الريزيستنس كام بخمسة فتقدر ساعتك بمنطقة البساطة تعمل ذا ديفايدة 5 يطلع لك الاي بزيرو بوينت فورتي ايت امبير خلاص يا جماعة فالاول هجيب الامي في افريدج بالقانون العادي اللي انت حافظه للربع للأفة هو ما قالكش من 2.5 ل5 بس دي كده الربع للأفة طب انتعرف ان في امبير افريدج الربع للأفة بينجز على طول اي هو؟ لو طول على بيم اف ماكسمو صح؟ اشتغلنا به وطلعنا الامب بس هو عايز الاي بي على ار وخلاص خلاص اشتغل بعده؟ مندي لك على الرسمة دي الولتج والكارنت وعايز الباور الراجل عايز في السؤال الباور او او عتنسى ان اي باور باور اي وفي بس سوعة تنسى ان اي باور في الدينامو لازم اي افكتف في افكتف وقلنا ديني دينوتس مهمة جدا الباور في الدينامو لازم بالأفكتف طب يلا انا معي الافكتف يا عبدالله انا معي الماكسموم بتاع الاي و الماكسموم بتاع الفي طب ما نجيب الـ Effective بس في القانون على طول يعني ايه يعني ايه هيا مش الـ i Effective i Max sin 45 اه الـ i Max بكام يوم؟ بعشرة multiply sin 45 ده كده الـ i الـ V Effective هي V Max sin 45 الـ V Max بكام؟ بخمسين multiply sin 45 خط كل ده على الألة زي ما هو كده يبقى 10 sin 45 وده 50 ومحدش ينسل الـ Brackets يا جماعة وتحط الـ Brackets تطلع لك 250 حمد الله على السلام بس لازم افتكر ان هي Effective عشان تبقى تعود مباشر طيب تعال انحلي ده يا كوتش يلا بيقولك ايه an alternating current dynamics mix 20 rotation 0.4 second ثاني انا عايز الـ Frequency هو عمل 20 rotation 0.4 second صح؟ بس الـ Frequency هو عدد اللفات في الثانية اعمل Cross Multiplication عشان تجيب الـ Frequency هيطلع لك الـ Frequency بكام يا عبد الله هيطلع لك الـ Frequency ده ده في ده على ده يعني 20 multiply 1 على 0.4 طلعت لي 50 Hertz طيب انا كده جبت الـ Frequency ماشي تعال نشوفه عايزي بقى starting from normal position الراجل بادئ الحركة من normal position giving a maximum current of 5 Ampere يعني ده الـ IMAX ماشي مرات الوصول الـ Maximum كان 2F ده لو انا بادئ من اين؟ لو انا بادئ من الـ Burbindicular Position لو انا بادئ من الـ Parallel Position لو انا بادئ من الـ Parallel Position كان 2F plus 1 عدد مرات الوصول له 0 لو انا بادئ من الـ Burbindicular Position كانت 2F plus 1 لكن لو انا بادئ من الـ Parallel Position كانت 2F بس فاخلي بالك ان انا بادئ من الـ Burbindicular Position يبقى عدد مرات الوصول لـ Maximum Value هي كام؟ اطلع بقى يعني شوفها كده في الصفحة واحفظها عدد مرات الوصول Maximum Value وانا بادئ من الـ Burbindicular 2F يبقى 2 في الـ Frequency يبقى 100 وعدد مرات الوصول للـ 0 2F plus 1 يبقى 2F بمية زائد واحد يبقى مية وواحد يبقى إذن مية ومية وواحد يبقى choice D ايش طالب بعده بص يا كوتش الراجل بدي لك ايه؟ الراجل بيقول لك عندك جراف تعاني طلع اي جيفنين فهيطلع من الجراف الاولى عبدالله والله انا عندي i-max بعشرين وعندي الـ Periodic Time بـ 18 ميلي سكند ده الـ Periodic Time بـ 18 بس ملتوبلاية 2 بوار نكتف 3 ممكننا على بعد يزنك نجيب الـ Frequency وانا على الـ Periodic Time يعني وانا على 18 ملتوبلاية 2 بوار نكتف 3 تطلع لك كام؟ طلعت لي برقم كده 500 على 9 سيبه زيبه هي 500 over 9 ماشي ده كده الـ Frequency تعالي شبه نشوف الـ Given اللي في السؤال بيقول لك اسي الـ Dynamo Time If The Resistance of the Coil بكذا بديل R The Resistance Then The Instantaneous Induced EMF That Is Generated عايز الـ Instantaneous ها؟ عايز الـ Instantaneous That Is Generated After 12 ms خلاص بس تخلي بالك ان الجراف اللي عندي مش جراف EMF انا الجراف اللي عندي جماعة جراف I يبانا لازم اجيب الـ I مكسب عشرين Sine السيتا بتتفكئت ريكت السيتا اللي فيها Time السيتا كان لها 4 Tricks الوحدة اللي فيها Time هي مين؟ 360 Ft صح؟ اه يلا يبانا 360 Frequency نحن جبنا بكام 500 على 9 و الـ Time هو من دولك 12 ms يعني 12 x 10 power negative 3 حلو اتفضل يا كوتش يبانا 20 x Sine 360 Frequency بالرقم الغريب ده و الـ Time طلعت لي بكام؟ طلعت لك I واقع تجري تختارها طلعت لك I بكام؟ negative 10 root 3 دي I بس انا مش عايز I اهدأ انا عايز V انا عايز voltage او Im F طب مش عارف ان V equal IR اه طب ما I بالرقم اللي طلعته negative 10 root 3 multiplier resistance 17.5 يبقى اعمل answer multiplier resistance طلعت لك negative 286 اهي خلاص يا جماعة خلصا وطبعا هي تختارة بالنجاتب اختار بالنجاتب عادي المطلوب اللي بعد او السؤال اللي بعده بيقولك ايه افزع effective value of current 10 أمباري بقى دي ال I effective اه انا ماليش دعو الله I effective لازم اجيب I max لان ال I effective لان ال I effective لا يشغل قانون واحد بس لان ال I effective عشان ما تحورش على نفسك لا يشغل قانون واحد بس هو maximum sin 45 فالكده لازم اجيب I effective 10 maximum عايزينه multiply sin 45 هاتلي I max بعد اذنك يلا تطلق لك I max بكاملة كوتش ثواني بحسبها اهو طلقت لي I max 10 root 2 ماشي 10 root 2 أمبار دي كده I max تعال بقى نشوفه هو عايز ايه هو عايز instantaneous intensity after after ربع cycle from zero position ربع cycle اه طيب خلاص I instantaneous equal I max sin theta طيب I max انا جايبها 10 root 2 sin ربع cycle ربع cycle يعني كم دجري 90 طب ما تطلع على نفس الناتق 10 root 2 ايش طيب after 1 over 12 cycle طب ثاني يبقى I instantaneous equal I max اللي هي 10 root 2 sin ايه طمني cycle 1 over 8 cycle خلاص طب مش هنعرف ان السيتا اليها قانون لو 360 multiply ratio of cycle اه اللي هي trick number 3 360 multiply ratio of cycle اللي هي 1 على 8 بس خلاص تطلع لك كم بقى يبقى 10 root 2 root 2 multiply sine 360 multiply 1 على 8 تطلع لك كم يا عبدالله 10 أمبر خلصان اللي بعده بيقول لك A AC source of maximum EMF ال EMF maximum بالرقم ده EMF max connected to resistance 50 then the maximum value ده سعلي جدن i طبعا فيه على r يا جماعة ما فهاش اي حاجة the maximum value of current المدكين يقيم في maximum من يام 2 والر بكم يبني بخمسين تطلع لك كم ده تروح مع ده هبه تطلع 4 ماشي effective value of a طب ما خلص بقى effective equal i max sine 45 i max sine 45 4 sine 45 تطلع كم يا عبدالله طلعت لك طلعت لك 2.8 choice c 2.828 ماشي اللي بعده ماشي بيقول لك AC dynamo connected to resistance بكذا يبديل R produced heat 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 بس المرات يبديل لك بالجول يعني ده الانرجي ماشي within a time period of one second يبقى ده time ثان رجالي عزك حكتين بقى the maximum value of electric current خلي بقى يا كوتش انه دلوقتي يبديل لك الانرجي صح اه طب ما الانرجي ليها يخذ القانون والله طب ما انا معايا يا كوتش resistance و time وعايز ايه القانون الانرجي اللي فيه i و time و r من شابتر one جدع i square r t حل يا زميلي الانرجي نفسها بكام بمتين 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 هتروح تشوف فين 5 امبير غلط ليه؟ اللي انت جبته دايما علم i effective مش احنا قلنا يا جماعة في الدينامو power او energy قوانين دايما effective power او energy دايما قوانين effective i effective فاللي انت جبته ده i effective هو مش عايز i effective هو عايز i max طب ما خلاص ما نعرف ان ال effective يا عبدالله بقى ما تزعقش ان ال effective يتسوق اي max sign 45 صح اه عاوة بايل effective بكام يا عبدالله اصلا انت لست جبه بخمسة max ما معايزينها sign 45 بس خلاص يبقى يبقى نعمل answer over sign 45 او انت عماليش في الصورة يا جماعة براحتك تطلع كام تطلع 7.07 يبقى لامة ده لامة ده حلو عايز maximum potential difference يبقى اننا لازم اروح اختار ايه بقى ماروحش اختار حاجة مش انا جبت i max اه طب مش انا عارف ان i بيتساوي v على r اه يعني i بيتس يعني v بيتساوي i r حاصل طب مش انا عايز ولا اركز معي اياه مش انا عايز يبقى لازم احط i max يبقى ال i max 7.072 ال r بقى بتمانية بس خلاص يبقى اعمل ال i max اللي انت كبتها ده في ال r طلعت لك كام طلعت لك 56 كده خلاص يا جماعة ال r اشتر اللي بعده سؤال 70 بيقول لك بيقول لك عندك بيقول لك عندك بيقول لك عندك ايه يعني مديك ال n وال a وال b و مديك ال effective value كمان بالرقم ده عايز اول حاجة maximum value طب ما انتعارف ان effective بيساوي maximum sign 45 طبعا يا جماعة انت المفروض بقت راجل perfect يعني المفروض تحلوا واحدة بقى خلاص effective بيكام يا عبد الله effective بيكام اهو 88.8 88.8 الماكس ما ما عايزينها مفماكس sign 45 يلا خطها على الالة 88.8 ودي sign 45 تطلع 125.6 اهو current frequency عايز ال frequency طيب مش هتجب تم مفماكس اه المفماكس يقول انه نابوي n a b اوميجا فك الاميجا 2 by f يلا عوض بالورنج الماكس ما جبتها بكام 125.6 ال n بكام بمتين ال area بكام 2 multiply 10 power negative 2 ال b بكام 0.1 ال اوميجا 2 by shift solve في ال frequency تطلع لك كام تطلع لك 200 2 multiply انا بكتب جماعة 10 power negative 2 multiply 0.1 هب 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 ايه 50 اشتر لبعد 71 بيقولك ايه the instantaneous emf of the dynamo هه reach half of its maximum value يبقى الانجل قبل ما نكمل كده half maximum value يبقى ماذا؟ starting its rotation from perpendicular position ده الوضع الطبيعي لبداية الحركة يا شباب توزم magnetic field so the current frequency طيب طيب دلوقتي يا كوتش هو قال لك ان السيتا لو انت متسرع متخلف هتقولي عبدالله خلاص ما تتحورش بقى مش انا معي السيتا اه وهو عايز time طب ما السيتا بتسوي 360 ft صح القانون ده صح حلو هو ما ديك time بكام بوان على 60 seconds صح اه يبقى time بوان على 60 وده طب ما سيتم ده رقم ثابت وانا كده كده عايز ال frequency حلو يبقى لازم احط السيتا هتقول لي بقى خلاص بقى عبدالله ما تتحورش بقى حط السيتا بكام بتلاتين لو انت متسرع ومتخلف هتحط السيتا بتلاتين ايه ده بقى لانه هو اصل لنص maximum value بعد ايه او 40 second time يعني اصل لنص maximum value تاني مرة وكان فيه نقطة بتقول لك ايه second positive بتبقى الانجل بتساوي 180 minus theta صح اه يبقى اذا لما تجي تعوض اتعوض بكام بمية وخمسين صح مش هو قالك انا وصلت لنص maximum value for the second time اه يبقى الانجل بتاعتك اللي هي 30 اللي انت بتقول عليها دي بتساوي 180 minus theta shift solve هاتلي الثيتا اللي انت المفروض تقعد بها تطلع 150 مش 30 ركز يعني متخلف كانت متقسمة 4 تربع first positive second positive first negative second negative first positive theta second positive 180 minus theta دي الانجل first negative بتقول الانجل بتساوي 180 plus theta second negative بتقول الانجل بتساوي 360 minus theta انت second time يعني second positive يبقى الانجل اللي انت بتقول اللي هي 30 دي بتساوي 180 minus theta هاتل theta 150 عوض بقى هنا ب 150 بس يطلع لك الفريكونسي بكام بقى يلا عميل shift solve 150 ودي 360 والفريكونسي احنا عايزينها وده 1 على 60 تطلع 25 هرتز خلاص يا معاة خلصانا اللي بعده بيقول لك ايا كوتش دينامو starting from perpendicular position أو normal position ده الوضع الطبيعي اللي بداية الحركة والفريكونسي بخمسين gives maximum induced DMF 100 فولت طب خلاص يبقى DMF maximum ومديك الفريكونسي هناك so the time needed to reach the induced EMF بخمسين فولت يبقى انا مديني EMF وحسب time بس استنى 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 induced EMF for the second time آه لتاني مرة من بداية الحركة ماشي يبقى احنا الاول نشتغل بالقانون العادي in instantaneous equal EMF max sine theta الانستنتنياس هو عايزها بخمسين maximum هو عايزها بمية sine هات الثتا تطلع لك الثتا shift solve وتطلع 30 بس خلي بالك الانجل اللي انت جبتها دي هل دي ثتا؟ لا لانه دي تاني مرة يبقى الانجل اللي انا حسبتها دي مش هي الثتا دي مية وتمانين مينس ثتا يبقى الثتا بتساوي مية وتمانين مينس ثتا يبقى الثتا بقى اللي انا هعوض بها بكام بمية وخمسين يبقى المية وخمسين دي بقى اللي بتساوي انا عايز التايم اه تركة السيتا اللي فيها تايم ايه هي 360ft عوض بقى عبداللي ياب السيتا نفسها بمية وخمسين 360 دا رقم ثابت frequency بخمسين اه frequency بخمسين multiply time هات بقى التايم فهمنا رجالة؟ فالموضوع مش صعب بس محتاج تركيز واحد على مية وعشرين اه خلاص يا جماعة تاني انا عملت shift solve و جبت الانجل بس هل الانجل اللي انا جبتها دي هي السيتا؟ حسب لو راجل ما قالكش اي حاجة وقالك ان انا في الفرسط بوصيف يبقى هي السيتا وخلاص بس الفكرة ان الانجل اللي انت جبتها دي قالك لتاني مرة تاني مرة دا معنا ان second positive فده معنا ان الانجل اللي انا جبتها هي بتاعت ثاني مرة اچ challenge بس هل الانجل دي تسوي مية وتمانين مينس سيتا اللي انا صنع بها اصلا يبقى الانجل بثلاتين تسوي مية وتمانين مينس سيتا اللي مفروض اشتغل بها فطلعتي السيتا اللي مفروض اشتغل بها بمية وخمسين خلاص يبقى 150 تسوي سرناندر سكست اف تي وجبت الـ type بواحدة اللي مية وعاشرة يبقى يلا سؤال فيه 3 مطاليب اول حاجة الريكتانجلر كويل و الاريا بتاعته بكزا يبقى دي 70 دي الاريا بس هنحوولها ملتوب لايتين باور نكتف فور عشان سمتيمتر سكوير روتيتش اباو انفلاكس دينستي وان تسلا يبقى دي بي يبقى من ديك الاريا والبي 300 روتيتشن بر هاف منت يبقى الفريكنسي بيساوي 300 بس هاف منت يبقى 30 ثانية ماهو دقيقة 60 ثانية نصة 30 ثانية تطلع لك كم تاك 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 تطلع عشر هرتز كم تجبت الفريكنسي كمان the number of مش عارف ايه دي الان طيب اول حاجة لك لازل ايمف افكتف طب مشان عارف جمعان ان ايمف افكتف equal ايمف ماكس sign 45 حصل طب ما تشير ايمف ماكس وتحط قانونه نباوي ماشي يبقى ممكن نقول بالاسو التاني ان ايمف افكتف equal ايمف ماكس من اللي هو نباوي صح sign 45 طعلا انا اعوض بالورنج الـ effective يساوي الان بمية الاريا بسبعين بس بس ملتبلاي 10 باور نكتف 4 البي بكام يابني بون الامجا هنفكها 2 باي في الفريكنسي 2 باي والفريكنسي اصلا بكام بعشرة بس هو عادي انسى sign 45 عشان هو عايز effective خلصونا حط كل دعالة 100 ملتبلاي 70 ملتبلاي 10 باور نكتف 4 ملتبلاي 1 ملتبلاي 2 باي في الفريكنسي باعشرة ملتبلاي sign 45 ثواني sign عشان كتبته غلط بس sign 45 كل دعالة تلعب كان 31.108 حلو اللي بعده the time taken from the starting of rotation from perpendicular position till the EMF 22V عايز time ومديني EMF يبقى عادي اشتغل بكون EMF instantaneous بس افكة 360FT عشان دي تركة الوحيدة اللي انا بستخدمها ومديني EMF وعايز time يبقى ازا EMF instantaneous equal EMF maximum sin theta الAMF instantaneous أصلا بكامي عبدالله الAMF instantaneous سعر الجاله وعايزها ب22V 22V الماكسما نفكها هنا بوي n A B ونفك الاميجا يلا تعالى نعوض تعالنا عوض طبعا المكسيمم باللون الأحمر الن بكام يا بنين الن بمية والأريا بسفنتي ملتوبلاي تن بغارنية في فور والبي بوان والأوميجا تو باي في الفريقونسي اللي هو كام تن حلو قوي نرجع للسوء التاني ساين دي كده يمي الفكسي مجمعة اللي بالاحمر دي ساين الثيتا بقعنا فكها كام؟ ثري هندردددددسيكستي فتي عادي بقى جدا ثري هندردددسيكستي الفريقونسي بقى عشرة والتهم اللي احنا 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 الحديثين عشان هو قلة كامل فانا فكتت التهم وديه الترك الوحيد التانى اللى بستخدامها لمدين إيميف ويطلب التهم اجيبنا اليميف للتهم بشه لازم بقى اجيبها؟ اشتغل تاضي 200كس ت30 نبقى اعمل shift ايه؟ shift solve يالله يا كوتش shift solve بقى تعد تلات سنين بتحسب هي أصلا فانا ها حاول نعملها مثلمات كالك في السريع 2x وديه 10 يبقى ده بيساوي تلتمية وستين والفريقونس يبقى عشرة تلاقيها للتايم يا كوتش بايت بوينت سري سري ملت بلاي تين باور نيجت في سري فتا التايم انت طبعا هتحاولي تايم تاني حاجة هو عايزها بقى البريريوديك تايم تايم البريريوديك تايم يا جماعة بمنطقة البساطة هو وان على الفريقونسي ما فيوش اي حاجة يعني يعني وان على تن يعني زيرو بوينت وان سكند ماشي كلام جميل جدا جداjego سؤال طيب خلاص. هبقى كده عايز i instantaneous اللي هي i max sin seta نفك سيتا اي بقى n trick من تركات السيتا اللي هي 4 tricks. دي n trick 660 ft عشان مديني time. خلاص عوض. ال i instantaneous هبا الماكس ما مش عندي. عارف ليه؟ ليه؟ لان انت استمراتش استخدمت ال effective الاول. تعال بقى نجيب i effective. نستخدم قصدي قانونها يعني. مش i effective equal i max sin 45. اه ال i effective نفسها بكم. ال i effective نفسها بخمسة. ال i max عايزينها عشان نعوض بيها. sin 45. يطلع لك ال i max بكم يوم؟ يطلع لك ال i max ب يطلع لك ال i max 7.071 دي كده ال i max. يبقى ال i max 7 7 0.071 sin multiply sine تعال بقى نفتح ال bracket ونشوف السيتا. طبعا 360 ft 360 frequency 50 و time 1 على 500 بس كده. فشلنا السيتا وعودنا بال trick number 2 بتاعت السيتا اللي هي 360 ft طلعات اللي اجابة كان بقى تعال نشوف 7.071 multiply sine فتحتنا ال bracket 360 frequency 50 وده ب 1 على 500 the time طلعت لي ايه طلعت لي يا جماعة ب 4.156 5.6 جرب وشوف اني واحد يطلع عندك ده. تعال نجرب اول واحد اكيد اول واحد غلط. طب تاني واحد. تعال نشوف 5 وده root 6 على 2 طلعت لي كام غالط 5 على 6 غالط 5 على root 2 6 ايه ده ايه اللي اختيارات ده المعففينة دي ثاني يا ابني بحسبني ايه غلط تعال نحسب الاي ماكس تاني نحسب الاول هتو الاي ماكس تاني 5 على sign 45 صعبش اه أه 7.7 ماشي إباد الاي ماكس حتها هنا حطناه sign ساي 360 50 و الوقت 1 على 500 الله ما انا كنت كاتب كده 4.156 الله الله ايه التخلف ده هيا مش طالع ليه root 6 على 2 استنى ايه 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 الاجابة مش موجودة طب استنى بقى لو انا ما طلقتش انها مش واخد بالي من حاجة في السؤال فهلس يدي الاجابة ونفض ماشي طب تعال نشوف اعتبروا مقال يعني ايه 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 يعني دو البراليل ايه ايه 0 sim 30 هذا القانون مخصوص 6 ١٠٠٠٠٠ haut لعين ١٠٠٠OS ٢٠١٠ٰ الخطاب مع الله زيارaman photo squared مر seam g ال 300 و تتOl المطلوب الاخير يدع لسية تلقى المصبوطة واقع الصنعي مر착 الصنعي swing سؤال 77 عندك 6 كويلز ما لهم 6 كويلز دول ولا اي حاجة عايز الانجل بين الكويلز الله الانجل بين الكويلز كان خانونها ايه عبدالله 360 على 2 x صح؟ اه يعني 360 على 360 على 2 x 6 يلا 360 على 2 x 6 تدعي تلك 30 دجري اللي بعده بيقولك ايه دينمو الان بتاعته بكم يا بني بمية والرزيستنس اه ارجع تانى دينمو سكايل ستكون 100 ترناية اتش 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 ترناية كل ترناية الريزيستنس بتاعتها ب 0.01 يبقى دي مش الريزيستنس لا دي ريزيستنس الترناية الوحدة وهما كم ترناية 100 يعني الار توتل ب 1 اوم ازاي عبدالله تاني ما انت عندك 100 ترناية الريزيستنس الترناية ب 0.01 يبقى لو انا عايز الار توتل اضرب 100 ترناية في 0.01 طلعت لي ايه؟ 1 اوم خلاص يبقى الار توتل ب 1 اوم دي المفروض انا اشتغل بها جماعة خلي بالك ايتش ماشي when it's rotating frequency 50 it consumes energy يبقى دي الانرجي ب 2 جول الانرجي equal 2 جول one cycle within one cycle one cycle دي مهم ماشي then عايز اليمف ماكسموم طيب دلوقتي عبدالله اجيب اليمف ماكسموم منين بقى؟ الراجل مدين الانرجي صح؟ اه طب مشان عارف يا كوتش ان الانرجي بتساوي i square r t اه طب تعال نعوض الانرجي ده في سحب 2 equal i بس الاي اللي انا جاب دي عبدالله اي 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 ا تمام اللي هو 0.02 حلوة قوي يبقى تقدر تحط ال time بتاع سياتك هو periodic time اللي هو 0.02 تقدر تجيب لي من هنا اي افكتف اه طبعا سهلة جدا shift solve 2 و 0.02 طلقت لي 100 root answer لا معلش يا جماعة هي في الاخر خالص هتطلع 10 معلش يبقى اي افكتف 10 امبر بس هو مش عايز اي افكتف ما تنروحش تختار ايه ده هو عايز اي ماكس طب مش هنعرف بقى ان ال اي افكتف مش هنعرف ان ال اي افكتف اي ماكس sign 45 اه ال اي افكتف انت بتاع بعشرة ال اي ماكس انت عايزها sign 45 هتطلع اي ماكس يلا تطلع 14.14 فتطلع choice b المطلوب اللي بعده the average emf في ربع لفة من الربع لفة من الربع لفة من الربع لفة mf average في ربع cycle بادئ من الربع لفة المطلوب 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 filth, I14.14 لم يكن حالة 9 من سامر هذا هذا البعام أخرى، عجبنا كيف يعني الإجدار العادة على بيم فماكسما ولكن موجود حقا كنت لديها إذا وضعت كنت أعود إلى إيم فماكسما وضعت الموضوع من ثم أخطوطها هنا لديها الموضوع ففي الأيام كنت جميل سؤال 79 يقول لك الكل الذي بدأ الحركة من هذا الوضع أنهي رسمة من الرسومات اللي هي في الاتشويس انا اطلع فوق دلوقتي شوية عشان اجيبلك الاتشويس كلها تعبر عن الرسمة الصحة للدينامو بس تخلي بالك فيه جفنز في الرسمة لازم نطلعها عشان نعرف نحل ايه هي ان النمبر افتورنس بمتين والبي بتو ميلي تسلا والاريا بوان والفريكونسي بخمسين هرتز فبعد ازنك قبل ما نطلع فوقه ونشوف التشويس تعال نجيب بعد ازنك المف ماكس لأنه هو بص في التشويس عايز يعرف اطلع المف ماكس ما هتوقف بالرقم ده ولا بالرقم ده فتعال نشوف المف ماكس ما هتوقف بكام قانونها نافق نافق مبาย اوميجا هنفك المفق بمجا 2 بي ف تعالي نعوض يلا 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 الان بكام يابني بمتين في الرسمة الاريا بكم يابني بوان متر مش هنحولها يبقى 2x2x3 فكها 2x2x3 فكها 2x2x3x5 يبقى 200x2x2x2x3 2x2x2x2x3 يعني 2x2x2x3x5 خلاص يا جماعة خلاص يا شباب طلعت لي طلعت لي الإجابة بكام يا كوتش 125.6 0.66 خلاص دي كده المف ماشي يا شباب ماشي دي كده بس استان هو ما طلعش عايز المف ماكس هو طلع عايز المف ماشي متأسفين يا جماعة يبقى المف ماشي 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 المف المف ماكس بكام مية خمسة وعشرين.66 مالتوبلاي ساين 362 فط طبعا لان دي تريكة تانية للثيتا عشان مديني تايم يبقى 306 الفريقونسي بخمسين و الTIم 0.2 مالتوبلاي 10 نحن نطلع في الانستنتينيس هنا بكام يبقى الماكسموم الانسر ملتبلاي ساين 360 والفريقونسي بخمسين والتايم بزيرو بوينتتو ملتبلاي تن باور نكتف ثري طلعت الانستنتينيس بتاعتها بكام بقى 7.9 فولت حلو قوي ركز بقى مع الله يرضى عليك ركز مع الله يرضى عليك في الارقام دي كده وكتبها عندك حلو يبقى احنا طلعنا الماكسموم بكذا وبسهو مش عايز ماكسموم وعايز الانستنتينيس عند الرقم ده الانستنتينيس عند هزا الرقم طلعت كام 7.9 طلعت كام 7.9 يبقى انا عايز يبقى انا عايز لما الطايم يبقى 0.2 تكون الامف عندها كام 7.9 وما تبقاش ماكسموم تبقى اامف عدية لان الرقم اكبر بكتير قوي طيب تعال نشوف بص يا كوتش بقى بص الى كوتش نشو سين دول عشان نشو سين دول اصلا غلط لان عندي 0.2 ماشي هنا الرقم مزبوط بص الرقم مزبوط بس الرقم ده بالماكسموم بص وصل الى ماكسموم وثبت معنى كده طالع ما سيبت ان هو بيقولك انه بالماكسموم هل الماكسموم بتاعت الرقم ده طب هل عندي 0.2 ده الرقم ده لا انا عايز 7.9 طب تعال بانزل الى تحت اهم هنا بص يا بص يا هنا 0.2 ميليساكند عندها 0.79 ده ما عندهاش هي 0.79 ومش ماكسموم بص لسه بتزيد اه يبقى هو ده التشويس المزبوط تشويس سي كلام جميل جدا اللي بعده سؤال ايتي سؤال ايتي يا كوتش بيقولك ايه يا معلم ركز مع الله يرضى عليك الماكسموم برضه للمرة العشرمية طب انا بأكدلك على الفكرة بس الامف اكتب الاكوشن بقى بتاعتها طرمار given equation امف ماكس سين ثيتا الثيتا هنفكها اوميجا تي عشان فيه time يبقى تي هو تي يبقى اذا نقدر اقول دلوقتي ايه عبدالله ان الامف ماكسموم بمتين وان الامجا بثمنتاشر الف ثان ثان الوامجل انتك جبتها من سيتا طبعا ما جبتها من انجل من سيتا يبقى البي لازمت 180 في الفريكنسي هذه الفريكنسي بعد اذنك يبقى 18000 و دي طلع عليك 50 هرتز فهمنا يا جماعة عشان دي باي من سيتا المطلوب الاخير the effective the aim f value طبعا نطلع فوق شوية عشان نشوف the aim f after 5 ms خلاص فال 5 ms دي هتحطه ما كان ال time اللي كان في اخر the equation 200 sign يا رب يا جماعة اكمل بس معايا كانت 200 اللي الشاشة تعبت مننا يا جماعة 200 sign 18000 18000 و ال time تدولك 5 ms يبقى 5 ms هتطلع لك كم بقى هتطلع لك 200 برضو يبقى اذا المطلوب الاخير اجابته كان 200 تعال بقى ننزل لحد البتاع ايه دا؟ لا 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 انزل لسه 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 نحن ننزل شوية ايه دا؟ احنا كنا في سؤال جماعة ايه دا؟ ايه دا؟ ننزل كمان سنة؟ كمان سنة؟ ماشي يلا اللي بعضه سؤال ايه دا؟ ولا فيه مطلوب لسه؟ والله دا فيه مطلوب تانا يا لهوي معلش يا جمال مطلوب كتر جدا اقصم بالله انا مش عارف ايه دا؟ مش عارف ايه دا؟ لما الريزيستنس بعشرين اوم وان سايكل خلي بدك وان سايكل يبقى انت تستخدم البريوديك تايم في القانون بتاع الانرجي طيب دلوقتي عبدالله راجل عايز الانرجي طب الانرجي بتساوي في سكوير على ار في تي في سكوير على ار في تي طيب خلي بقى ان الفيديو يا رجالة لازم توقفيه افكتف ماشي طب يلا طبعا انت ما جبتش الافكتف ما هو الافكتف هو الماكسوم صين فورتي فائف الماكسوم كان كام اصلا متين يبقى متين صين فورتي فائف سكوير كان دل افكتف على الريزيستنس اللي هي بقى 20 اصلا ملتوبلاي البريوديك تايم ليه بريوديك تايم لانهو قالك وان سايكل وان سايكل اللي لازم استخدم البريوديك تايم اللي هو هوان على الفريكنسي اللي هو وان على خمسين خلاص يا معام الفريكنسي كونا مطلعينة بخمسين اعملها بعد اذنك يبقى دل افكتف سكوير على عشرين في تطلع لك بعشرين جول هناك مشكلة جميل جدا السؤال اللي بيقول لك بيقول لك عندك اتنين دينامو ورسمتين مختلفتين عايز الرايشيو بين النامبر افتورنس بص بقى كوتش مش انت عارف ان اليميف طبعا انا ومديك برضو برضو مكسمو هنا مش انت عارف ان اليميف كده كده ديركت مع الفريكنسي اه يعني اليميف ديركت مع النامبر افتورنس لان اليميف ماكسموم نبوي هي ديركت مع القانون كله تعال نشوف اله هيطير اليميف ماكسموم قانونها اي عبدالله نبوي حلو هنفك الاميجا 2 باي اف ليه هتعرف دلوقتي تعال اللي سابت نتغيره يا كوتش النامبر افتورنس هو عايزها اصلا الاريا سابت ال 2 باي سابت بس الفريكنسي مش متساوي لانه هو هنا الراجل ده عمل كم لفه لفتين لكن الراجل ده عمل كم لفه اربع لفات يبقى انه الفريكنسي هنا غير هنا يبقى كده فاضلي مين في قانوني اف ماكسموم اعمل بي راشيو ال N والفريكنسي يبقى افضل اقول اقدر اقول ماشي فهنا نتغير ده 1 بتاعنا امي في ماكسموم 1 بكام ب1 على امي في ماكسموم 2 بكام ب2 يبقى اقدر اقول N1 على N2 ده النون اصلا فريكنسي 1 على فريكنسي 2 فريكنسي 1 كام لفه فريكنسي 2 كام لفه فريكنسي 2 تحط دول على الالة كأنهم X واحدة تحطهم على الالة كأنهم X واحدة بس يعني تكتب كده نص يعني 1 على 2 1 على 2 equal X انا عامل 1 على 2 equal X واحدة multiply 4 على 2 shift calc equal تلاقى اللي بكام بربع اللي هي 1 على 4 خلاص يا جماعة كلام جميل جدا 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 اهم حاجة تخلي بالك من ايه؟ من حوار ان ال E ما في متغيرة وكمان الفريكنسي متغير عشان ما تطير ليش الفريكنسي يلا سؤال 82 بيقول لك عندك ايه؟ عندك دينامو والسايد لينث بتاعه ب40 سنتيمتر ماشي يعني ده اللينث وده الويتس ماشي يا ده راجي بالأريا طب ما الاريا لينث في الويتس يعني 40 multiply 10 power negative 2 multiply 30 multiply 10 power negative 2 تطلع لك الاريا بكام؟ تطلع لك 40 multiply 2 طلعت لي طلعت لي 0.12 يبقى الاريا ب 0.12 ميتر سكوار خلاص انا كيكبت الاريا الحمدلله ماشي ومديك ال N كمان ب 300 ومديك الفريكنسي كمان بالرقم الغريب ده اللي هو 50 على 11 وهو جماعة الفريكنسي وبعدين مديك ال effective ب 200 root 2 MF effective بتسوي 200 root 2 عايز maximum طيب ماشي تعرف كده 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 effective قانونها ايه effective قانونها الماكسموم MF maximum sin 45 ال MF effective بكام يا كوتش ب200 root 2 الماكسموم عايزينه MF max sin 45 يلا يبقى 200 root 2 على sin طبعا انا انا بعملها ايه يا جماعة؟ بعملها ماس على sin 45 لعمل انت شفت الصوف بقى براحتك بقى تطلع ربع ومية ماشي يبقى كده الماكسموم بربع ومية عايز ال B طب مشان تعرف ان MF max قانونها نبوي N A B يلا ال MF maximum بنفسها بكام بربع ومية ال N بكام ال N number of turness ب300 و ال area 0.12 ال B عايزينها الامجة هنفكها 2 باي في الفريكنسي الفريكنسي بكام 50 على 11 بس خط كل ده على الالم وشوف تطلع بكام انا بعملها اهو استنى يلا يلا مكتب بس حاجات غلط هه عشان تعبت يا جماعة تعبت طلعت 0.3 8 الماغنيتك فلاكس دينستي 0.3 8 9 طلعت بيها جماعة 0.3 8 9 تعالى نشوف اللي 7 على 18 7 على 18 هيا 7 على 18 ماشي المطلوب اللي بعده التسجيل 3 10 8 9 10 10 10 12 12 ده معنى ان الامجا هتتغير يا زميلي ليه؟ لان الامجا بتسوي ايه؟ الانيار فلوستي على الار الار ده الويتس اقسم بالله ابدا الار ده نص الويتس وبالتالي لما اشتغل واجيب الامجا يا جماعة في على ار الانيار فلوستي هو ايلك بتلاتة الار ده نص الويتس الويتس بكم يبني؟ بسيرتي يبقى انا عايز نصه بخمستاشر بس ده سنتي حولها ملتوبلاي 10 باور نيجاتف 2 يطلع لك الانجيار فلوستي جديده بكم بقى؟ 3 على 15 ملتوبلاي 10 باور نيجاتف 2 اللي هي نص الويتس يا جماعة طلعتلي بكم؟ بـ 20 يبقى الانجيار فلوستي بقى بـ 20 تعالي بقى نجيب ليمف مكسيموم الجديدة ليمف مكسيموم الجديدة خلونها ايه؟ نباوي الان سابتة بـ 300 الارية سابتة بـ 0.12 البي سابتة البي انتجي بتاعه بكام؟ اله 0.38 9 والأوميجا بقى هي اللي بقيت الجديدة بكام؟ 20 بس كده فهمنا رجالة؟ فلازم تعملها بقى الـ 300 ملتوبلاي 0.12 والذي بقى تبقى حافزة تركس كلها يعني متعدلش تركاية بتقول لي عبدالله لا تركاية دي مش مهمة مفيش تركاية مش مهمة اهدلك الانجيار فلوستيوك قال لك الاميجا الجديدة وهتريب في مكسيموم الجديدة تطلع لي 280.08 فين بقى؟ اهي 280 يا جماعة خلاص؟ خلاص؟ كلام جميل جدا 280 فولت مفروض مش نيوتر ماشي بلسه عز حاجة كمان عايز الماكسيموم value of electric current intensity في previous case لما الريزيستنس بعشرين طب خلاص؟ مش لتجبتي ميف ماكسيموم ب82؟ اه طب ما الامف اعلى او الفي على ارد دي نيوي الارد بقى كان بعشرين بس خلاص ثلاث لي با 14 ده بي ماشي السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ مون هندر ترنس يبقى دي الان ماشي والاريا 250 سنتيمتر سكورة حولها ملتبلاي 2 بوار نيجاتي 4 ودي البي بس ملتبلاي 2 بوار نيجاتي 3 خلاص بس ده الوضع طبيعي لبدأ الحركة ده الوضع طبيعي لبدأ الحركة where the mif reaches the maximum value 100 times اه مديلك عدد مرات الوصول للمكسيموم value بس وانا بدأ من البربنديكلار position وانا بدأ من البربنديكلار position كن قانونها 2F يبقى 2F تساوي كم 100 ما هو من دهلك given عدد الوصول للمكسيموم 100 مرة 2F يبقى 2F يقوى 100 يبقى الF بكام بخمسين كده انا جبت الfrequency هو عايز مين بقى عايز effective emf طب يلا مشانا عايز effective اه اه يا عبد الله قانونها اييييييييييييييييييييييييييييييييييييو ماكس الـ 2x في الـ Frequency الـ Frequency نتجبه بـ 50 عشان هو عايز ايه الـ Effect 100 x 250 x 10 power negative 4 طبعا يا جماعة عشان انت عرف تحل لازم كل التركس تكون قدامك يا رب تكون حافظها كمان مع الحل Frequency طلعتلي 111.1 يبقى choice D اوكي اللي بعده Graph وفيه 3 مطاليب يلا تعال نشوف يا كوتش هو قصمة فيش اي given في الكلام given كله على ايه؟ على Graph هو دلوقتي يميديلك IMF instantaneous بالرقم ده و الـ Time بتاحها بـ 4 على 3 ms طب خلاص تعال يا كوتش نستغل قانون IMF instantaneous على طوله ما تفكرش هو كده كده أصلا المطلوب هو وعايزه IMF maximum طب ما نعرف إن IMF instantaneous equal IMF max sin سيتا بس المرة دي سيتا هجيبها بقاني قانوني يا عبدالله السيتا هجيبها بقاني قانوني يا عبدالله بـ 360 Ft ليه؟ عشان هو مديني Time يبقى sin وحط سيتا كام قانونها 360 Ft اوكي جماعة؟ عشان هو مديني Time يلا الـ IMF instantaneous مدينيس اللي عندك بكام؟ 20 root 3 اكتب 20 root 3 الـ maximum هو عايزه أصلا I mean sine افتح البركت 360 الـ frequency بقى؟ تعال بقى نجيب الـ frequency طبعا هو منديلك الـ periodic time بـ 8 millisecond أنا أريد الـ frequency اللي هي 1 على الـ periodic time اللي هي 1 على 8 x 10 power negative 3 تطلع لك كام؟ تفهمين يا جماعة؟ هجيب بس الـ frequency طلقات الـ frequency بكام بـ 125 ماشي يبقى 360 frequency بـ 125 كمل تعود يلا multiply time بقى بتاعنا ما هو خلي بقى لكن انت أخذ الـ instantaneous يبقى لازم طالما الـ instantaneous بـ 20 root 3 الماكسموم وقائزها 360F الـ time بتاعليم fd الـ time بتاعها بكام؟ بـ 4 على 3 بقى 4 على 3 بس ما تنساش تحولها 10 power negative 3 عشان دي millisecond ماشي هتلي بقى الماكسموم يلا يلا يا عبدال يبقى إذن 20 root 3 على sine 360 والـ frequency و الـ time 2 power negative 3 43 يبقى إذن الماكسموم بـ 40 volt المطلوب اللي بعده the instantaneous value of EMF after 4 على 3 millisecond from point x خلاص عادي يبقى هو عايز الماكسموم الجديدة صح؟ بتساوي الماكسموم 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 360 ft 360 frequency ثابت بس الـ time هيتغير هو قال لك زود لي زود لي 4 على 3 millisecond على الـ time الأولاني هو على الـ time point x هو الـ time point x كان كام 4 على 3 هو عايز ازود كمان 4 على 3 خلاص يبقى الـ time اللي انا اشتغل به 4 على 3 متزود على 4 على 3 ليه؟ هو عايز 4 على 3 millisecond من الـ time من الـ time بتاع position x يبقى 4 على 3 ده بتاع position x زائد الزائد الـ time على 3 خلاص اتطلع لك كام بقى 40 multiply sin 360 frequency الـ time 8 على 3 10 بقى 20 روضي برضو عادي جدا يبقى طللت نفس الناتك 23 عادي اللي بعد كده effective value of current intensity لما resistance بتن ومديك resistance بتن خلاص تعال نجيب effective value للمف وبعدين نعملها خلاص تعال نجيب EMF effective طبعا ساعتك تعرف ان الماكسمم باربعين اصلا في sign 45 تطلع لك كام ساين 45 تطلع لك 20 روت 2 بس دي كده EMF ها هو عايز فالI V على R يعني 20 روت 2 على 10 تطلع ايه 2 روت 2 2.8 2.8 2.8 السؤال اللي بعده بيقول لك ايه كوتش بيقول لك ايه بيقول لك the opposite diagram the opposite diagram the opposite diagram represents the structure of dynamo if side AB moves at this outward of the page برا الصفحة عايز direction وانهي brush تعتبر positive pull وانهي brush negative pull طب تعال انحل direction طبعا direction ادينا مجماعة بFleming right hand rule VBI لان احنا اعتبرناك straight wire ها دلوقتي بتكلمك على السياد الاسمه AB فين AB AB اهو ماشي ماشي بيقول لك ايه بقى انه يتحرك out of the page طب يلا VBI ركز يلا VBI طب تعال الاول نسبة ال B ال B ماشي من ال N لل S يبقى صبعي ده من ال N لل S هاو ده من ال N لل S هو قال لك ان السياد الاسمه AB ده بتحرك out of the page يبقى ال velocity out of the page اهو برا الصفحة يبقى ده ال B من ال N لل S وده out of the page اهو تبقى ال I ماشي ازاي يبقى ال I ماشي ال فوق من ال B خلاص؟ حلو قوي كملها بقى ووصلها يلا هتفضل ماشية 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 لحد ما تخرج من هنا يعني هتخرج من أنهي برش هتخرج من F2 يبقى ال current بيخرج من ال positive ball مش تعارف ان ال current بيطلع من ال positive ball يبقى ازا Y هتاكست as positive ball و X هتاكست as اكيد negative ball يبقى ازا او طبعا ال Y اللي هي F2 يعني F2 positive ball و F1 negative ball يبقى F2 positive اي هتقولي عبدالله طب ما F2 positive برضو هي اوه ما انت تخلي بالك بقى يبقى دلوقتي اجابتك ل B لا D صح صح ايه الفرق بقى خلي بالك ان في choice B قالك ان F2 positive ball during halves of the cycle نصين cycle لكن هنا قالك ان F2 هي positive during one half of the cycle يعني في نص وعد من الانصاص ايه الفرق 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 في الرسمة هنا هو انت هنا مستخدم rings او rectifiers طبعا رسمتها عاملة كده انت شفتها كثير دي رسمة rectifiers نصين سيلندر بينهم مدى عزلة لان لو انت مستخدم rings تغير الكلام تغير الكلام تغير الكلام تغير الكلام مرة positive ومرة negative فساعتها تبقى فتو positive في نص واحد من الانصاص لو انت مستخدم rings لكن لو انت مستخدم rectifiers طبعا جماعة يكون من المميزاته انه يحاول اسي current إلى یوني directional current صح؟ اه طبعا ما بيحول من AC current الى UNI direction current يعني بيخلي كلهم positive ودايما ال direction بتاع ال current يبقى direction واحد بس اوليت current يبقى اتجاه واحد بس صح ولا لا اه ده معنى ان طبعا ما انت مستخدم rectifiers ال current دايما هيطلع من هذه ال brush خلاص فتبقى F positive على طول عشان انا مستخدم rectifiers عشان rectifiers بتحول من AC current ال UNI direction current يعني بتثبت اتجاه ال current اوكي اللي بعده طيب نفس الرسمة بس الراجل عايزك تجرب المجند ده مين فيهم انه مين فيهم اس ماشي وفي نفس الوقت ال direction بتاع x y بيتحرك ايه وانتو page ولا انتو page طب تعال نجرب بقى تعال الاول نجرب ال choice الاولاني هنجرب ال 4 choices هنجرب ال 4 choices اولا N و S ويتحرك out of the page تعال الجرب ده N و ده S خلي بالك انه هو مديلك في الرسمة اتجاه ال current ماشي كده اهو 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 كملوا بقى ودخلوا جوه البتاع اهو بيلف وينزل كده بس هو بيكلمك عن side x y صح؟ ماشي تعال نشوف هل side x y هيتحرك out of the page لو تحرك out of the page اوكي؟ اي بتاع الاول نزل لتحت ما دي الاي ايه؟ دي الاي النزل لتحت بتاع اكس و اي يبقى ازا ال velocity into the page لكن هو بيقولك out of the page يبقى choice A غلط تعال نشوف choice B ن و S برضو وinto page A لاننا عملناها ن و S وال current كده given ماشي في الهزة الاتجاه تبقى into page يبقى choice B صح؟ تبقى نجرب الاثنين تانيين S و N خلاص الغلي بقى البولز دي بعد ازنك هو بيقولك هكسل البولز حط لي بعد ازنك S و N يبقى دي S و دي N ماشي وطبعا ال current هو هو جاي من تحت ثابت تعال نشوف ايه يحصل لو دي S و دي طبعا ال B من ال N لل S تعال بقى لما نروح الناحية دي تبقى سهلة ال B من ال N لل S اهو وال current في هذا الاتجاه يبقى المفروض ال velocity out of the page هل هي out of the page؟ لا هي into page غلط طب اللي بعدها من ال N لل S وهيبقى out of the page يبقى choice D كمان صح يبقى عندك choice D صح في السؤال ده B و A و D ماشي السؤال اللي بعده خلي بالك دي رسمة ايه؟ دي رسمة rectifiers انا بس اعزة اواريك حاجة دي رسمة ايه؟ rectifiers دي رسمة الرنجس اللي تحت دي بص هطلع لك بوق شوية دلوقتي دي رسمة الرنجس دي رسمة الرنجس دي رسمة الرنجس ماشي عايزك تقول لي اني رسمة من الجرافات اللي تحت دي تعبر عن رسمة ال EMF في هذا الشكل طبعا انت مستخدم رنجس طالما رنجس يبقى كرا انت تغير فوق و تحت خلاص فوق و تحت مين يتغير فوق و تحت ده غلط طالما يتغير فوق و تحت ده على طول فوق يبقى ده غلط يلا يا ابني خلاص ماشي ده فوق و تحته و ده فوق و تحت بس الفكرة بقى انت بدأ من اني وضع طبعا الكول بتاع ساعتك لو جبته كده او هتلاقي بارل من بارل بوزيشن طالما القول بدأ الحركة من البرل بوزيشن طالما القول بدأ الحركة من البرل بوزيشن بقى XT الاشيو بين the number of coils to the number of rectifiers ايه rectifiers دي؟ اللي هي number of segments of the hollow مش عارف ايه الله ينور عليك طب مش انت عارف القانون اللي بيقولك ان number of coils sorry number of rectifiers equal double number of coils اه number of coils يبقى اذا number of rectifiers double number of coils صح؟ هو عزةةةةن من الر pomp singular يبقى كويلز بيص尼 نص نص نصن LD يعني بصم هو stack حوضر كويلن Be One ない grupoة Number of C entity بك Knowledge يبقى qui one ايه ماشي ببعض السؤال اللي بعد If the frequency of the generated current in AC denominator in 50 hertz انا اش tanto تصحل ال앙 so the frequency of the current دي كانت نوت اصلا بتقول لك ايه لما الكرانت بيركتفايد الفريكونسي بيضابل لما الكرانت بيركتفايد الفريكونسي بيضابل دي يعني هيبقى بمية ماشي السؤال اللي بعد بيقول لك ايه عندك كمميتيترز وين اميتاليك كمميتيترز كمميتيترز is used in instead of two rings يباشلنا التورينجز وحاطينا توك كمميتيترز الاسي دينامو دي كانت نوت ابرده قولناها يا جماعة وقالتها اصلا في بداية الفيديو ان دايما دايما انت جوه الدينامو اسي دايما دايما جوه الدينامو اسي ولما تستخدم ركتفاير تبقى يوني ديركشن الكرانت بس بره ماشي اللي بعده بيقول لك ايه في الستركشن قدام سيادتك then any component for the rectification of alternating current اني واحدة بيعمل عملية من اللي بيعمل عملية التركزي يسمي ثانيا 3 اللي بعده فرسمة عايز الأورج بس المرادة بقى ايه سؤال حلو او 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 يلا هح ركز بقى معي الراجل يكون مشكلة نعذيك積ية طيب هنا بقى تعالى بقى نشتغل بالأفريدج الجنرال رول لانه هنا مش ايلك ولا ربع لفة ولا نص لفة ولا تلات تربع لفة هو هنا ايلك الأفريدج في الطايم ده خلاص يبقى انا شغال بالجنرال رول بتاع الأفريدج يا عبدالله ممكن انتم اكتبهولي اه ان الامف افريدج بتساوي ان ملتبلاي امف ماكسموم على تو باي ملتبلاي ساين ثي تا وان مينس ساين ثي تا تو حلو قوي تعالى بقى نعود بس بالراحة خلي بالك يا كوتش هي اول حاجة مش عندك في المسألة الان اوعى تنسى ان الان هي مقلوب الريشيو بتاعت السايكل او ريشيو البريريوديك تايم هل انت عندك ريشيو السايكل يعني هل هو قالك مثلا السايكل عامل ربع لفة خمس لفة تلت لفة لأ انت لازم بقى انت اللي تجيبها اوعى تقول لي يا عبدالله طب ما تايم با ريشيو ولا مش عايز غباوة الان هي ريشيو السايكل لأ دا تايم عادي خلاص يبقى نعوص اجيب الريشيو السايكل اعمل ايه اعمل اجيب ريشيو البريريوديك تايم بريدي Age ماذا لو أنت خدت ölبي لو أنت قام بربي يبقى الريشد قام بربح الان حية الأن المعلي طبي المعلي طبي ما شرع مرح 75 على هو قال لك النص لفة خدت 0.04 يبقى اللفة كلها البريريوديك تاخد كم أكيد يعني 0.08 حلو قوي تعال بقى نشوف الريشو بتاعت البريريوديك تايم كم اللي هي هي ريشو السايكل يبقى إذن 1 على 75 على 0.08 اللي هو البريريوديك تايم طلعت كم 1 على 6 حلو قوي يبقى إذن ريشو السايكل دلوقتي كام يا كوتش 1 على 6 ريشو السايكل كام 1 على 6 جبناها ازاي من ريشو البريريوديك تايم الطايم العادي على البريريوديك تايم الطايم اللي هو عايز عنده 1 على 75 والبريريوديك تايم مش بزيرو بونت زيرو فور ده بتاع نص لفة ده بزيرو بونت زيرو ايد طلعت 1 على 6 حلو الان بقى مقلو بالرشو عوض بقى يلا بالأورج يبقى الان بستة الحمد لله اللي يمي في ماكسمن بكامي عبدالله بمية على 2 باي ملتبلاي ساين ستا 1 ماينس ساين ستا 2 خلي بالك ان الدينامو بادئ الحركة من البريريوديك لريوديشن وانا ايش عرفني هو ايه اللي كان بده من ايه وطا تاني لا ده اولا ثانيا بدئ الامف بزيرو صح هي الامف تبقى بزيرو لما الكويل يبقى بريريو ولا بريبين ديكلر الامف في الدينامو بزيرو لما يكون بقى بريبين ديكلر كده صح حلو قوي يبقى ازا هنا ساين اوعى تنسى النص بتاعت الحتة دي ان ستا 1 وستا 2 أنجلز عادية يعني أنجلز عادية يعني ما بين البي والكويل يعني لو قالك بريريو تبقى زيرو قالك بريبين ديكلر تبقى ناينتي أنجل عادية ما بين البي والكويل نفسه حلو فهو بدئ لما كانت البي بريبين ديكلر على الكويل يعني الانجل العادية بناينتي يعني أنجل ما بين البي والكويل البي والكويل بناينتي عادي جدا اهو ماينس ساين اوعى تنسى ان سيتا 2 كان لها تركة ان سيتا 2 هي سيتا 1 زي قدل اللف بيها سيتا 1 ناينتي سيتا 2 بقى مش بالدهالي مش ايه اللي هو لف بكام طب ما تحسب لي هو لف بكام ازاي مش هتعرف ان سيتا لها تركة بتقولك ان سيتا بتساوي 360 فتي اه يبقى بتساوي 360 الفريكنسي بكام والله ما يشمع عندي اصل الفريكنسي روح هاتو طب ما الفريكنسي وان على البريريوديك تايم المسألة دي جماعة فيها تركات كتير قوي اوكي يبقى وان على البريريوديك تايم في 0.08 هاتلي كده بعد يزنك الفريكنسي وان على 0.08 طلع كام 12 ونص حلو يبقى 360 الفريكنسي ب12 ونص التايم اللي هو عايز عنده وان على 75 هاتلي بعد يزنك بقى الثيتا تطلع لك الثيتا بكام يابني 360 في 12 ونص في وان على 75 طلعت لك 60 اوكي ايه واح تبقى متسرع ومتخلف واتعوض ب60 سيتا 2 هي سيتا 1 زي قدل اللف بيها سيتا 1 كانت كام اصلا 90 ولف بكام ب60 مالانجل سيتا دي جماعة انجلو فروتاشن يبقى اذا بقى تكام 90 زي 60 ليه 150 باس كده حطلي كل ده على القالة طبعا يا جماعة السؤال ده في غاية الاهمية حتى لو انت فهمتو وقف وحلو لوحدك من الاول خالص السؤال ده جماعة مهم جدا مهم جدا كفكرة مش كسؤال متحفظوليش يعني مش عايز غباء اوكي سين 90 منس سين 150 وطبعا يا جماعة تقفل لي البركتس كده عادل واتطلع لي الاجابة تطلع 47.77 السؤال ده حلو قوي نقوله تاني كده ملخصا عملنا ايه هو عايز الافردج في تايم غريب كتبنا القانون ما عنديش الان قمت جايبها الطايم العادي الطايم بتاع الافردج اللي هو عايزه على البريريوديك تايم بس لو ما عنديش البريريوديك تايم النص اللفة خادت 0.04 يبقى اللفة كلها 0.08 يبقى لين نفسها ب6 يبقى لين نفسها ب6 ما عندي على 2 باي هو بدء من البريريوديك تايم ودي انجل عادية انجل عادية يعني من البي والكويل يبقى بدء من الانجل طب هو اللفة بكم بقى احسبها 360 فتي يبقى 360 فريكونسي جبناها 1 على البريريوديك تايم في التيم اللي هو عايزه 1 على 75 جبنا اللي اللف بيها 60 بس يزيتها توية يبقى 60 زيادة 650 بس وحطنا كل ده على الالة طلقت لي بهذا الرقم فده سؤال نذيذ جدا الحقيقي ايه ده؟ هو طلقة ليه؟ طريبا زعل زعل اللي مقالي كتير بحل السؤال معلش يا جماعة عايز اقولكو على حاجة بقى يا جماعة هو بيفتح بس يا جماعة انا عايزك ايا كانت المسألة ما تستهونش بيها وما تقولش يا عبدالله السؤال ده صعب والفكرة دي يا عبدالله مش هتجي في دماغي يا جماعة هم احنا بنحل الاسئلة اصلا ليه؟ ما احنا بنحل الاسئلة عشان تجي في دماغ سعادتك بعد كده يعني انا عارف ان اه لو جات اول مرة واحدك او مش ترفتحلها ماشي ما هو انا بحلها عشان لما تجي لك تانية ترفتحلها فمحدش بقى يقعد يفقد الامل ويقرفني انا مش قصدي طبعا حد معين والله بس انا قصدي ان ساعتك لازم عندك اصرار على الحل اوكي؟ ماشي خلاص حان حلاص يالله 93 93 كوتش بيقول لي سيادتك ايه؟ بيقولك هو عايز فاليو و عايز الوحل طبعا نشوف الفاليو الاول هو من ديلك الاريا مزبوطة بالميتر الان مزبوطة الان مزبوطة الان مزبوطة و بيقولك انجلار فلوسي بديل اوميجا جاهزة ورد برسكند كمان يعني بيأكدلك و الماكسموم بالرقم ده دي مف ماكسموم عايز ايه؟ عايز الماغنيتك فلاكس طب خلاص مش رأي مف ماكسموم قرونها النبوي الان بي اوميجا الان اف ماكسموم اصلا بكام الان بكام يوه؟ 628 628 الان بكام؟ بربعمية الاريا بكام؟ بنص البي عايزينها الاميجا 31.41 هات البي بعد اذنك يلا 628 و دي ربعمية و دي نص و دي 31.41 طلعتلي البي ب 0.0 ارأي بعد المرء صلى اللهى ضبيع الموحد الله لا الا الله خلي بالك هو مدي لك الانجل في هذا الانجل في هذا الانجل نمسك هذا الانجل ونشتغل عليه ونشوف اتجاه الاية طبقه ماشي ازاي طبعا المجنيتك فيلد VBI خلاص VBI تعال نضبط اول البي ماشي من الان للأس البي ماشي من الان للأس البي من الان للأس هو بيقولك ان الرجل بيطلع لفوق اهو بيتحرك لفوق يعني كده فوق اللي هي Auto of the page هتبقى ماشي ازاي هتبقى لأي ماشي في هذا الاتجاه يبقى لأي ماشي كده بس هو عايزة في الانجل امشي بقى معها امشي بقى معها هبا بص خرج من هنا شفت 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 ماشي كده صح تاني تاني من الان للأس والرجل بيطلع لفوق فالأي ماشي كده امشي بقى معها ماشي 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 هبا خارج من هنا صح يا جماعة كلام جميل يبقى ماشي من A لB يبقى اذا من A لB يبقى تشويس C بيقول لك ايه بيقول لك يبقى اليمف USB. هو أعز F0 هنا الـ 5 بالمكسمام يعني الـ Time 1 هنا الـ 5 بالمكسمام يعني الـ Time 3 يبقى 1 و 3 طبعا أغلبكوا حل السؤول دا خلط و هيجي وقول لي عبد الله ياريت جميع تشوفوها يا جماعة هنا دي نسمة الـ 5 بس هو أعز F الـ 5 عكس F هو أعز F0 يبقى الـ 5 بالمكسمام اختار الـ 5 بتاعتبي المكسمام حسن السؤال هي اللي بعده ما تطلعش بعد أنت مؤرف قوي ما خلاص قلنا لهم يذاكروا ذكر يا ابن الله يرضى عليك ذكر يا حبيب الله يكرمك ويا جماعة اقول لك كلمتين على ما يفتح ويا جماعة الله يرضى عليك دلوقتي ما تقوليش يا عبدالله انا متراكم عليها حاجات كتير اعمل ايه نظم وقتك ساعتك يا جماعة لازم تذاكر كمية كبيرة اوي في اليوم مش حتى لو مش متأخر على فكرة انت عاما لازم تذاكر كتير عشان تراجع على القديم الجديد حاول دايما يا جماعة تراجع على القديم الجديد من غير المستر يقولك يعني ساعتك لازم عندك ضمير من الاخر رجعلي على القديم الجديد من غير ما المستر يقولك اي حاجة خالص حل على القديم حل على شابتر 1 وشابتر 2 وشابتر ثريفيك كيميستري حل في البايو حل في كل المواد وفي الجيولوجيا طب وعبدالله المتراكم عليها حاجات كتير يعمل ايه؟ ذكر يا حبيب كتير وما حدش يقول يا جماعة بنامك تنام ايه يا ستا؟ تنام ايه؟ تنام انت في شهر واحد قرب يخلص الله يخرب بيوتكو ذكر يا جماعة كويس ذكر كويس عشان خلاص يعني الامتحانات خلاص على الابواب على الابواب طبعا انت فاكرني بهزر خلي بالك الشغور اللي في الاخر دي جماعة بتمر كده فذاكر ماشي طبعا حد يقولي عبدالله مابلاش الكلام اللي حبت ده يحبت ايه؟ ذكر يا جماعة يلا ايه؟ ايه؟ فين الالم؟ طيب معلش يا جماعة تقريبا الشاشة تعبت مننا على الاخر والله ماشي افزا ماكس موم جنريتت الالكتروموتفورس وما يكيجا من ديك الامف ماكس موم أصلا بمتين هاي ماشي ثم الالكتروموتفورس برضو اه اه امف افراج بس في ون أوفر تين سايكل ومش مديلك اي حاجة تاني طب يلا الامف افراج الامف افراج 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 الامف واخلي بقى ان سايطة وان وستة تو هي انجل زادية يعني في الامفراج سايطة وان وستة تو في الامفراج هي انجل زادية يعني انجل زادية يعني ما بين البي والكويل فهنا قال لك انه هو بدأ بالراجل ده هو عايز الأفريج from the moment at which the plane of the coil parallel to the magnetic field يعني سيتا ون بكام parallel وانجل عادية ما بين البي و الكويل يبقى سيتا ون بزيرو سيتا ون بزيرو مينس سيتا تو هي سيتا ون زيادة الليلف بيها سيتا ون بزيرو كده 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 خلاص مش مالهاش لازمة يبقى الليلف بكام هو اللف بون أوفر 2 سايكل طب ما تجيب لي اللف بكام طب مش انت عارف ان سيتا بتساوي 360 ملتوبلاي راشيو اف سايكل اللي هو 1 على 2 يبقى كده اللف راجل لف بكام ب36 خلاص يا جماعة يبقى حسب نسيتا 360 ملتوبلاي راشيو اف سايكل هو قال لك لف 1 على 2 سايكل بس 360 ف 1 على 2 يبقى لف 36 ديجري يبقى نحط سيتا تو هنا المفروض زيرو زائد 36 بس السيرو طبعا موش لازمة بس كده حطوهم على الان يبقى الليلف راشيو بعشرة المف مكسما من 200 على 2 باي ملتوبلاي ثاني ساي سيتا 1 الراجل قال لك انه بدأ اصلا بارالل ودي انجل عادية ما بين البي والكويل يبقى بزيرو بسين زيرو سين لف بستة وتلاتين خلاص تطلع على الآلة 187 فولت خلصان السؤال اللي بعده AC current of effective value مندي كليم I effective دي I effective والFrequency بخمسين معي effective اجيب ماكسما على طول طب مشان عارف ان I effective equal I max sin 45 اه طب يلا I effective نفسها بكام 3.5 35 الماكسما ما عايزينه sin 45 ده رقم ثابت هاتلي الماكسما بعد اذنك تطلع لك I max بكام استنى يبقى يلا 3.535 على sin 45 طلعت لي طلعت لي بكام طلعت لي B5 يبقى I max 5 تعال نشوف بقى هو عايزين The instantaneous current after 1 over 200 seconds starting from normal position اللي هو هذا طب يلا بداية الحركة طب يلا يبقى I instantaneous equal I max اللي انتك بتاع ب5 multiply sin theta طب ما theta قانونها ايه 360 ft 360 frequency هو من دولك بخمسين و time هو من دولك برضو 1 over 200 seconds صح؟ يبقى اذا 1 over 200 حطهم كلهم على الألم علم يبقى 5 multiply sin 360 frequency 50 و time 1 على ايه علمتين طلقت لك الإجابة ب5 أمبير عادي ماشي السؤال اللي بعده برضو عايز بس المرة دي في third cycle ومرة دي برضو مش مديلك المف maximum طب خلاص هو مدين المف لما الانجل ب45 يعني هو مدين المف effective طب ما انا عارف ان المف effective equal المف max sin 45 الـ effective هو من دولي على الرسمة بعشرة الماكس انا عايزه sin 45 الماكس انا عايزه عشان اعود به في الأفرج يلا هاتين المف ماكس اللي هتعود به يبقى المف ماكس هتطلع كم؟ هتطلعتين روت 2 حلو قوي ليه كده يمف ماكس تعال بقى نشوف الأفرج اللي هو عايزها طبعا هو مش مديني اي جيفن في الكلام خالص وعايز الأفرج على طول خلاص نكتب الـ general rule بتاع الأفرج بعد اذنك المف أفرج عبدالله قانونها ايه؟ n multiply emf maximum على 2 by multiply sin theta 1 minus sin theta 2 نكرر نفس المعلومات الـ n يا معلم هي مقلوب الـ ratio وقال لك ثرد سيكل يبلغ ن بـ 3 emf maximum وانت لسه جايبتين root 2 على 2 by multiply خلي بقى ان theta 1 و theta 2 هي في الأفرج theta 1 و theta 2 هي أنجلزة عادية خالص يعني ما بين الـ b والكويل نفسه وخلي بقى ان theta 2 هي theta 1 زادة اللي يلف بها طب تعال تشوفوا وبدأ من اين؟ so the value of average inducing emf during one cycle from the starting of rotation بداية الحركة هو دائم من بداية الحركة أصلا هو إليك أنه بدء الحركة من من normal position خلاص؟ هو ما قالش بس أنت عارف ان المف بـ zero المف بـ zero لما يكون الانجل ما بين الـ b والكويل بـ 90 لأننا في الدينامو عكس المنطقة صح؟ يبقى الانجل ما بين الـ b والكويل الانجل ما بين الـ b والكويل الانجل ما بين الـ b والكويل 90 والانجل في الدينامو أنجل عادية يبقى هو بادئ بـ 90 يبقى sine 90 منس لف third cycle third cycle كم ديجري اعمل لي هاتلة theta 360 multiply third وتطلع 120 بس ستعود لي بـ 120 ستنسل الـ theta 2 هي theta 1 زادة اللي يلف بها يبقى إذن لما تعود هنا sine هاتشل الـ theta 2 وتحط الـ theta 1 زادة اللي يلف بها ستا 1 بـ 90 وهو لف بـ 120 يبقى 90 plus 120 90 plus 120 تطلع لي كم؟ ثلاثة 210 يبقى 6 2 يا جماعة بـ 210 خلاص خلاص يا جماعة كلام جميل خلاص يبقى كل ده على الآلة لأن الـ theta 2 ستا 1 زادة اللي يلف بها يبقى الانجل ما بين الـ ثلاثة mf maximum بتن روت 2 حسبناها على 2 by multiply sine theta 1 minus sine theta 2 sine theta 1 هو قالك بادئ بربندكلر أو حتى لو ما قالش هو بادئ بربندكلر أهو يعني theta 1 بـ 90 لأن هنا يا جماعة الأنجل ما بين الـ b والكويل نفسه 90 عادية خلاص minus sine theta 2 هي theta 1 زادة اللف بها لف بـ 120 وستا 1 بتسعين يبقى 210 تطلع لك 10.132 تطلع لك تطلع لها دي ماشي باللي بعده يلا 89 بيقول لك المعلم ده هو منديلك الجيفن بس اللي في الرسمة الأول برضو ما عليش يا جماعة عشان الأفردج مهم فتلاقي عليها ايه مسائل كتيرة عشان تتعود وحاول تحل لوحدك n multiply mf maximum على 2 by multiply sine theta 1 minus sine theta 2 الـ n قالك أنا عايزها في قد ما قالكش الـ ratio خلاص الـ n يا جماعة هي ratio cycle أو ratio periodic time هو عايزها الأفردج بعد 1 على 30 seconds صح؟ اه طيب خلاص وان عايز الـ ratio الـ ratio يعني الـ time العادي على الـ periodic time الـ time العادي اللي هو عايز الـ average عنده 1 على 30 صح؟ 1 على 30 على الـ periodic time بقى زمن اللفة كلها بكام؟ 0.04 ما طلع لك بكام؟ تعالي على الـ يلا 1 على 30 على 0.04 طلعت لي 5 على 6 يبقى الـ ratio دلوقتي 5 على 6 يبقى الـ n يا مقلوب ratio اوه تنسى يبقى 6 على 5 multiply الـ y الف مكس بمجهزة بـ 200 على 2 by sin-sita 1- sin-sita 2 هو بدء من اين؟ هو ما علاكش أصلا بدء من ايه؟ بدء بربندكلر و خلي بالك ان الـ seta هنا جماعة انجل عادية للمرة المليون سيتا في الـ average هي انجل عادية يعني ايه عادية؟ يعني ما بين الـ b و الـ coil نفسه خلاص بدء بربندكلر يعني الـ coil بربندكلر على المجنيتك فيلد الـ coil بربندكلر على المجنيتك فيلد يبقى الـ angle بـ 90 يبقى سيتا 1 بـ 90 تعالي نشوف هو لفها دي بقى احسب لي السيتا طب مش السيتا يا كوتش اللي هو لف بيها دي الـ angle of rotation بتسوي 360 ft اه يبقى 360 الـ time طبعا ايه 360 ft الـ time 1 على 30 فاضل لي الـ frequency صح؟ اه تعالي نجيب الـ frequency 1 على الـ periodic time اللي هو بـ 0.04 عفهميني جمال عملت ايه؟ يعني بدلا ما جيب الـ frequency بره حطيتها على طول 360 ده الـ f لو انا على الـ periodic time في الـ time اللي هو متدول يلا نشوف الـ angle of rotation 30 60 multiply وانا على 0.04 multiply وانا على 30 اطلقات الـ angle of rotation بـ 300 اوعى تنسى ان سيتا 2 هي سيتا 1 زيادل اللف بيها برضو للمرة لـ 3 مليون ان سيتا 1 هي سيتا 2 هي سيتا 1 زيادل اللف بيها سيتا 2 سيتا 1 زيادل اللف بيها سيتا 1 بكام؟ بـ 90 هو لف بكام؟ بـ 300 يبقى اذا سيتا 1 زيادل اللف بيها على 390 حطوهم على الآلة يبقى 6 على 5 اللي هي مقلوب الـ ratio multiply ايه؟ mf maximum اللي هي بـ 200 على 2π multiply سيتا 1 اللي هي بكام بـ 90 minus sign 6 على 390 وقف الـ brackets كلها تطلع لك 19.1 كلام جميل اللي بعد وبرضو mf average مش هيسيبك لما تعرف تحله ان شاء الله ايه؟ فليضو حلوه كمتخلف ولا دي مش average ياه؟ ولا دي average يلا سوزة average mf during period مش عارف ايه؟ طب يلا mf average تاني general rule n نحفظه multiply mf max نحفظه على 2π multiply sin theta 1 minus sin theta 2 يلا عوض بالـ orange برضو مش مديلك الـ n أنا عايز الـ time ده؟ عادي طب ما الـ n ممكن اجيبها او الـ ratio يعني ratio cycle هي ratio periodic time هاتلي ratio periodic time اللي هو الـ time العادي على الـ periodic time الـ time العادي بـ 1 على 120 الـ periodic time قالك النص لفة خدت الرقم ده يبقى اللفة كلها اعمله multiply 2 عشان نجيب الـ periodic time 0.025 multiply 2 طلعت لي بكام 0.05 يبقى الـ periodic time بـ 0.05 هاتلي ياسطى يلا الـ ratio يبقى اذا 1 على 120 على 0.05 اللي هو الـ periodic time طلعت لي وانا على 6 يبقى الـ n مقلوب الـ ratio بتاعت الـ cycle الـ periodic time يعني بستة الـ if maximum جهزة بـ 110 على طوب بايدة رقم ساين سيتا 1 مينو ساين سيتا 2 اوعى تنسى التركة تانى للمرة الـ 500 مليون ان سيتا 1 و سيتا 2 في الـ average هي أنجلز عادية هو بيبدأ في الطبيعي من الـ الأنجل ما بين الـ B والكويل نفسه بـ 90 عشان بادئ بربندكلر اهو لا فقد ايه مش عندي يحسب لي angle of rotation اللي هي 360 Ft يبقى دي 360 الفريكونسي مش عندي هاتو وانا على الـ periodic time يعني 1 على 0.05 طلعت لي بكام طلعت لي بـ 20 يبقى الـ frequency بـ 20 يبقى 360 F في الـ time اللي هو عايز عنده 100 1 على 120 خلاص يا جماعة طلعت لي بكام تطلعت لي بكام تطلعت لي بـ 160 160 multiply اللي هي الـ frequency بـ 20 multiply 1 على 120 طلعت لي بـ 60 اوعى تنسى ان سيتا 2 هي سيتا 1 زي قادر اللف بها سيتا 1 بـ 90 وهو لف بـ 60 يبقى سيتا 2 بكام سيتا 1 زي قادر اللف بها يعني 150 حطهم يا كوتش على الألة 6 multiply 110 على 2 by multiply ايه ده؟ مشينا؟ هاة! multiply يا جدا افتح الـ bracket لازم يا جماعة تفتح الـ bracket الأول sin c1 minus sin c2 وقفل كل الـ brackets تطلع عليك 52.5 52.7 عالي أي حاجة خلاص؟ يا جماعة تبقى تعمل الـ approximation يعني عشان بس انت بتكتب الـ by ايه؟ by عادية ممكن تكون ايه محسوبة اصلا 3.14 فبيفرق يعني في الـ approximation البسيطة دي ايه؟ ايه؟ يا اصلت علي 52 ايه؟ 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 52.5 هي مظبوطة ايه؟ 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 يالله سؤال مي يقول لك واندري بلسنج the two rings of the dinamo with نقط the dinamo converted to DC dinamo الـ AC dinamo بيتحول من الـ DC dinamo امتى؟ لما تستخدم كم حاجة؟ حاجتين rectifiers with several coils with small angles between them يبقى several coils with small angles between them وrectifiers فيطلعوا لك DC dinamo يبقى DC dinamo يبقى بوثه في ذن لكن لو استخدمت rectifiers او committators كانت حاولت وين الـ direction الـ current اللي بعده سؤال مية واحد يالله يا جماعة اول حاجة الراجل اللي عايزة في السؤال الـ EMF add the quarter of periodic time يعني quarter periodic time يعني quarter cycle quarter cycle يعني لما الـ angle بـ 90 يعني هو عايز EMF maximum ركز بس مع الله يرضى عليك دلوقتي هو مدي لك رسمة الـ phi صح؟ حصل وعايز رسمة الـ EMF بعد ربع الـ periodic time ربع الـ periodic time يعني ربع لفة ربع لفة يعني non-tigree non-tigree يعني هنا صح؟ اوقع تقول لي بـ zero متخلف لان دي phi الـ EMF عكس الـ phi يعني هو عايز EMF max الـ EMF max يكون ايه يا عبدالله نبوي N-A-B-Omega يالله تعالى نعوض كده نشوف اللي عندي و اللي مش عندي الـ N بكام 8 الـ AB دي الـ phi صح؟ الـ phi given اصلا الـ phi maximum بكام؟ مش مديني phi maximum روحتها لسه يالله هم مديني الـ phi عند الـ angle 45 يعني هم مديني phi effective طب ما الـ phi effective equal phi max عادي جدا sin 45 الـ phi effective نفسها بكام؟ 0.035 phi max انت عايزها multiply sin 45 هاتلي phi max يا ابني ونبالله يرضى عليك تطلعلك phi max بكام؟ 0.035 على sin 45 طلعت لي 0.0495 مش مهم حلو كفاء كده يبقى انا ممكن اشيري الـ phi maximum دي وحط الرقم اللي انا جبته اللي هو 0.0495 multiply الـ omega عندك الـ omega type؟ عندك الـ frequency خلاص شير الـ omega وحط 2πf 2π والـ frequency بكام؟ بخمسين؟ وحسب بعقية كوتش يالله multiply الرقم ده multiply 2π في الـ frequency اللي هو بكام بخمسين طلعت لي على الآلة 124.4 ليه غلط؟ هي المفروض 123 طب استنى هي ليه مش طلعة تقال الـ quarter of the periodic time طيب يبقى دي امي في ماكسموم طيب ثاني نحسبها ثاني لو استنى كده الـ approximation استنى كده 0.049 هي طلعه يا جماعة 124.4 خلاص ماشي ممكن ما تلاقيهاش بس منعرف السبب يعني ممكن انا جاي بدي غلط استنى كده 0.035 على sine 45 دي كده في ماكس صح ايه multiply answer multiply 2π طب دي خليها 3.14 مثلا في الـ frequency 2π في الـ frequency 50 اه تصدق لا تصدق ايه هيا جماعة 124.4 هيا دي هيا دي هيا دي ماشي 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 which of the following represent the aimf من الاجابات او من الـ choices قصدي ان رسمة aimf طبعا الرسمة الوحيدة اللي هي مظبوطة هي دي ليه لان هنا الماكسموم عند الـ 9 بالزبط والـ 100 وهكذا لكن دي هتلاقي بص مش منتهية اصلا عند الـ 360 يعني الـ whencomrecycle لازم تنتينها عند الـ 360 دي منتين عند الـ 360 عادي ودول طبعا ايه غلط عشان برضو ايه مترحلين ماشي سؤال 102 the time rate by which is the dynamos cut the magnetic flux lines during its rotation becomes the maximum value يعني الـ time rate بتاع الـ الماكسموم وين the blend of the coil becomes ايه بمنطقة البساطة هي اكيد لابرا لابرا بندكلر يعني انت بشي تحترف ايه حاجه تاني بس هي الاجابة بمطقة البساطة هو عايز time rate by which is the dynamos coil cuts the magnetic flux dynasty or magnetic flux during the rotation becomes the maximum يعني هو عايز ايه عايز الـ phi على الـ time بالـ maximum value لماذا؟ time rate يعني time تحت cutting the magnetic flux يعني الـ phi انا عايز delta phi على delta t تكون بالـ maximum delta phi يبقى لازم الف تكون بالـ maximum value يبقى لازم الف تكون بالـ maximum value الف تكون بالـ maximum value لما يكونه parallel لما يكونه parallel لما يكونه parallel ليه؟ لما يكونه parallel يبقى parallel وزا field طبعا في مشكلة choice b كلام جميل جدا 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 و احنا كده خلصنا اسئلة ايه؟ الـ dynamos لسه بقى الاسئلة شابتر 1 و 2 ولكن ان شاء الله هنقولهم بعد الفاصل ، اشتركوا في عزه